المأساة برنامج مفتوح للحفاظ على الذاكرة الجماعية وكشف التضليل الإعلامي بالحقيقة وتدوين ما جرى في الجزائر من أحداث إبان المأساة الوطنية يأتيكم كل أحد على الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر للإدلاء بشهاداتكم الحية على المباشر دون خطوط حمراء اتصلوا بنا على سكايب راديو وطني موسيقى 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 اشتركوا في القناة لن أبكيك كما تبكي التماسيح بعد أكل فريستها ولن أقيم عنك سرادق العزاء كما يفعل أبناء العشيرة الذين تحركهم الحمية ولن أرثيك كما يفعل الشعراء في حظرة الصلاطين ولن ألقي عنك كلمة تأبين في مقبرة كما يفعل سماصرة السياسة في المناسبات دالحسين نعترف أنك السباق في النضال وأنك من جيل آخر ونعترف لك بالسبق في تحرير الشعب الجزائري من طرف مستعمر غاشم ونعترف لك بالدفاع عن قضيتك ها هي روحك ارتفعت للعلا وها هو جسدك يعود إلى المكان الذي خرجت منه إلى النور ذات يوم صنعت الاستثناء في حياتك وتصنعه اليوم في مماتك اليوم ليس يوم اختلاف بل هو يوم توافق نختلف معك في السياسة ونتفق معك في أمور كثيرة نتفق معك في أننا قاسمناك التشرد في المنافي ونتفق معك في أننا تعرضنا للتشويه وتعرضنا للتخوين كما تعرضت أنت والكثير من زملائك المناظلين الذين لا زالوا ينتظرون دور الرحيل ها هم أبناء المجاهدين والشهداء لاجئون في أوطان مختلفة ومنهم من هو ممنوع من الدخول إلى الجزائر وها هم الحراقة على اختلاف مشاربهم منهم من التقطه الحوت ومنهم من أكلته الديدان وها هم الإطارات والكوادر داخل الجزائر يشكون التهميش ويبكون الجزائر فيما منهم من يقدم خدماته إلى أوطان أخرى نقاسمك الأسى واللوعة ويقاسمها إياك كل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها ويقاسمك اللوعة أبناء وعائلات المخطوفين واليتامى والمعاقين واللاجئين والمسجونين والمعدمين وكل ضحايا المأساة الوطنية نقاسمك البعد عن الوطن والأهل تقاسمك اللوعة الأشجار التي اقتلعت والغابات التي أحرقت والأموال التي نهبت والأملاك التي أتلفت والبساتين الخضراء التي صحرت تقاسمك الصحراء يقاسمك الشمال والشرق والغرب اللوعة لقد فارق الحياة من كانوا خصومك بالأمس وسيفارقها حتما خصومك في المستقبل الفرق بينكم هو أن هناك من مات في قلوب الناس بمجرد أن دخل القبر ومن سيظل اسمه منحوتا في الذاكرة مستمعين مستمعاتين في كل مكان أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج مفتوح حول الدل حسين رحمه الله تعزية الخالصة للعائلة تعو والأنصار تعو والمحبين وعزائي لكل جزائرين والجزائريات لأنه حسين أحمد هو واحد من المناظلين واحد من الرعيل الأول اللي ساهمه في تحرير الجزائر من المستعمر الفرنسي بدون إطالة ندوة مفتوحة معي على الخط الأخسامي من كندا والأخ عبد الرحمن من بومرداس الأخ عبد الرحمن من بومرداس بداية وش تعرفها لا دل حسين يعني منين ينحدر المسيرة نتاعه النضالية إلى غاية الاستقلال معلومات لي عندك نعم تفضل مجاهد الكابير المناظل الشاهير الحسين أحمد غنيون عن التاريث وهو عالمون على رأسه نار ولكن هو الحسين أحمد المولود في 26 أول سنة 1926 وينحضر من قرية آيتيحية بعين الحمام فورماسيون السابقة ينتمي الفاقيد إلى أسرة إلى عائلة عائلة مرابطة يعني لهم زاوية يعني وزاويتهم كنت بطريقة رحملية فقد كان يعني جده من حمد حسين مرابطا وله زاوية معروفة في القرية نشأ على ذلك نشأة يعني محافظة حيث حفظ القرآن وعندما بلغ سن السادسة أدخله يعني والده إلى المدرسة الفراسية دون أن ينقطع عن التعليم يعني القرآن ثم بثاناوية في زيوزو وبن أكنون حيث هناك يعني في ثاناوية بن أكنون حصلة على شهادة أبا كالوريا وقليلا يعني من الزائريين الذين كانوا ينسلونها إلى أخ عبد الرحمن للأسف شديد رأى عندك مشكل في الصوت حاوله أنه تخرج وتعاود وتدخل نعم أكرم شكرا الأخ سامي نفس السؤال في انتظاره أنه يعود يرجع للأخ عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الصوت شوية رأى مليح نعم تفضل الأخ سامي أولا ننترحم على روح عيد حمد فهذا يعني الجزائر هي اللي فقدت يعني إبل نعم ويعني الوطنية أيضا فقدت أحد رموز يعني الوطنية والمناظلين والناس يعني نضاف في هذه البلاد وهو يعني خسارة لجميع الجزائرين الشيء الثاني اللي حبيت نقوله هو أنه لما توفى نقريت يعني الكمنتار اللي كتبوه يعني الجن في فيسبوك ونظن الكمنتار للمليح واللي كان هو ثاني كان راح يعجبوه كان مكتوب لا يرحم الشهداء وكانه شهيد حي فحقا هذا الإنسان كان كان شغل إنسان ضيف عاشته لحياته يعني عنده نفس نفس الخط رفض أنه يأكل في القاملات على النظام رغم التهديدات ورغم الإغراءات عرضت عليه الدنيا الكل يعني بينها رئاس الجمهورية ورفضها ودد حكم عليه بالإعدام هرب من السجن إلى آخره وبقى يعني على رأي تعه من 62 إلى غاية أنه توفى هذا الشيء حول الموت تعه حول حياته وحول نشأة تعه فهو كما قال الأخ عبد الرحمن هو من عين الحمام هو من عائلة من عائلة دينية وينحدر جدو محمد والحسين ولا كان كان الزاوية يعني والزاوية هذه كانت هي لقومة الاستعمار فقبل 1830 فقبل 1830 الجزائرين لم يكن دي صوفاج كما كانت تصورها يعني فرنصا الجزائر كانت قوة يقليمية في هذا الوقت معنى وهان وتقوى في البحر uncertain الموت وسط والجزائر كان لديها يعني مختصين في القانون وكان عندها يعني مختصين في الزد كان عندها أطباء كان عندها ارشيتكت وكيف كان كان الناس يدرسوا في هذه zuge� مدرس القرآن و Munich ان varsa كانوا يدرسوا الطب، كانوا يدرسوا الفن المعماري، كانوا يدرسوا فن الحرب كانوا بالتالي هذه المدارس كانت هي اللي تمثل النخبة في هذا الوقت ولما دخلت فرنسا هذه المدارس هي اللي حربت فبالإضافة إلى مقال زاوية كانت مبين زاوية لحربة المستعمر في سطولي في 1830 إلا أن جميع الزاوية على جميع الترب الوطني قاومت الاستعمار وبالتالي الاستعمار قاومها، فالأمير عبدالقادر مثلا باباه محيددين كان على رأس زاوية مدرسة قرآنية، الحداد، بوبغلا، بوعماما، ليلة فاطمان سومر وبالتالي الاستعمار حربها وحربها بشدة ففي المنطقة التالية حرب حتل اللي حفظوا القرآن حتل الكتاتيب لأنه كان يشوف فيها وكرت على المقاومة ضده فهو يعني يتحمد زاد في هذا الروح يعني في الروح دجال المقاومة تعال العائلة التعو والقابلة التعو يعني لحربة الاستعمار كي كان صغير يعني كي كان صغير يعني أحفظ القرآن طبعا الحال في هذا الوقت لأن المدرسة الأولى هي الكتاتيب ضيف إلى ذلك المدرسة الفرنسية وفي المدرسة الفرنسية يعني كان بالأول الأشياء يعني اللي سقلت الوطنية التعو هو أنه لما القى يعني أنه هناك طلبة أندجان وطلبة فرنسيين فيعني تلتقى بالعنصرية يعني في المدارس الفرنسية بحيث كانوا هناك زوج أنواع تعال طلبة كانوا طلبة فرنسيين والبقية يعني أندجان يعني في فرنسي في هذا الوقت درتان ستاتيو الجزائري وهو ما بين الحيوان والإنسان ما كانش الجزائري ينزاد مواطن في هذا الوقت لكن ينزاد أندجان وطبق عليه الكوتة على أندجانا يعني نظن بلي هذا الشيء هو كان أحد الأشياء اللي أفرط فيه كثير فيما بعد يعني هذا واسمه كمل الدراسة تعوه ورح لسي تعب نعك نونه الأخ سامي أن الشي اللي تسمى قريته عليه هو يقوله بنفسه في المذكرات تعوه قريت الجزء اللول فقط مع الجزء الثاني ولا مانيش عارف إلا داره ولا المهم أنا ما زال محصلش عليه لقيت فيه جزء منشور موجود حتى في الأنترنت مترجم للغة العربية أولا بالنسبة للميلاد تعوه هو يقول من أنه مولود صحيحا في 1926 ولكن مش في 20 أوت موجود في 16 أوت مولود في 16 أوت هذي هو يقول على عرفه يقول من أنه سجلوا باباها بعد 4 أيام من الميلاد تعوه هذا هو يقول فيما يتعلق بالنظال تعوه عنده عمه هذا الشيء اللي قريته واللي قاله هو على نفسه يقول من أنه عمه هو كان يعني من الناس اللي سمعوا مبكرا بالحركة الوطنية اللي كان أنا ذاك يقودها مصالي الحاج وكان حتى هو أنه يحفظ بعض الأشعار بمعنى أنه أشرباء الوطنية من العم من تعوه هذا كلام يقول هو مع الأسف الشديد وأنه عمه حسب ما يقول هو هذا كلام راني ننقله عليه يقول هو في الشهادة تعول لي موجودة في الكتاب مع الأسف الشديد هو أنه عمه مات في معركة كان في الجيش الفرنسي عمه هذا توفى في معركة في إيطاليا تفضل الأخسن أنا عندي تقريبا مدة طويلة من انقريت المذكرة أنا عندي كتر من عشرين سنة من انقريت المذكرة وتالي ما نذكر كل شيء لكن نذكر الخطوط العريضة وزيد بزيادة الشي اللي قريته الشي اللي قريته عليه لأنه كان ينشر أيضا نصوص وشهادات في الجرائد في هذا الوقت نعم سواء كان في جرائد أو في الجريدة يعني اللي كانت تابعة للأفافاس في هذا الوقت في التسعينيات اللي هي الحق على بل كانت هناك جريدة أسبوعية يعني أغلقت فيما بعد نبطتش بزاف لكن هذا وش نعرف عليه ونعرف عليه حول الشهادات التاعه يعني نعم وفيما يتعلق بالدراسة هو يقول يقول من أنه هو حقيقة كانت فيها مدرسة في بنعاكنون ولكن فيما بعد تم تحويلها إلى المدينة تعبوز الرعاة بحيث هو أنه كملت دراسة تعوي في المدينة تعبوز الرعاة أنا ما نذكرش جميع التفاصيل في هذا الأمر في اللي سي تاع بنعاكنون ولي سي تاع بنعاكنون كانت أنكس تاع لي سي بيجو أمير عبد القادر يعني نعم وحتى هو أنه يقول على نفسه يقول من أنه درس اللغة العربية كلغة ثانية يعني كانت اللغة الرسمية هي الفرنسية بحكم كانت الجزائر تحت الاستعمار وكانت اللغة الأولى هي الفرنسية وقرأ اللغة العربية في الثانوية كلغة ثانية ولغة اختيارية هذا يقوله على نفسه إيه هذي في المدرسة الفرنسية نعم طبعا في المدرسة الفرنسية كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية اللغة العربية كانت تقريب فول كلور يعني نعم ما كانوا شي يعطرفوا بها آآ واش نذكر أيضا على الأشي اللي قريته هو الأحداث من يامي 45 وعين أنا نظن أن أحداث من يامي 45 وعين شكلت له يعني الانفيراج في حياته بحيث أنه يتكلم ويقول أنه بعد ثماني يامي 45 وعين هو مجموعة من الشباب شغل قرروا أنهم يفجروا الثورة يعني آآ ففي وسمه في القرية التاعه يعني يكونوا مجموعة وبدأوا يعني يجمعوا السلاح يعني في القرية دياله نعم وفيما بعد يعني يعني وسمه الأعضاء تاع الحزب الشعب الكبار هم اللي يحبسوهم وقالوا لهم باللي أن الشي اللي راكم تديروا هو عبث وأن الثورة ما تتمش بهذه الطريقة يعني ما تتمش بطريقين فعالية لازم واحد يعني يخططها من أجل أنه يدير من أجل أن يفجر الثورة بالتالي هذا الناس هذو يعني النس اللي كانوا يعني وصلوا لنتيجة بعد ثمانية مئة خمسة واربعين أن فرنسا ما لازم لها غير سلاح باش تروح يعني بالقوة يعني بالقوة ضيف إلى ذلك يعني الضباء النس اللي شاركوا في الحرب العالمية الثانية من بينهم كريم وعمران بن بولعيد بودياف إلى آخرين ناس اللي راحوا يعني الأوروبا وداروا الحرب العالمية الثانية وعودوا له فهما أيضا تقضروا بالمجازر ثمانية مئة خمسة واربعين وقروا هما أيضا أنه أن الحل الوحيد هو استعمال السلاح وبالتالي يعني في الضغط تعهم هو اللي قدر أنه يولد المنظمة الخاصة لأنشئات في الف وتسعمية وسبعة وربعين إذا كان ذاكرة عملحة وأنشئات كان على رأسها واسمه بلوزداد ونائبه كان يتحمد فالبلوزداد يعني مرض على بلوزداد كان مرض وبالتالي لم يكملش على مقاظن بعض الأشوار برك وتوفى الله يرحمه وبالتالي اللي خذال على رأس المنظمة الخاصة هو يتحمد هذا ما كان نعم المهم هو كان من بين الأعضاء الباريزين في المنظمة الخاصة فيما بعد تم التفجير تعثورة هو كان الحزب انتعى الشعب هو اللي كان في ذلك الوقت يعني سياسي كان هو اللي عنده وجود وعنده حضور على المستوى الكثير من البلديات والولايات اللي كانت في ذلك الوقت كانت تحكمها فرنسا فيما بعد كان الحزب الشعب بس أولا كان في حل للحزب هذاك ومن بعد زادوا داروا حزب واحد اخر جديد المهم كانوا مجموعة مشخصية سياسية اللي كانوا يناظلوا كان من بينهم فرحة عباس وكان مصالي الحاج كان ايضا شخصيات اخرى بينهم بيوس بن خده الى غير ذلك من الشخصيات يعني موش الوقت على جال باش نذكرها مع عبد الحميد مهري كثير من الشخصيات اللي كانوا في تلك المرحلة كانوا تحت اللواء هذا انتع حزب الشعب اللي فيما بعد بعد محلوا اعطاولوا اسم واحد اخر المهم صرع فيه بعض المشاكل اللي صرعت في اللجنة المركزية انتع حزب الشعب وانه انه كانت فيه بعض الحساسيات اللي موجودة داخل اللجنة المركزية انتع حزب الشعب وكانت هذي المسألة انتع الامازيغية كانت موجودة ايضا في المرحلة انتع الربعينات يعني مش حاجة جديدة ربما كان اخواك ده يشوفوا من انه وراها مرتبطة بفرحة مهنية والله مسألة هذه انتع الامازيغية يعني عندها ناس مناظين قدم وماش حاجة جديدة يعني طارئة المهم سرع سرع داخل اللجنة المركزية وانه فيه مجموعة من الجزائريين اللي اخذوا المبادرة وداروا الاجتماع متاع ثنين وعشرين وفيما بعد اللي زدت فرعة تاليه المجموعة وفجر الثورة ايتحمد هو في المرحلة اعتقد كان في مصر اعتقد هو انه راح في سنة 1952 نطلع من المصر قادر نعود نعم صارت احداث كثيرة يعني عندما احكم هو واسمه المنظمة الخاصة وراح نجيك على الازمة البربارية تعد تسعة واربعين الى غاية انه القارحو في مصر فهو عندما احكم المنظمة الخاصة كان الهدف تاع هذا المنظمة هي عبارة عن اولا جمع السلح الاعداد للثورة وبالتالي او ايضا خلق شغل نظر واسمه الجنب النظري واللوجيستيكي تاع الثورة يعني اذا كان هذو الناس رفدوا السلاح اذا كان الحزب الشعب هذو الناس يعني يطلعوا الجبل كيفاش راح يطلعوا كيفاش راح يتنظموا كيفاش راح يتنظموا بالتالي بدأوا يجمعوا في الاسلحة بتاع الحرب العالمية الثانية يشتريوا ايضا في الاسلحة ثانيا بقالهم يعني مشكلة تاع التنظيم فهما كيفاش داروا يعني تحت غيطة الكشافة الاسلامية راحوا يعني الجبل والله ما نذكر المجموعة اللي كان فيها وبدأوا يدرسوا في حالة ما اذا كان حرب بينهم وبين الجيش الفرنسي كيفاش راحيني تنظموا كيفاش راحيني يعني كان في ذلك الوقت محمد بوراس هو المنظم انتع الكشافة الاسلامية والله ما نذكر يعني المجموعة لكن ما نذكرش كان حركة تحت الكشافة الاسلامية ولا كان لانهم المجموعة هذك اللي راح تطرحت الجبل في شريعة على ما اظن كان تطرحت تحت غيطة يعني شغل بشأن حتى لا يتفق لهم يعني فرنسا وهم في حق الامر كانوا يدرسوا يعني جميع المسائل التنظيمية واللوجيستيكية بتاع تفجار ثورة وبالتالي كانوا كانت مشكلة كبيرة وكان نقلل بأننا كنا في حيرة مع أنفسنا وكانوا نقولوا إذا كان فجرنا ثورة هل قدرين نحكمه في هذا الجبل فما كانش هناك غابات يعني مثل الفيتنام ما كانش غابات كثيفة ما كانش غابات وبالتالي قال تقريباً شكينا فرواحتنا قال كل تكلمنا والله ماني مذكر في أي لكن مذكر أنه قال كانت تكلمنا مع واحد كان من الأقدام السوداء لكن كان من الناس اللي يحبو الثورة كان من الناس الوطنيين ضد الاستعمار كان من المناضلين ضد الاستعمار قال بللي أنا قال لهم بللي أنا نعرف مليحة المنطقة وإذا كانت هناك مجموعة صغيرة مسلحة تقدر تتنقل بسرعة وتضرب بسرعة قادرة تخلق مشاكل كبيرة للجيش الفرنسي فالتالي أنا نذكر هذه الحادثة ونذكر أنه قال لك بللي هذا شجعنا يعني أننا نكمله لأنه كانوا في حيرة في أنفسهم يعني مجموعة عن الناس مسلحة يعني سلح خفيف وقدامهم طائرات وقدامهم يعني واسمهم دبابات فما كانوا يعرفوا وخاصة أنا في ذلك الوقت مكانش ثورة يعني نجحت بهذه الطريقة يعني نترك تحكيل الأخسام نترك تحكيله هنا في الأربعينات راني نحكي على الأربعينات راني نحكي شغل على على تحذير الثورة لأن المنظمة الخاصة كان الهدف تهاب تحذير الثورة يعني جمع السلاح نعم وحل المشاكل يعني النظرية واللوجيستيكية تعتفجار ثورة نعم تعتفجار ثورة طبيعة الحال كانوا يديروا تدريبات كان عندهم يعني نظام واسمه تعليق وتيزاسيون كان تدريبات شبه عسكرية نعم كان حقيقة كانت مجموعة كبيرة يعني من الشرق الغرب في الشرق كان زيغوت كان في الغرب كان بنبلة كانوا ناس يعني كان ديدوش في بلكور كانت مجموعات هكذاك وكان تنظيم قوي كان شيء فشيء بداي يحضر يعني التفجار ثورة نعم المهم من بعد صارت فيه بيعة وانه تباعوا بعض الأعضاء هذه بتوع المنظمة السرية وحكموهم ودخلوا لسجل من بينهم بنبلة لا هذيك هذيك راح نوليوليها يعني قبل من نوليوليها نوليول بارد وهراد عملية بارد وهراد فمن بين المشاكل أيضا كانت مشكلة تمويل لأنهم باش يشريوا السلاح لازم لهم أموال وأموال كبيرة نعم وخطوا أنهم يديروا يعني عملية بارد وهراد وبارد وهراد ما داروها مع بارد وهراد ما داروها ما ثقوش فيه في ذلك الوقت كان كثير من الناس يقول ببنبلة خطط وببنبلة خلوها في ألجي في ذلك الوقت والدليل أنا من بعد ضربة بارد وهراد ببنبلة دوهم حكموه وزادوا وطلقوه فيما بعد لأنهم ملقوا عليها حتى شي أما الناس اللي داروه ما نذكرش الاسم هو يمد يعني يمد التفاصيل دقيقة يعني كيفاش أنهم سرقوا السيارة كيفاش دخلوش كونهما الناس اللي كانوا يسوقوا في السيارة ولما تندارت هذه العملية الاستعمار الفرنسي ما كانش يظن بالجزاريين هما اللي داروها كان يظن بالأقدام السوداء هما اللي قدرين يدروا حاجة كما هذي يعني مشكش حتى في الجزاريين وبالتالي العملية هذي طعبة بارد وهران قدروا أنهم يدروا يعني أموال طائلة مولد فيما بعد يعني الثور التحرير فهما الدجادة ومبلغهم اعتبر في ذلك الوقت كانت واحدة مليون دفران فرنسي وبالتالي هذه أحد الحلقات المنظمة الخاصة في التحذير النفورة الآن سنجيك الماسومية بالأزمة البربارية نعم الكريس برباريس الكريس برباريس في عقد الأمر يعني أفضل شهادة هي شهادة متر عليحي عبد النور فهي عبارة عن عن مشكلة هوية في الظاهر لكن في الداخل ما كانت مشكلة هوية كانت مشكلة تاع حكم تاع سلطة كيف حدثت يعني المراحل تحتها المرحلة الأولى هو أن في 1946 صار هناك انتخابات في حزب الشعب وتقدم لها زوج يعني من أجل رئاسة الحزب مصالي الحج و لم يندباغين لم يندباغين هذا هو طبيب من العلماء وهو أحد الأوجهة يعني تاع الوطنية في الجزائر منطقة القبائل بجميع المناظلين تاحها وقفت رجل واحد مع لميندباغين ضد مصالي الحج فمصالي الحج كان إنسان يعني مبوء بالسلطة مرض بالسلطة فلما يعني هذه المنطقة وقفت مع لميندباغين كان حاب يعني شاف أن هذه عبارة عن 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 موقف ضده ضده شخصية وقر أنه يعني نحي جميع واسمه الناس اللي كانوا اللي وقفوا معالمين ضده وبالتالي في ما بعد كانت هناك مذكرة مذكرة بعثها مصالي الحج لل الأمم المتحدة فالمذكرة هذه يتكلم عن الهوية الجزائرية وفي المذكرة هذه قول باللي أن الهوية الجزائرية هي عربية إسلامية نقطة لما بعثت بهذه المذكرة الأمم المتحدة في فرنسا كانت هناك الفيديراسيون الفرنس ولفيديراسيون الفرنس درت اجتماع في الاجتماع هذا حضروا جميع المناظلين في جميع المناطق كانوا من منطقة القبائل كانوا من الشرق كانوا من الغرب وتكلموا على مشكلة الهوية هكذا نعم بعد ما تكلموا على مشكلة الهوية و عودوا داروا بيان ويقولوا فيه أن الجزائر ليس عربية وإسلامية لكن الجزائر هي أمازيغية أمازيغية نعم المهمة الأخسام لا لا صبرني صبرني لا صبرني الأخسام هو حاول أي تحمد على جلب لا تدخل وقتك كثير في مواضيع التي تدخل في إطار التفاصيل نحن نركز على نحن نركز على النظال لا مشكلة كمّل المدخل المهم نركز على النظال التي تحمد في المرحلة لغاية الاستقلال تفضل لأن هذه المرحلة واسمه ما يسمى الكريس برباريس هي التي تؤدي إلى فصل منظمة الخاصة في 1949 وعندها مباشرة وتأثير مباشرة على اكتشاف المنظمة الخاصة فلما خرجت هذا البيان واسمه مصالي الحاج جن جنو قالوا لأن الفدرالية كان جزء من حزب الشعب وبالتالي لما جزء من حزب الشعب عرض رئيس الحزب قرر بطرد جميع الناس الذين كانوا في الاجتماع وزيد بزيادة طلب من جميع الناس الذين كانوا داخل الجزائر بتنديد هذا البيان لما وصلوا لأيتحمد وطلبوا منه يندد بهذا البيان موقف أيتحمد ووقت تالي قال له أنا أصلا لا لا بل اجتماع ولم قررت أصلا البيان قالوا لأن نترك متعاطف معهم وطردوه من المنظمة الخاصة المهم هو في المرحلة كانت فيه نية حزب للمنطقة القبائل داخلها في الإطار التاريخ تسمى المسألة قديمة هذه عبارة عن إشاءات ولو كانت يعني في جميع الحركات هناك ناس يعني هناك ناس يعني هناك ناس هناك ناس هناك شذود والشاذ لا يقاسوا عليه نعم فالمنطقة هذه بقيت يعني في هزب الشعب ما خرج الشعب المهم 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 رأني نكمل لك لأن هذا هو اللوص من بعد نعم اكتشافت على المنظمة الخاصة واش صرا فيما بعد الاسمه لما اندباغين شاف باللي أن مصالي بدأ يعني يطرد له جميع لأنه كانت هناك معارضة سياسية ضد مصالي داخل حزب الشعب فلما اندباغين لما شاف باللي أن مصالي بدأ يطرد يعني جميع الناس اللي انتخبوا عليه في 64 ولا المناظلين اللي كانوا يسندوه هو ثاني يحتج وزادوا وطردوا لما اندباغين وكان مناظل في قصنطينة على ما اظن قصنطينة واللي عنابة مانيش متذكر نظن قصنطينة احتج قال لهم عليش تتصرفوا هكذا معالمين تباغين عليش تتردوه كواش دارولوه وبعثولوه يعني مجموعة كاين الناس يقولوا باش انهم يضربوه وكاين الناس يقولوا انهم باش يقتلوه والقصة الان معروفة تعاكتشاف المنظمة الخاصة كده اوهم افطو موبيل باش يقتلوه ولا يضربوه ولا مالباليش هو الدابز معاهم في السيارة سيارة تقلبت هرب من السيارة راح البوليس الفرنسي وبيع كامل الناس والناس كامل ترفضت وفي هذه المرحلات اللي تنرفض بنبله تنرفض عبان تنرفض والمنظمة الخاصة من تم خلصت يعني قريب حبس طناشات تاعها ولما فجرت ثورة في 54 فجرت بالاسلحة اللي جمعت فيها في الأربعينيات هذا واش بيتمك هذا مك نعم شكرا الاخ سامي راشيد من كندا راشيد الموضوع التاني اليوم هو حول حسين ايت احمد ربي يرحموه رانا مازلنا في بداية البرنامج إذا كان ممكن هو أن نتزذفنا بعض المعلومات المتعلقة بالنظال ايت احمد نحن ذوك الان رانا وصلنا للمنظمة الخاصة زيد نتكمل من المنظمة الخاصة إلى غاية الاستقلال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أولا نوجهنا تعازي انتاعي الخالي صامي قبي لبلدنا الحبيب لأننا فقدنا واحد من عمالقة تاريخ المعاصر واحد من يزارشي تاك الكبار انتاع الثورة المجيدة واحد اللي يعني من يعني عنفوان شبابه من الصغار كان يعني يناظل فقط من أجل الجزائر ولا شيء آخر رحمة الله عليك يا حسين ايد حمد أنا يعني الأخ سامي يعني الحمد لله عنده معلمات كثيرة وأنا الآن يعني لا أستطيع أن أصحح أو أحكم أو أذهب هنا أو هناك الرجال يبقوا رجال يعني ويبقوا في قلوبنا ويبقوا في الذاكرة والخوانا يعني هم في مزبلة التاريخ السيد الحسين ايد حمد الله يرحمه أنا يعني المعلومات البسيطة اللي عندي يعني أنه كان من الأوائل في الأربعينات اللي كان يشتغل حتى لما كان يعني شاب في عمر عشرين سنة بدأ النضال الوطني بيانه وفي الخمسينات ضاعه أعلم في عام ٩٩٥ كان من الأوائل اللي راح في سفر يعني متعب وكبير إلى أقصى آسيا وبالضبط إلى برمانيا إلى رانجون عاصمة بورما وإن كان أحضر للكونفيرونس بتاع الأحزاب الاشتراكية وكان من ذلك الوقت هو يقدم يعني في القضية الجزائرية لحتى يعرفها جميع بلدان العالم وبعدها في عام ١٩٥ كان هو يعني اللي الله أعلم هو هو محمد خيضر وأحمد بن بلة كانوا يعني شاكوا في الراديليقاسيان تاع لفلان وعاحوا للمؤتمر باندونغ في عندونيسيا في عام ٩٩٥ بعد هذا وبشهادة الله أعلم نسيت الاسم تاعه نسيت والله نسيت الاسم تاعه المهم أنه كان من أية أحمد الله يرحمه كان ممثل هو أول ممثل لفلان عند الأمم المتحدة مع مشاركة محمد يزيد الله يرحمه ما عرفت عليها؟ عرفت عليها أنه سجن قبل ما يسجن عرفت أنه كان التقى هو وبومديم وخيضر بمعية الشيخ البشير الإبراهيمي رحم الله ربما التقى في مصر لا هذا يعني جايك التقى في القاهرة نعم التقى في القاهرة وهناك يعني حتت بعض المشاكل بين يعني صيد شيروف شيروف هو الصديق يعني انتاع بومديين اللي سافروا في سن كان سنهم ٩٩٢٠ سافروا للقاهرة من أجل طلب العلم ومن بعد يعني دخله في المنظمة الوطنية يعني اللي بدأت تحضر يعني لتفجير الثورة وأعتقد أنه أول يعني مشاكل اللي بدأت بين بومديين وخيضر وأيت حمد بدأت في القاهرة ننصيد العالم خمسة وخمسين أو مهم لا ما تكون ربما قبل انتاع الثورة ما استرعتمون واشا هذيك انتاع كما نقولوا شباب في مرحلة هذيك انتاع ما زالهم صغار هكذا أعتقد على جل انتاع غرفة هو كان كارهة بومديين هو اللي كان معاه وهذوك حبوزة عم نشغل كثار منهم باش يعطيونهم الشمبرة هذيك المهم صراع مشكل بيناتهم هكذا تعمونه واشا هكذا بيناتهم سحاميش هذيك هي المهم هو بعد ما داروا هذي المنظمة الخاصة هذي وصرت بعض الأشياء هكذا يعني صرت فيه بيعا وانه كي الناس باعوهم الاستعمار وتكشفت المنظمة الخاصة هذيك المنظمة السرية فيما بعد داروا هما المجموعة ذو انتاع 22 داروا اللقاء ذاك ايتحمد ما هوش معهم مش مهم مع المجموعة انتاع 22 ولا المجموعة انتاع الستة لانه شفت هنا بعض الشباب هكذا يقولوا باللي ايتحمد من المجموعة انتاع 22 هو مش من المجموعة انتاع 22 ولا من المجموعة انتاع الستة وهذا لا يعني من انه هو ليس من الناس اللي شاركوا في التفجير تاع الثورة بالعكس هو كان موجود من الاربعينات هو مناظل من من رعاين الاول لانه يعني موش حاجة جديدة بالنسبة لي المهم لما هما فجروا الثورة من بعد بعد مدة داروا المؤتمر تاع الصمم اعتقد انه كان من اللجنة اللي انبثقت على المؤتمر تاع الصمم فيما بعد تباعت هذيك الطائرة هذيك اللي كانوا رايحين فيها من المغرب كانوا رايحين للتونس هكذا الاخسامي كانوا رايحين يحذروا لقاء ثمام مع اسمه اعتقد الملك انتاع المغرب وبرقيبة وفيما بعد بقى في السجنه وطيلة الفطرة هذين تاع الثورة الى غاية الاستقلال المشغره وهوه وبوذياف و المجموعة اللي كانوا معه هذيه الاخسامي نحن نجي لك خطوة خطوة بعد ما أخرج من المنظمة الخاصة بعثوها في حزب الشعب كانت حاولة إبعاد من الجزائر و راح إلى القاهرة فكانت أحد الأسباب بالأزمة البربرية فكانت نتائج كثيرة و كان من أحد الأسباب بالأزمة أنه راح يقاهرة فيما بعد و في القاهرة لم يكن في المكتب المغرب العربي شيء مثل هذا قبل تفجار ثورة هناك شيء ثاني كنت تكلمته عن الشهادة هذا الشروف أنا لا أظن أن أصحي هذا الشهادة نظن أنا فيها أشياء غير طبيعية لأنه يتكلم على كراء شوالا بارتومو يقول أنا خضر هو اللي كرالنا اللي مدلنا بارتومو مقابل أننا نسندوه و يقول أنا فيما بعد خضر قرر أنه يطردنا الشرع و يقول فيما بعد و يقول فيما بعد أنه و أسمه أن الزوج أنا الخضر يعني راح يدبز مع أبو مدل و وصلت العراق يعني حتى الأيدي و استمر العراق يعني من الثامنة إلى الحدي عشر ليلا و إحنا في زوج كنا نشوفه فيهم يعني فهذا يعني غير طبيعي يعني كيفاش زوج يتعاركوا من 8 حتى الحداش و كانان زوج راهم يهتفرجوا فيهم يعني أني هذا من الشيار متع الجزائري نظن أيً aware يعني أنه يعني الأقل الشيء هو أنه يفرق قالوا يعني ألي النحتاج الحديد Kampf لان هذي مسألة ما لازم لاش نتوقف عندها هذي تصرع حتى بين الشباب اكذا المهم احنا المياه هم هنا في هذا الموضوع هو الحديث للنضال انتاع ايتحمد هذا هوش اللي همنا اه في الموضوع المهم هو واحد من الناس المناظرين الاوائل واحد من الناس اللي شاركوا في اه تفجير الثورة واحد من الناس اللي كانوا يحملون قضية اه المهم هو في مرحلة من المراحل اه ذرك رأس تدرجتهم اه السلطات الفرنسية او في اكي الناس اللي كانوا علاقة بالسلطات الفرنسية المهم هما تم الاعتقال انتاعهم ولا الاختطاف انتاعهم بالاه المجموع هذه اللي كانوا موجودين فيها وادخلوا السجن الى غاية الاستقلال هذا الشيء اللي هنا نعم نروح نروح بالخف يعني لان شهادة يعني لازم تكون اه تكون منطقية يعني فهو ايضا يتكلم على الشهادة هذه يعني مش كوك فيها انا في رأيانا يما ذالي انه يزيد يتكلم على البشر الابراهيمي ويقول انه ورفض انه يساعدنا وكي قالوا علش صحاته او لانا شكونا هذا الشهادة يعني مش كوك فيها مش كوك فيها كثير لان ما هوش من الشيء متاع رجل مثل فاني البشر الابراهيمي انه يقول كلام كما هذا نحن نغلق القوس خلاص نغلق القوس على الانسان ونتكلم على وش كانوا يديره فلما وصل يعني القاهرة بدأت يعني كيفاش يقولوا تمثيل دبلوماسي تاع الثورة وفي ثلاثة وخمس سن كده راح يعني في في اول مرة في اول محاولة راح الاجتماع يعني في والله ما انا نذكر ماشي بانبون كان قبل في في اسيا باش يمثل يعني ثورة الجزائرية باش ومنجحش ما مصرتش يعني حاجة كبيرة لكن فيما بعد حقيقة لما انفجرت ثورة لان احد واسمه عوامل يعني نجح ثورة كان انها بدأت عسكرية في البداية لكن ما راحش تنجح عسكريا مستحيل كان لازم لها تنجح دبلوماسيا وهما يعني يعني لعبوا دور دبلوماسي كبير ففيما بعد يعني راح يعني المؤتمر بانضون بعد تعادم الانحياز على مقاظم لولا وراح لتم وهو يتكلم يعني ويقول ان كيفاش يعني كانوا ما استعرفوش كامل بهم يعني فمثلا النهر وهذا اللي كان حاكم في الهند ما كانش كان حاب يعني يكون عنده مشاكل مع فرنسا لكن هو يعني بقال تمه اصر والتحق وأقنع الناس ويعني ما حتى انه وصل انه يقنعهم بمساندة ثورة الجزائرية يعني وكان اول انتصار كبير للدبلوماسية الجزائرية لانه بدأت يعني المساندة تع دول عدم الانحياز ودول كبيرة يعني مثل مثل الهند ففيما بعد حقيقة الشي اللي قلت يعني حول حول اختطاف طائرة اختطاف طائرة ثانية ما كانش هكذا كبرجه اختطاف طائرة هاد الناس كانوا يحضروا الوسم الضربة دبلوماسية ثانية وين يعني السياسيا تولي يعني شغل قضية مغاربية على بل حتى في وسمه في نداء اول موفمبر يتكلموا على الاستقلال في اطار الشمال الافريقي هاد الناس كانوا يشوفوا يعني للمشكلة البصفية الاستعمار نعيش كمشكلة يعني محصورة في الجزائر لكن كان مشكلة عامة مشكلة تمس جميع المغرب العربي ولا تمس جميع الشمال الافريقي وجميع العالم الثالث يعني فكانوا حابان يديروا يعني نداء اه بين جميع الدول المغرب العربي وينتساند فيها القضية الجزائرية اه المشكلة هو ان الطائرة هذك المغربية اللي كانوا يعني يخدموا فيها كانوا كلهم تبين فيما بعد أنهم كانوا يخدمون واسمون ديستي فرانسيز كانوا عملاء من طيار حتى الموظيفين حتى ابتالي لما رحت من المغرب ورحت من لأن الناس تقول أن الحسن الثاني هو اللي دارها إلى أخي يتحمد كذب يعني لأن ابن بلا قال أنه الحسن الثاني وكذب قالوا لا لأن الناس اللي كانوا يخدمون لدخل الطائرة أصلا كانوا عملاء الفرنسا يعني فلما رحت العملية هذه كانت أول عملية تقرصنة في العالم يعني لأول مرة يعني الدولة تروح تدي طائرة مدنية وتقرصنة لأنني لم تكن في الأجواء الفرنسية كانت خارج الأجواء الفرنسية وتدخلها طراب الجزائري يعني في السما أعطوا الأمر للطائرة قالوا له استا موردر أمر 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 تبقى يجب أن تأخذ طائرة هذه ودخلها للطراب الوطني كيشاف بالطائرة أيضا يتحمد عندما بدأت الطائرة تدخل للطراب الوطني سيتحمد نحاها الكابوز ريفولفير وضعه في طيار قالوا لو تسلمنا نترتق لك راسك فالطيار قد بدأ خافي وقالوا يا ودي أنا لدي أولادي وانا لدي قال لك فيما بعد يتحمد شغل الريزيتة لكن في البداية قالوا يا تسلمنا تموت وبطبيعة الحال الطائرة هبطت في المطار ميزون بلانش وبهذا الطريقة يدعوا كامل الوسم الديليقاتي الأكسترير قد بدأت في الدين لفرنسا كان ضربة كبيرة الخورة الجزائرية بحيث أن جميع الديليقاتي الأكستيرير شغل دخل الحبس المهم الأخ سامي نحن لا نقدرش يعني في ندوة واحدة رايحين هو أن نحكيوا على كل النظال متاع أيضا يتحمد وإنما رايحين فقط نذكروا بعض المحطات نذكروا بعض المحطات اللي من خلالها نقدروا إحنا نستذكروا بعض الأشياء وبطبيعة الحال على جل باش نبعثوا بعض الرسائل الآن نرى نعرفنا باللي ايتحمد راهو هو واحد من الناس المناضيلين الأوائل من الرعيل الأول اللي عرفناه باللي واحد من المناضيلين اللي شاركوا في التفجر نتاع في ثورة الجزائرية وشارك على الصعيد الديبلوماسي على الصعيد السياسي المهم فيما بعد سوجينا كانت بعض الأحداث اللي كانت تسرع هو ما عنده عليها حتى ربما خبر بحكمه أنه كان موجود في السجن مثل ومثل باقي المناضلين اللي كانوا معاها بن بلا وش اسمه ربح بيطات إلى غير ذلك كانوا موجودين في السجن كانت بعض الأحداث توقع سواء داخل الجزائر ولا خارجها ربما هما ما كانوا شالة بينهم دركوا مرام خرجوا خرجوا من السجن خرجوا بعد ما وسموا اندرت هذه الاتفاقية وإن كانوا يرات الحقهم بعض الأخبار ولكن ما عندهمش تفاصيل كما ينبغي لماذا؟ لأنه مراناش مثل عصر انتاع اليوم قال مثلا واحد يسرب له هاتف تاعة تليفون والله ومن بعد وراه يتابع الأخبار والله جرائد والله كذا في ذلك الوقت ركشفت انت الأحداث كيفاش كانت تتسارع وبالإضافة إلى أنه الإعلام كان يعني باش تتصور وباش تدير مونتاج يحتاج إلى وقت وإلى غير ذلك المهم احنا ذركا ما نبقوش في هذه المرحلة احنا نخرجوا من المرحلة هذه نتعى الثورة وندخله في المرحلة نتعى الاستقلال في المرحلة نتعى الاستقلال هو أنه صرا سراع سراع بحيث هو أنه أولا نقوله من أنه يتحمد هو وكان من الناس اللي تم الانتخاب تاهم في المجلس التأسيسي من بعد بدأت تصرع بعض المشاكل السياسية بحيث هو أنه استقال من هذا المجلس التأسيسي وفيما بعد صرا سراع بينه وبين بلا أدى الى حمل السلاح هو محند أول هاج علاش هو الأخ سامي رفع السلاح يعني علاش هو رفع السلاح وعلاش ما بعد هو شكل معارضة من الخارج علاش ما بعد هو رفع السلاح يعني علاش ما بعد ذلك لما أستقلت البلاد الولايات كانت حاملة سلاحية ومن وقت فرنسا فالشيء الذي داره هو أن تحقب الولايات ثلاثة فلما خرجت إلى هذه الدليقات الأكستيريور خرجت في وسط السرع حول السلطة ما بين قيادة الأركان من جهة وما بين الحكومة المؤقتة وما بين الحكومة الأمور قام بحثاً على رأسها واسموه يسوب الخدر القصة معرفة وما بين قاعدة بوتفليقة وكان ليس لديه من الموقف رحوا بوضيا في طردهم وحضوا إلى بنبلة وفي قيادة الأركان تفهموا من بنبلة على أن بنبلة يقول رئيس وقية الأركان تعين بنبلة كرئيس وفي الكائنة السوروية نرى جميع الناس الذين طلقوهم رحوا إلى المغرب وكائن مع بومدين وفي التم المفاوضات التي كانت مبيه قيادة الأركان ومبيهن بن بلا فيما بعد الجزائر دخلت في شبه حرب أهلية بحيث مجموعة الولايات رفضت الأمر الواقع قيادة الأركان ودخلت حتى في صراع مسلح ضد الواسم وضدهم وبدأت صارت معارك والناس تتكلمت على أكثر من خمسمائة مئة ما بين الولايات الرابعة والولايات الثالثة والصراع هذا لم يخلص إلا في الحرب ضد المغرب لأنه عندما أصبح حرب الرمال وانتعد المغرب على الحدود الجزائرية ومحن دوا الحاج بالحكمة التاعوية قال لك خلاص لما العدو يطكي البلاد لا يوجد حول السلطة أو حول حاجة ونحن دفعوا الجزائر والناس الذين كانوا في منطقة القبائل أو في منطقة أخرى راحوا لكل لذاتهم الطائرات وراحوا يدفعوا الجزائر في الصحراء وكان شئ ناس راحوا يحتمعوا بحرب كان فيهم احترصص لفرنسا وراحوا يحربوا على الجزائر في منطقة القبائل ورقوا عليهم القبض مباشرة في المبعد مع علم سيلي علم سيلي هو إطار من الإطارات المخابرات الجزائرية كان في المخابرات وكان يسند كان ضد قيات الأركان ورقوا عليهم القبض في زوج وحكموا بالإعدام في زوج وقدروا أنهم يهربوا من سجن الحراش وفيما بعد يعني بدأ يهربوا يعني واحدة هرب السويسرا والآخر هرب الفرنسا درسوا القانون ولو معارضين من الخارج النقطة الثانية علش في رأيك انتا واسمه أيد حمد هو رفاع السلاح وعليش داره هو المعارضة من الخارج نعم 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 تفضل أولا كانت حالي عمر الصراع الصراع التاريخ يعني التي تتلت مظاهره مبادة الاستقلال كان أثناء الثورة وكان نتيجة اختلاف الرؤى في الرؤى من بين قيادة أركان بقيادة واري أبو الدين رحمه الله والحكومة المؤقتة بقيادة بن يوس بن خدار رحمه الله نعم اتفاقية ايبيا مجموعة من جماعة قيادة الأركان على اسم بومدين من بعض البونود يعني من من هذه الاتفاقية وكان عنده كلام الشهر تعالي قال يعني صامعة مفطرة على أجرائنا المهم وما زاد الطين بالله هو الاجتماع تامر طرابلس الذي يعني كان فاشلا ويعني زاد من ثوري صف المجاهدين في قيادة الثورية القسمة فهنا يعني افتح قوس ان ايد حمد رحمه الله يقول بان انا ذهب الى مصر والمتاقة يعني بالرئيس مصري انا ذهب جنراد بن ناصر ترجح ان يعني يعني ما يكونش ما يكونش عنده تأثير على كان اجماعة بن بالله يعني كان من المناصرين بأنني كنت ناصرية وكان ايض رحمه الله كان المؤتمر يتم داخل الجزائر ليس خارجه حتى يلتائم الشم يكونوا داخل من البلاد يعني وتروح هذه الحزازات وهذه الامور اللي سراع انتعه هو مع بن بالله سراع شخصي ولا سراع اديولوجي ولا وش هو لا هو سراع هو نتيجة نتيجة استيلاء يعني بن بالله وجماعة قيادة الأركان أنا ذاكة على السلطة بقوة بأن المعروف أنه الولاية الرابعة هي الأولى التي نزلت العاصمة بعد الاستقلال بدل تحقق بها يعني دخلوا جماعات الحكومة المؤقتة إلى الجزائر من بعد يعني جات يعني جماعة قيادة الأركان دخلت يعني بقوة وعرض أن تستولي على الحكم وكان مع معظم الولاية يعني ثالثة ورابعة يعني كما يقولوا يقاوموا يقاوموا في المعظم يعني الولايات هذا هو يعني نتيجة لهذا يعني إلا أي تحمد يعني ترك المجلس السيسي الذي كان في القيادة يعني قلت بالولاية الثالثة مع يعني يعني نحن ذو الحاج يعني لم ينتهي يعني الصراع إلا يعني بعد حرب يعني الجزائر والمغارس يعني كان صراع سياسي وكان صراع يعني يعني الخيارات يعني أي تحمد كان يدفع عن الخيار الديمقراطي يعني أجمع أخطر يعني الاتجاه الاشتراكي وهذه يعني خيارات ونهج سياسي هذا والثابت يعني في السراعة بين الجانب وعلش الخيار الاشتراكي مش دمقراطية نعم بصر خيار الاشتراكي كان طويت أنا ذاك اشتراكية بما حملت وعلش أي تحمد مش مسمي جبهة القوى الاشتراكية الاشتراكية ما يقول ما يقول طبقة الكايدة الحكمة يعني ديكتراتورية الشيوعية يعني الناج الاشتراكي اللي جابوا جابوا معهم الحزب الواحد يعني كان أسسو الحزب الواحد يعني حزب جبهة التحرير الوطني أصبحت أنا ذاك حزب جبهة التحرير الوطني وعلش هو ما نظلش داخل الأطر تع حزب جبهة التحرير كون هو أنه كان من المناظلين انتاحا ومن من الرعايل الأول وأسسوا فيما بعد هذه الجبهة تعالى القوى الاشتراكية لماذا؟ شوف أخنور الدين جبهة التحرير الوطني التاريخية التي يعني أصي سلسط 1954 كان جبهة ثورية لم تكن حزبا والحزب الذي أصي سابس من جبهة التحرير الوطني والحزب الواحد الذي تأسسه سنة 1926 في هذا كان المرحوم أي الحميد كان ضد هذه الفكرة رغم أنه جماعته كانوا الأقلية وكان انسيبه وكان هو رئيس انتاع جبهة التحرير محمد خيضر فيه على بالي كان رئيس جبهة التحرير ولكن لم يطل به الموقود في جبهة التحرير وكانت أشهر وخرج من أمن العمل لحزب جبهة التحرير الوطن كان خيار اشتراكي كان خيار معظم القادة التاريخي فأنا الأقلية أخضرت النهج آخر النهج الديمقراطي الذي كان النهج السليم ليس كان يعتمد ذلك ولكن مؤظم القادة وكان حتى كان فيها خلفيات خلفيات السيارة هذه يعني الناس الذين كانوا مثلا حزب جبهة التحرير كان مثلا من نهج مقدامة الحركة الوطنية في المتبقى فائل كما أبو زوران سائد كاين أمر أحداد أجمع كاين خلاف وكاين خلاف وكاين خلفيات لهذا السيارة يعني لم يكن مع أي تحفل في الحقيقة ولكن كان مع الكريم في القاسل وكاين ستتجرب لكن كان عنده يتمسك بالمبادئ الديمقراطية هذه هي ولكن المشكل للأخر كان بالدرجة الأولى مع الكريم بالقاسل ليس معي الحمد أو الحمد هذا شكرا لأخي راشيد راشيد هل تسمعوني عبد الرحمن الميكروفون نعم عبد الرحمن الميكروفون نعم الميكروفون من فضلك عبد الرحمن نعم 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 تفضل يا راشيد ولكن شكرا سؤال أخ نوعدين ممكن هنا في ما يتعلق بالرافع أيتحمد السلاح وعلي شكل المعارضة من الخارج رفع السلاح من المحون أيتحمد سؤال حسب وجهة نظرة والعلم لله قد أصيب قد أخطئ أمور يعني تشابك فجائرة يعني 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 عشيد استقلال يعني كان هناك صراع طاحن بين جيش الحدود وبين كما يقولون نعم دوار كانوا داخل لما نربط السلاح مثلا المرحوم أيتحمد في وجه العصبر نشوف أنه عنده الحق لماذا؟ لأنه هو من البداية كان يؤمن وربما كنا نقول إحنا مدام هو الناس جاي جايك واحد بالدبابة مستحيل أنت ترميل حبة حلوة نعم لذلك كانت حاجة جديدة بالاستقلال من منطلقات الإديولوجية والفكرية مثل المرحوم أيتحمد أنه في المجلس سيسي نعم نعم تفضل أنه في المجلس سيسي يعني هو أول جزائري اللي نادى بالتعددية لكن نشاهد أنه أصبح استحواذ كل من طرف جيش الحدود على بلادنا المستقلة ف يعني أنا مدلومش محوم على أنه رفع السلاح لأنه حتى في تلك الفطرة ما كانش عندنا دولة أصلا فقط يعني ما زالت الدولة ما شكلتش نفسها 100% وبالتالي نرجع حتى مثلا في ليبيا لما قالوا لدولة جزائر كيفاش ما تستعرفوش بنا بخوضتنا الحكومة جزائرية رغم أنه دولة جزائر حالية ما نستعرفوش بها أو جنرالات الجزائر لكن جنرالات الجزائر قالوا ليبيا أنتم مزلتم مشكلتوش دولة وكيفاش حابنا نستعرفو بكم لكن أنتم تقتلين في بعضا حبيتنا حبيتنا أنه لا يجب أن يبخوا المرحوم أيد حمد ما يتوبخوا نحن ذكرنا نحكي في الأمور هذه هي في التاريخ أيضا ما نقول نجبدو فيها من الرجل أترمز بالفضل. 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 في حمل السلاح. و من بعد أن تتحرم على الآخرين. اما هو أنك تكون سياسي. وبالتالي تلجأ للطرق السياسية. و أما أنك تلجأ للطرق Kraiq quat. بعد ما تحل حاجة نفسك. ما تحرمي على الآخرين. أنا نشوف من أنه أي تأحمد وغيره. هذا الكلام تقول من أي نتوعلم عليهم. هذه وقائع تاريخية حثت وكان بعض المسائل اللي ربما الإنسان لما يكون في مرحلة عشرين خمسة وعشرين حتى لثلاثين سنة ربما كان أشياء اللي هو ما تكونش عنده يعني فيها بعد نظر ربما يكون الحماس هذاك يغلب عليه ربما كذا فيما بعد مع الوقت هو أنه يكتشف من أنه راه كان رأسه حامي لو الآن مثلا نشوفوا اللي بالهاجع والله شخصيات واحدة أخرى تشوفوا في المرحلة نتاع العشرينات هذيك تشوفوا باللي ما زال ما وش ناضج سياسيا وانا نشوف باللي بهذا المنظر هذا وهذا لا يعني لما نقول أنا باللي أيتحمد هو غلط كي هذا السلاح بمعنى أنه راه بن بلا راه كان على الحق والله ابو مدين راه كان على الحق لا الأخطاء وقعت وكلهم يتحملوا الوزر انتاعها كان أخطاء اللي غير متعمدة أخطاء نتيجة انتاع عدم التجربة لأنه واحد منهم ما خلق رئيس انتاع دولة هذا راه مجموعة من الشباب اللي هما كانت الوطنية هذيك وكان الحب انتاع الوطن هو اللي يدفع فيهم من أجل على جلب الشيحر الوطن ولكن واحد منهم ولا كان مهيئ على جلب الشيكون هو وزير والله يكون هو رئيس دولة بالتالي الأخطاء هي اللي واجهتهم واجهتهم وسراعات واجهتهم كاين أشياء اللي هما ممكنوش دارين حساباتهم كاين بعض من الناس اللي ما عندهم حتى دراية ولا معرفة ويجي يهدر لك على جيش الحدود يا راجل انتهى الجزائي ذي راه كانت مستعمرة وهذي راه من الناس كانوا يقودوا في ثورة وكانوا مجدين مجدين رواحهم في حالة ما تخرج في رنسا هما يكونوا مهيئين انفسهم على جلبش هما ما يخليوش السلطة ذيك تروح وإلا رايحة فراسة تدير العمالة انتاعها هما كانوا مجدين انفسهم بالدبابات بالكلاش بالسلاح بالعصيب بأي حاجة كانوا مجدين رواحهم وكانوا دارين قاعدة خلفية في ذاك الوقت كانوا دارينها في تونس كانوا دارينها في المغرب إلى غير ذلك كانوا مهيئين رواحهم وهذي الإنسان اللي ما يعرفهاش والإنسان اللي يكون مش موجد روحه لها هذا ما عنده هتا علاقة بالسياسة البارحة تحدثنا على القاضية انتاع الضمار والانهيار لما ذرك هذه فرنسا كانت موجودة وكانت هي اللي تهيئ وكانت هي اللي تنظم وكانت هي اللي حاكم الإدارة وكانت هي اللي حاكم الإعلام وكانت هي اللي حاكم المفاصل انتاع الدولة الجزائرية لما تخرج واش تخليك تخليك الفوضى الفوضى العارمة تخليها ينسحبولك انت مثلا من قناة فضائية وفيما بعد انت جيب المهندسين انت على الصوت وجيب انت الممثلين وجيب انت الصحفيين وجيب انت التقنيين وجيب انت مشيها مشي الإذاعة مشي الجريدة مشي كذا مشي كذا ذركهما هذو الناس اللي كانوا موجودين على اللي يسمونه بالجيش انت على الحدود هذو ما راهمش كانوا يتفسحوا هذو راهم كانوا مسبلين رواحهم للموت وانما طبيعة الحرب هي انه لازمك تدير قاعدة خلفية لجل باش تكون انت بعيدة السرعة يعني مثلا الان را نشوفوا في حروب را تصير قدامنا كيني الناس اللي راهم هما يخوضوا في الحرب انتا ليبيا هما موجودين في ليبيا راهم موجودين في الجزائر ولا راهم موجودين في المغرب ولا موجودين في موريطانيا كيف كيف بالنسبة للعراق كيني الناس راهم يخوضوا في الحرب وراهم موجود في اليمن ولا راهم موجود منش عارفنا وحتى الى غاية التسعينات ارانا شفنا في شهاد انت على العيادة لما كانوا موجودين في المغرب قاعدة خلفية في كل الحروب هو انه لازم تكون هناك قاعدة خلفية لانه كينة اشياء اللي انتعموا واجهها انتعموا واجهها يواجهوها الناس اللي راهم مذرك هذي راها قيادة كذا شي قيادة جي في العاصمة وينجي قيادة لازم خارج خارج الحدود واللي هي تسير عندهم هما ناس اللي راهم يتصلوا بيهم على جلبش هما يبعثوا في الامدادات يبعثوا في الادوية يبعثوا في كذا ينظموا في الصفوف انتعم الجيش ولكن القاعدة خلفية ما تقدرش تكون انتا في الوسم وفي الواجهة لازم تكون قاعدة خلفية بأي داع المواجهة حتى باش هي تقدر هي تنظم كذا المهم حدث الذي حدث فيما بعد هما ناس دخلوا حقيقة هو انه تأسيس انتا الجمهورية الجزائرية لم تأسس على أسس صحيح هذا امر مفروق منه صحيح هو انه وقع فيه ظلم والظلم ما بداش بأي تحمد مع انه الحديث انتاعنا على اي تحمد الظلم ما بداش بأي تحمد ظلموا ناس اخرين من بينهم فرحة عباس فرحة عباس واللي انتخبوه كان هو الرئيس انتخاب تخبوه كان هو واللي رئيس فيما بعد دفعوه لجلبش يدير الاستقالة وذرك اي تحمد هو ما تفهمش معاهم شاف باللي هذا بن بلا راه وخرج الطريق باللي مش هذا هو الشي اللي كانوا يتحدثوا فيه مثلا في السجن مش هذا هو الاشياء اللي تفقوا عليها وما كانوا ينطلوا من اجل علاج البش يديروا الدولة الجزائرية ديمقراطية الاجتماعية في اطار المبادئ الاسلامية اللي راه مذكورها في البيانة انتها اول نوفمبر شاف من انه ناس اللي ربما وصلوا للسلطة هما ما راه مش في المستوى الاشياء اللي تفقوا عليها مش هذكي المنهجية اللي راه يمشيوا فيها صار فيه ظلم صار فيه تعدي اعتقلوا بوذياف اعتقلوه هو ايضا هو ايضا اعتقلوه حتى انه كانوا راحين يعدموه وفيما بعد ربما دخلت فيه جهات والله كذا على جلبش منعه هذك المسألة انتع الحكم وابقاه في السجن الى غاية وانه دار الانقلاب بومدينة على بنبلة وفيما بعد هو هربوه هربوه للخارج في المسألة هذه انتع القضية انتع حمل السلاح هذا خطأ خطأ فادح لماذا لانه اذا كان احنا الجزائريين نواجهوا بعضنا البعض بالسلاح رانا رايحين فيما بعد وش رايحين نديروه رايحين اول شي هو انه نرجع الى الاستعمار ورايحين نحسوا الشعب الجزائري هذا الاحساس لذلك هو انه الشعب الجزائري كان يقول سبع سنين بركات موش حب هو انه الجزائريين يتقاتلوا مع بعضهم البعض موش حبهم هو انه يدمروا الجزائري شعب الجزائري كان يبحث على جالباش هو يخرج من الاستعمار ويخرج من السياسة انتع الاستعمار للأسف شديد هو انه السياسة انتع الاستعمار بقات مستمرة مازالها موجودة الى اليوم فيما بعد ذرك هو علاش خرج للخارج خرج للخارج لانه ما يقدرش هو يعارض من الداخل ما تقدرش انت اذا كان فيه راهو انسان مستبد بالرأي انتعه وانسان هو يمنع حرية الرأي ويمنع حرية التعبير ما تقدرش انت تناظل معاه تناظل انت لما تكون انت في نظام ديمقراطي اللي راه هو اه فتح المجال انتعه الحريات وراه كين فيه التكافؤ انتعه الفرص وكين فيه هذا المثل الوسائل انتعه الدولة قال مثل الاعلام بمختلف الفرص انتعه راهها متاحة للجميع بحيث هو انك لما انت مثل تكتب بيان ولا تكتب تقرير ولا تكتب رسالة ولا تنشر في وسائل الاعلام لكن لما يكون نظام مستبد هو انه منع الكلمة الحرة منع الرأي الاخر تصير انت هو انك انت تدير مثل ندوة ولا تدير انت تجمع ولا تدير انت مسيرة ولا تدير انت اي نشاط ما يتحدثش عليه وفي المقابل يتحذلك على ما انيش عارف انا رايح نقول واحد الكلامة ما انيش عارف الجزيرة تتحرك شوف انت اشياء هكذا يجيبوا عليها ويديروا عليها ندوات ويديروا عليها هكذا اذا هو قضية المعارضة هو من حقه بشي عارض قضية انتعه هو انه المخرج للخارج فرضت عليه فرضت عليه قضية ذركه ربما هو انه لماذا هو ما 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 بقى شوي نظل في جبه التحريح هذه اعتقد من انه مسألة تعلق بالاديولوجية وهذه ان شاء الله هنجيوليها فيما بعد على جلبش نزيد ونوضحه بعض النقاط الان الاخسامي بعد هذ النقطة هذه صرا فيه سراع مع بن بلا اللي يظهر حين الان رانا كنا انتحتوا عليه وانه صرا سراع بين بن بلا و ايد حمد صرا سراع بينتهم ولذلك هو خرج للخارج وكان داخل فيه تحالف مع خيذر وعرفنا باللي خيذر راهو دا الاموال انتعجبت التحرير وفيها جزء اللي راهو اعترف به هو خيذر باللي راهو راح الفائدة انتعجبت القوى الاشتراكية كان صراع بين ايد حمد وبن بلا ومشغر هو كان صراع مع ناس اخرين لذلك هو انقلبوا عليه انقلب عليه با واسمه ابو مدينة والاجماعة المهم كيفاش هذا تفسرنا هذ السراع اللي كان ما بين بن بلا و ايد حمد فيما بعد اه صاروا في خط واحد في الف وتسعمية وخمسة وثمانيين لعلك ركتبعت الندول اللي داروها في لندن تفضل اخ خاسان اه انا قبل حب راس صفرين نعم تفضل انا قبل حب نطرع عليك سؤال نعم اثنين وستين نعم شكون هو الممثل الشرعي بتاع الجزائي شكون هو الحكومة المؤقتة ولا قيت ولا جيش الحدود شكون هو الممثل الشرعي بتاع الثورة الجزائية يا الاخ سامي اخ سامي اخ سامي بق اذا اتحذته بالمنطقة الناس اللي كانوا ديروا في الثورة يا هل تراهما الناس اللي كانوا هزين الرشاش والله الناس اللي كانوا عايشين في ليزوتيل تسمى الحكومة المؤقتة كانوا عايشين في ليزوتيل لا 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 انما ما قلت لكش الحكومة المؤقتة وتكلي ديروا الثورة الثورة سلاح اوكي اوكي ثورة اصبرني برك فسورة و كيちょ ... شوف اخ سامي شوف اذا نتحدثتو بالمنطقة نتحدثو بالمنطقة و نتحدثو بأمور تاريخية اولا هذه الحكومة المؤقتة ما الذي اعطالها الشرعية منه؟ ماذا ماذا اعطالذها الشرعية Шكون experooh اعطاله الشعب هل ترا هي حكومة منتخبة من طرف الشعب حتى يتقلينا ويجب شنا يتحتوه عليه شرعية مكاني شرعية هذي أصبرني أصبرني. وه هو الي عنده الكلاش هو الي يفرض أنه الاسم المنطق، أصبرني الأخ ساي وهذي كارثة هذه وهذه العقلية وهي الي عنده الرونجاس ولي عنده الكلاش ههو الي يفرض الشرعية ولي يفرضهم، مجهد غلط هل قتل المجاهدين يعني كان عندوا الحق انه يقتل في الولاية الرابعة والولاية الثلاثة اصبرني 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 اخ سامين ترك دورك اطراحة سؤال اصبرني فقط على جل باش نوضح بعض المسائل وحنا رأنا في نقاش على جل باش نستفادوا من بعضنا البعض وعلى جل باش نور وخوتنا اللي رأهم يتبعوا فينا بعض المعلومات اللي ربما تغيب عنهم ولا ربما ما طالعوهاش ولا ربما ندفعوهم على جل باش هما يقرأوا ولا يطالعوا بعض المعلومات التاريخية الشي المعروف يا الاخ سامي هو انه مثل ما ذكرنا وهذه الاشياء اللي احنا راني نحكيوا فيها رأيها التاريخ اللي يذكرها مانيش نذكروا فيها احنا كينا اشياء تاريخية احنا رانا ذكرناها ربما كينا منهجية ربما كينا الناس اللي ما عندهم مش منهجية في بعض المسائل هكذا المهم احنا نحاولو نديروا منهجية على جل باش نتحدثوا من منطق احنا ذكرنا شفنا من انه الحزب نتاع الشعب هذا راه هو تأسس وراه كان يقوم بنضال وكان يقوم بتابعة ومش وحده كانت فيه جمعيا تاع العلماء الجزائريين شفنا فيما بعد هو انه انشئت هذه المنظمة السرية من بعد صرات بيعه هو انه راحت هذه الطرقت هذه المنظمة السرية وصرا فيه سراع 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 داخل حزب الشعب ورانا شفنا باللي هذه القضية باللي ماهيش حاجة جديدة راها موجودة من الاربعينات بمعنى ذوك لما نوصل احنا الاثنين وستين ولا الخمسة وستين ولا الالفين راه هو سراع ممتد راه هو سراع متواصل ذركة لما تفجرت الثورة الناس اللي يفجروا الثورة اللي هما هذو المجموعة انتع اثنين وعشرين وفيما بعد اللي انبثقت عليهم المجموعة هذو انتع الستة صراع فيما بعد المؤتمر تع الصمام مؤتمر تع الصمام انبثقت عليه لجنة يعني ما يسمى الان كما نقولو بالتعبير سياسي انتعنا الان اللجنة المركزية مثلا في جبه التحرير اللجنة المركزية دي هي اللي تدير المؤتمر والله كذا وفيما بعد عندها صالحيات هذه الحكومة المؤقتة عينة روحة ولا عينوها حكومة المؤقتة عينت ضق الصراع اللي صراع راه هو صراع في المؤتمر تعطار بولس حكومة كانت موجودة موجودة سياسيا موجودة ولكن هذه الناس راه مفترقوا بالتالي هذا الشرعي انتعلى واش رك تحكي اضافة الى ذلك هذا راه واسمه بن خده راه دار الاستقالة راه دار الاستقالة ذركا حقيقة هو انه بن بلا استعمل النفوذ انتاعه بحكم العلاقات انتاعه مع جمال عبدالناصر حقيقة هو انه بومدين استعمل النفوذ انتاعه بحكم هو انه كان رئيس الاركان ولكن لما نجيو احنا للتسلسل التاريخي نعرف بلي بومدين راه استقال وراه هذا بن خده بنفسه اطلب منه الى جلباش يواصل المهم انتاعه وفيما بعد عشية الاستقلال حبي يعزله راه دار الاستقالة تاع القيادة انتاع الاركان هذا بومدين دار الاستقالة قبل لما صرعه سراع بينه وبين بين اسمه فرحة عباس ومن بعد على اثر ذلك اللي فيما بعد جاءت الحكومة المؤقتة الثانية ومن بعد هو اطلب منه هذا بن خده اطلب من بومدين على جلباش يعدل على هذك الامر انتاع الاستقالة وعلى جلباش يبقى في القاضية هذي الاخ سامي هذي انتاع انه قال مثل نحملوا جهة واحدة بارك قال باللي راه مثل بومدين ولا راه غير بومدين بن بلا اللي راه اخطأ والناس الاخرين لا لا راههم ديمقراطيين وراهم كذا وهذه هم اللي لا انا انا من رأيي هو انه كان بعض الاشياء اللي حدثت ما كانتش ربما عندهم الدراية الكاملة لانه هذو ناس رهم كانوا في مرحلة انتاع شباب وكانوا هما ناس عندهم طموح على جلباش يحروا البلاد وما كانتش عندهم معرفة لا بالادارة ولا بتسير الامور وبالتالي اخطأوا بالاضافة الى ذلك كانت فيهم ناس اللي ربما تحرك فيهم هذه الزعامة والله تحرك فيهم المشيخاء والمهم فيما بعد ارتكبت كوارث تفضل الاخسن سامي معا رمهات الشريع اللي انقلاب سنين وستين هو كان الكارثة هو كان الكارثة موحدة لدت الكوارث بتاع جميع اللي انا نعرفوها حتى الان وان الجيش يفرض المنطق التاعه يعني بالقوة ما تفرضش المنطق التاعك بالقوة عندك حكومة يا سيدي ما عجبكش الحال عارض في اطار الحكومة ديلك ما تجيب ليش انا دي بلاندي وتدخل على الناس وتقتلوا وتجيب ناس من الحدود ويقتلوا المجاهدين من الصحاح اللي كانوا يعني في الجبال في هذا الوقت اللي كلاهم النطال وكلاهم الشر وكلاهم وين رانا رايحين بالعقل من هذا الوقت رانا نعيشوا نفس الشيء يعني نفس الحلقة اللي صارت في نين وستين راي تتعاود وين الجيش هو لعين الرئيس وين الجيش هو لقرر وين الجيش وين المؤسسات ما يصعرش بها كمان عندك حكومة مواقتة عندك رئيس تاع حكومة مواقتة علاش معارضش في اطارها بالحكومة علاش بالقتل علاش بالقوة ايه هذا هو المشكل ومبعد تزيد تحكم يعني ناس تاع الحدود لبلاندي هذو تاع الحدود وتقتلوا المجاهدين بهم يعني وين رايحة هكذا وهذا هو اللي جاء لهذا اللي وصل وين رانا الان حاليا يعني مثل نين وستين بدات عالعوج وبدات عالأمر الواقع وبدات عالقوة وانا اللي عندي لبلاندي وانا اللي نقرر وانتزن فمك وانا اللي نعين الرؤاسة وانت متانتحوش قاعد تفهم يا ابن عمي اذا كان الحكومة المواقتة هي الحكومة هي الاممة الشرعية تاع الشعب الجزائري بان خلاص رايحنا نعرضه في اطار الحكومة المواقتة هو عندك بن خداء كامرأيس لماذا انت تجي لا 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 هذه قضية حكومة الشرعية تاع الشعب الجزائري هذه كلمة مش دقيقة مش دقيقة هذه تاع الشعب الجزائري على اسس واش هذه وراها من ناس كانوا يقوموا بثورة مش قضية تاع الشرعية شعبية هذه شرعية شعبية دخلوا كانوا يقولوا مثلا راه هجرات فيها انتخابات وراها فيها اغلبية لا لا ماشي قاضية مش مش هكذاك مش بالاسمه ذك ذك إذا كان الحكومة المواقتة ما عندها الشرعية كل يمج شرعية بمبي بأي حق يروح يخير يعني رئيس ويحطه يعني على بأي حق هذا نفس الشيء يا رجل 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 يا سيدي جاوب جاوبنا على السؤال هذا سيدي ما الذي جعل هذا اي تحمد يتحلف مع بنبله فهمنا في هذا الاشكال ويقول لي وبعد ما كان هو يقمع في اي تحمد ويسجنوا يقول لي هو وياه يتعاونوا على جل باش يطيعوا النظام اللي يراهوا في الحاكم الحكم نحن ابو مدين اراه وراه مشاء وراه وشاذلي هو هو اللي يحكم وشاذلي هو اللي يطلق في الف وتسعمية وخمسة وثمانين اي 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 شاذلي هو اللي يطلق بنبله كان في الاقامة الجبرية في المسيلة هو اللي طلقوه فيما بعد راهوا دار لقاء في لندن هو ويتحمد ولاو صحاب هذاك لقاء واحد اخر هذاك راك تتكلم على لقاءتها معارضة احنا رأنا نتكلموه على الاسبوع على الانقلاب اللي صرف مين وستين مكانش علاقة ممكنش تجيب لي العلاقة على الانقلاب مع اللقاءتها على المعارضة اللقاء اذك تعال معارضة قصة واحد اخرى خلاص اللقاء المعارضة ذلك هو اللي حضروا اللي داروه هو علم سيلي وعلى جاله اللي مات علم سيلي علم سيلي كان انسان كما عبانا عقبا كان انسان سيتيتا انفيدراتور كان موحد كان يشوف ان المعارضات تكون قوية لما يعني المعارضة تتحد فهذا كان احد كوادر يعني كان احد كوادر المخابرات وتنحكم وعذب وحكم عليه بالإعداد وخرجوا الله فيما بعد محامين وهو اللي يدار هذا اللقاء يعني هو اللي يقرب يعني لوجهات النظر ما بين بين بلا وما بين اي تحمد وخلالهم يديروا النداء هذاك تعالوندر تعالف وتسعمية خمسة تبنيه ثلث سنين فيما بعد قتل يعني بعثوا له بعثوا له المخابرات يعني في فرنسا وقتلوه وشو المحتوى؟ المحتوى الأخ خاصة منتع اللقاء هذاك؟ هذاك لقاء واحدة أخر يعني هذاك في حقات الأمر هو من أجل الديمقراطية من أجل نفس المبادئ يعني يعني يرسأ الديمقراطية إلى آخرين الف وتسعمية خمسة وثمانين وهو كان يعني اللي حاب يشوفها يعني الحلقة هذه تا يوتيوب رأي موجودة يعني اللي حاب المحاضرة لداروها في هذا الوقت كانوا نداء يعني من أجل الانفتاح الديمقراطي من أجل التعددية الحزبية من أجل احترام حقوق الإنسان إلى آخرين فيما بعد في المصرات يعني حدث أوكتوبر ثمانية وثمانيين زاد عود دخل دخل بمبلة دخل لا يتحمد بوضيا في رفض أنه يدخل يعني يعني اتصل به قال كي يتحمد هنا لما لمصرات أوكتوبر ولا مصر الدستورة بالثمانية قال كأنه أول واحد اتصلت به هو بودياب وطلب منه أنه يدخل وبودياب قال له شيء اللي رأى حد منه هو عبارة عن هف الهف وهو نسهد وراحين يفتحوها من أجل أنه يكملوا في السلطة كان عنده نظرة واقعية يعني للأحداث وقال لهم بلأنه راحين يغلقوا يعني اللعب فيما بعد وهذا واش حدث بالفعل يعني فيما بعد فراحوا تصلوا به لعبولوا على النبرة التاع الوطنية يعني يقالوا من الدولار قبل أخ سامي أخ سامي قبل ما نروحوا للبوذياف قبل ما نروحوا للبوذياف والقضية انتا الاغتيال تاعه بل حتى الاقتراح انتا ايتحمد كرئيس نحن نعرف من أنه ذك نقوله باللي ايتحمد ربما هذا يبقى تبقى فراضية ولا يبقى تحليل نقوله احنا باللي ايتحمد كان في المرحلة انتا الشباب بتاعه ربما كانت عنده بعض الأخطاء ربما وصل الى مستوى من النضج السياسي بحيث هو أنه جد فرصة هذه انتا اللقاء اللي كيما كنت تقول انتا ياه هو أنه كان المهندس انتاح هذا مسيلي ربي يرحمه وربي يرحمهم جميعا وربي يرحم كل الجزائريين والجزائريات اللي توفوا اه وصلوا الى مستوى من النضج ايضا ابن بلا كان ربما غروا هذك البهرج هذك انت على القنوات الفضائية كانت في ذلك الوقت قانت فضائية حاجة حاجة كبيرة وكانت كان يشوف روح بل زعيم وبعدما اهينا وبعدما ادخل وعاش مرحلة كبيرة من حياة انتا وتحت الاقامة الجبرية راح تلو الحريات هذك اللي هو كان يتمتع بها وكان ينحفها للناس وربما وصلت له هذك القناعة على جلبشهما يديروا ارضية مشتركة ويناديوا بها الجزائريين والجزائريات باش يلتفوا حولهم حتى باش يديروا نظام ديمقراطي اسيدين فوتوا هذه النقطة هذين تاع الخمسة وثمانين حدثة الاحداث انتاع الثمانية وثمانين اران انا عرفنا وتحدثنا في وقت سابق من انه كان فيها جزء مفتعل وفيها جزء نابع من الاراضة انتاع شعب حدث ما حدث توفوا ناس تعذبوا ناس الى غير ذلك النظام هذا ممثلا في شاذلي بن جديد وحمروش قروا على جل باش تكون هناك اصلاحات وداروا تعديل انتاع الدستور اللي كان تاع تسعة وثمانين اذاك وفتحوا المجال للحريات جاء يتحمد دار حزب سياسي بشكل رسمي في الجزائر تعجبة القوى اشتراكية وبنبلة دار حزب ثاني ايضا راح لي الاسم انتاع ومانيش عارفي لك انتقدر تذكرني حركة حركة ام دي اعتقد هكذا لا لا تاع بنبلة اخ سامي تاع الام دي اغيب المهم بنبلة دار حزب اي تحمد دار حزب فيما بعد اجريت الانتخابات البلدية وفاز الحزب تاع الجبال الاسلامية بالانتخابات بالاضافة الى انه صارت مشاكل وانه وقع فيها وسمه تعديل انتاع بعض القوانين وتقسيم الدوائر المهم دخلوا انتاع الفيس في اضراب في الف وتسعمية و واحد وتسعين في ماي جوان واحد وتسعين من بعد جات الانتخابات الشرعية او فاز الفيس بالانتخابات الشرعية في هذه المرحلة الاخ سامي بعد ما ارجع ايتحمد من الخارج عاود هو انشط في الحزب وقبل ما يجي بوضياف ايتحمد لما داروا الانتخابات الشرعية هو كان من بين الاوائل يعني هما داروا الانتخابات في 26 ديسمبر اعتقد البروميو والله دو ماني شافي بالضبط ولكن تكون في بداية جونفي قبل ما يدوروا الانقلاب هو اول واحد اللي قال لا لدولة طالبان وخرج دار مسيرة في الجزار ما تشوفش من انه هو هيئة الارضية للنظام على جل بشي دير الانقلاب واللي فيما بعد هو رفض الانقلاب بشكل اعلاني ما تشوفش من انه هو من اعطى الارضية للنظام على جل بشي دير الانقلاب يعني نظاره جمعته اولا يعني حول انفتاح الديمقراطي يعني انا في هذه المرحلة كنت صغير كنت في المرحلة السيام والليسي وفي هذه المرحلة انا شخصيا الموقف شخصيا انا كنت ضد كل هذا انا كنت نشوف ان هذه المرحلة هي عبارة عن كارنفال فيتشرا فالفيلم الذي داروا عريوات يعني في 91 هكذا كل 92 حقيقة يعني خير ما تقرأ الف كتاب على المرحلة تشوف في الملك تفهم يعني علش انا كنت ضد هذه المرحلة كان كارنفال وكارنفال حقيقي انا فيما يخصني انا انا كنت لها افافاس فلنكن ضد عم الطرف للطرف انا شوف انا هذا كارنفال من بعد فيما بعد ولا خطر على البلاد وانه اذا كملنا هكذا سيحرق البلاد وهذا واش بالفعل فيما يخص يعني الافافاس اولا نرفض ان يشارك في الانتخابات الاولى تاع 90 تاع البلدية لانه كان يشوف ان هذه الانتخابات ما عندها اي معنى وشارك في الانتخابات يعني تاع تاع الشريعيات تاع ديسمبر والله ما انا انا مذكر عنده 25 مقاعد وشي كما من هذا النوع كان رقم 2 كان بعد الفيس بعد جال تقصد انتخابات شريعية انتخابات شريعية انتخابات شريعية او اللي كلاسة الدوزيام اي تحمد افافاس كان دوزيام بصح وما كانوا دارو يعني شغل قانون عجيب غريب يعني بحيث ان ما هوش بعدد المصوطين دارو قانون هو ان الافالان هو اللي يدل اغلب بياني بحيث انا ما اتفهم فيها اولو يعني الافالان كان على مقارن عنده اكثر مصوطين من الافافاس واخذها خمسة او لا عشرة مقاعد وفي نفس الوقت يعني الفيس كان عنده ضعف التصويق اللي كان عنده الافافاس والالفيس حاجة كما هذي يعني وده يعني تقريب الاغلبية دارو قانون كان نورمال مو يخليهم هما اللي يدلوا الاغلبية وتقلبت الآياه فيما بعد فيما يخص التسلسل تا الاحداث اه انا نذكر يعني شهادة دارها هو في اضراب الفيس قال لك انه راح لعباسي مدني وحذره يعني من هذا الاضراب وقال له ان هذا الاضراب ما راحش بتطيع على رسنا الكل ويقول انه ما مصنط ليش ما حبش يفهم يعني وكمل في الاضراب وبعد تسلسل تا الاحداث والقيام قبض على زوجها دوك اما بعد في فوز يعني الفيس يعني في الانتخابات فهو يعني خرج في مسيرة كبيرة مسيرة يعني كانت تقريب بين 800 الف الى مليون شخص وان كان ضد دولة دكتاتورية لكن كان ضد ايضا الانحرافات على الاسلامويين اللي كانوا يعني كان طيار على ذاك مجنون كان حاب يعني بدى يكفر في العباد وكان بدى يتجاوز يعني الخطوط الحمراء فكان ضدهم للزوج يعني وكان حاب ينفرض يعني نوع من من القوة الثالثة يعني في الجزائر وطنية اخي سامي وضد تجاوزة الاسلامويين وضد تجاوزة السلطة في نفس الوقت اخ سامي اذا وش فهمت من خلال الكلام متاعك هو ان ايتحمد في تلك المرحلة المسيرة اللي دارها هو من اجل على جل باش يدفع الاسلاميين باش يعدلوا من الخطمتاهم ايه هذي بالضبط اما القول ان ايتحمد كان معاوقف المصر الانتخابي هذا كذب يعني يجب ان تكتبني حخصة النظام النظام استعملها المسيرة وقال لك بلي هول شعب كان معانا ودر مسيرة وقال لك لازم توقف المصر الانتخابي استعملها نظار استعملها بنظار بدليل هو انه لما انا شفته وهذرت له وحتى انه صار نقاش بيناتهم في المحكمة انت باريس في القضية انت احبي بسويدية انا كنت ثمة كي جل ثمة قالوا احد الكلام من الزار قالوا نو قالوا ما قلت لك شانية تكذب انا قرأت الكتاب على المحكمة يعني قرأت الكل وقال ليلة عسلاوي قالت نفس الشي قالت باللي ان الجزائرين هاو داروا لي ما قلت شد هفافاس قالت الديمقراطيين للشعب بطن الشارع وقال نحبس المصارى الانتخابي يعني اي تحمد طرحوله نفس السؤال قالوا له هاو كان عندنا ليلة عسلاوي مبارح وقالت ليلة الشعب طلب في المسارة التاعكم انه يوقف المصارى قالوا هذين الناس عندهم مشكلة مع الاذن تاعهم قالوا مباشرة فيما بعد بحيث انه هو دار خيطات في المسارة هذيك وان كان يعني وضح يعني الافافاس اذا ان الخروج انت ايتحمد في هذيك المسارة فستروه هذو الجماعة انتع البوفوار في ذلك الوقت مصداره جماعته فستروه على اساس انه لابد هو انه يتم وقف الاسلاميين مع انه هو كان ضد الدول البوليسية نعم هو كان ضد توقف المسارة لانه هو يعني حتى في الانتخابات قالوا ماذا ما مقبلتوش بالانتخابات الوين رانا رايحين رانا رايحين دبابة ورشاش يعني فاذا كان المسار الانتخابي رايح نوقفه مانش مجنون فوقف المسار الانتخابي هذا هو اللي راح يعني يسيل دماء الجزائريين بحيث ان المشكلة كان عندهم موقف حكيم للغاية هو ان الناس الراديكاليين الاسلامويين والنظام يعني يعني يشتم عليهم اللعبة الديمقراطية نعم شكرا اخي سامي اصبرنا نعطي الاخوة واسمه عبد الرحمن ومن بعد سامر اصبر الاخ سامر لانه كان عم الاخ عبد الرحمن اخذ الكلمة للاسف شديد وانه كان عنده خلل في الخطنتاو الاخ عبد الرحمن الان رانا في تسعينات رانا في تسعينات وانه جبهة القوى الاشتراكية دخلت في الانتخابات او ايضا كانوا من الناس اللي فازوا بعدة مقاعد اعتقد 25 مقعد في البرلمان وفيما بعد هما داروا مسيرة او كانوا يقولوا باللي لا الدولة انت اعطى ليبا لا الدولة الدينية ولا الدولة البوليسية هل تاراتشوف انتاو انه هذيك المسيرة هي اللي اعطات الفرصة لهذه الا جماعة انتعه عن الزار جماعة هذا انتعه انقاذ الجزائر هذي هما اللي اعطت لهم هذيك المسيرة أعطيت لهم الفرصة على جلبه يديروا الإنقلاب وفيما بعد علاش أيتحمد بعدما جابوا بوظياف وداروه رئيس بوظياف اللي في البداية رأنا شفنا باللي رفض على جلبه يمشي بومدين وفيما بعد جابوا نزار مش حتى بومدين جابوا نزار وصار هو رئيس علاش أيتحمد رفض الرئاسة وفيما بعد الترشح في الانتخابات تا 99 نعم أخي نور الدين قبل أن أقول في الموضوع أود أن أبين شيئا أن أولئيا بغير الإنسان أن مباشرة الموضوع في طياطر قاضب أحكام القيمة أول بما يخص الجبل الإسلامي قبل أن أقول في الموضوع جبل الإسلامي رفضت وجهي وجهي الأول أو نسخاتين بالأحرى النسخة الأولى هي النسخة التي تأسس بها ونسخة ثانية التي تتحجأت بعدها حتى مقابلها ومتعبتنا وكانت فاقضها حشانا نعم وصفي يعني النسخة ثانية بأننا نسخة ثانية نسخة إسلامية أنا أصفي وأننا نشاهد رجل كان له معرفة دقيقة لكيفية إرساء الدولة المدانية وأنا بشاهدة الجامعة بين أستاذ أحمد طالبي إبراهيمي وبشاهدة المرحوبة ولكن هذه الأخ عبد الرحمن هذه شاهدة أحمد طالبي إبراهيمي هذه ظهرت عندها يومين نحن نحكيه في المرحلة هذيك نعم نعم هذا فيما يقص يعني يعني الوصف يعني القاضية أن الإسلامويين أو كذا نرغم أني ما عندي حتى علاقة من الإسلام من حيات الأخروج ولكن حتى يبين الإنسان يعني وجهة النار نعم 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 وعيادها وإلى الناس يعني فاعلون أجل أي شكل حقوق المساعدة أو المساعدة يعني فدها ففي مرحلة من العجاية وهي أظهر لي أنه وهو إنك المساطر وما إلى الحركات السياسية آسف جدا أخي عبد الرحمن نراه الخطم تاعة كهلا بلك ركما بعد تشوفه لما يخرج الصوت رك تشوفه آسف جدا وأنه نأخذ منك الكلمة تفضل الأخ سامير سامير من أمريكا أخ سامير نحن نرنا في التشعينات تفضل نعم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تحية لك والأخ سامير بارك الله فيها على الإفادة لو يفيدنا بها فقط يعني أنا رأي نتعلم وإن شاء اللي نسمع وكل حقنا النقطة هذه نقول تحليق وإن شاء الله أربي يسمحني نشوف كما يعني بلدي الكلام تاع الإخوة يعني ولا صح ولا صح وش كان يقول أخ سامي ولا صح هكذا يعني خطأ كبير عملوا عملوا حسين أيد حمد لما خرج بعد الانتخابات تاع الجبهة الإسلامية ذلك لأن السبب الذي يذكره الإخوة ليس سبب مقنع ليس سبب مقنع وهذا السبب نفسه رد عليه كما ذكرته أن ليلا عسلاوي كانت تقول ما تقول في المسيرة تاعو فهو علق قال هذو ناس نعم نعم فهو علق حسين أيد حمد علق قال بالله هذو من ناس ما عندهم مش هودينين ما مش يسمعوا يعني ما سمعوا لوش عن كلام طيّد وهذو من الأتباع تاعو فما تقدرش لا 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 للا عسلاوي مش من الأتباع تاعو نعم صح كنت معلي في المسيرة تاعو لا للا عسلاوي كنت وزيرة يا رجل للا عسلاوي كنت وزيرة ذك هو راهو كانوا بعض الناس اللي رانا شفنا من خلال الأحداث هو أنه كانوا ناس كانت تتوجه فيهم الأجهزة على المخابرات هذا شيء راهو الآن يتأكد يوما في يوما اللي كان عنده ضبابة راهت تنحاله كان أشياء راهها يوما في يوما تتأكد ولكن كما كان يقول الأخ عبد الرحمن هو من حقه من حقه على جلبش يرفض حتى النتائج من حقه يرفض النتائج من حقه على جلبش هو يعبر يدير لافيتات لا للدولة البوليسية ولكن منطقيا ما زال ما درناش الدولة الديمقراطية ما زال ما راناش في السويس ولا في فرنسا قال مثلا تروح تدير انت مسيرة ومن بعد تروح الناس ترجع إلى ديارها ومن بعد راح المطالب هذي اللي انترك راح تديرها راح نستقرعها وراح تأخذها بعين الاتبار احنا رانا ما زلنا في النواة الأولى وهذا الناس رهم كانوا يتربصوا على جلبش تعطى لهم الفرصة وعطيت لهم الفرصة مش غير المسيرة نتاع الافافاس وعطيت لهم الفرصة الناس اللي حملوا السلاح اعطوا الفرصة للنظام الناس اللي هما كانوا يحركوا فيهم من أجل الطعن في الانتخابات ايضا كانوا هما يهيئوا أنا نشوف أن أنا خطأ يعني أنا ما فهمتش كيفاش نورما مو يكون محنك مقبل ذكرنا أنه ربما تهور الشباب ونقص الحكمة وعدم الاستعداد ولا الاستشارة الاستشارة لدولة اللي راح تعقب احتلال تعقب عدو 1962 هو اللي خلاه مثلا يصرى هذا كل اللي صرى ويحمل السلاحة على بعضهم بعض لكن أرانا في التسعينات 30 سنة من بعد تخرج بسبب لا لدولة طاليبان هل هو عباس ميداني ما هو يقعد معنا في القهوة أعضاء الجبهة المكتب التأسيسي أعضاء سياسيين اللي في الجبهة الإسلامية اللي إنقاذ ما هو يقعدوا في القهوة أراهم سياسيين كما هو بالمفروض هو يعرف إليه صح واحد فيهم طاليبان يقولوا له ما شاء الله هم ذاك الحق ولكن تحكم على واحد واحد عادي هكاك يرفع شعار طاليبان وتقول أن نلفيس هكذا هذا خطأ كبير هذي قراءة خاطئة يا أخي تشيه هكذا هل هل الجبهة الإسلامية إنقاذ رفعت شعار طاليبان هل الجبهة الإسلامية إنقاذ رفعت شعار من شعار فناية تعهد وكل يعني يكون خطاب رسمي كان هنا يكون عنده مبرر نعم نعم إنه يخرج أما هكذاك وخاصة إنها تجربة فتية ما هذا خطأ فادح وكما قلت أنت حقيقة ما تفرصة يعني يعني هذي الجماعة الرونجاس خلاص هذي يجبدوا هذي السياسيين يجبدوا وحدهم يقول هم حنا نحن لها هذي هنحو لكم هذي ما تطاليبان وهذا حقيقة لكن المفروض هو محنك يدرس هذي الشيء زائد وما تشوف ما تشوف أن أخ سامر لنخليك تكمل المداخلة متشوف أنت من أن الخطاب اللي كان موجود أنا ذاك وين أنه كانوا بعض الناس اللي كانوا يناديوا بالجهات يعني ما تشوف أنت من أن الخطاب هذك أيضا هو اللي دفع أي تحمد على جلبه شوى كما يقول يدق النقوس الخطر فيما بعد لا شك هو أنه كان الناس يستغل ذرك الناس ستستغل في الجنازة وهو ميت من السياسيين ذرك غدوة تشوفهم في الجنازة وتقول أنت يا سبحان الله تبقى أنت توحد في ربي ذرك ما رأه غير هو برك مثلا أي تحمد اللي رأه ذرك هو أعطى الفرصة للنظام أيضا فيه ناس من الإسلاميين الحمقى بين قوسين اللي هما أيضا أعطاوا فرصة أيضا للنظار والجماعة نتاعه ومنهم من لا زال إلي اليوم يعني رغم الشي اللي حدث في البلاد ما زال إلي اليوم رأه يمد في الكادوات للجماعة نتاع 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 بارك الله فيك نقطة مليحة من ديت هذا أخمر الدين ولكن نحن الآن نقيم حسين حمد ربي الرحم نعم لو مثلا نديرو حصة على الجبال الإنقاذ نبردو قلوبنا عدنا ما نحضر نديروها نديروها إن شاء الله نحكو على المسيرة التاع ورحمة الله عليه ونقيم هذا الفعل الذي قدرت وهذا هو السؤال السؤال أنا نشوف أنه خطأ هذا نظرة بتاعي نظرة عينا نقول أنه كان خطأ كان من المفروض ولو ولو كما قلت أنت كالناس ورفعوا شعار الجهد هل ذلك الكلام تتبناه هذا الحزب جبه الإسلامي الإنقاذ هل هو شعار رسمي هل هو يعني مطلب من مطالب الرسمية اللي راح يتأس الجبه الإسلامي الإنقاذ ولا أي حزب هنا يكون كلام أما يكون واحد يطر ولا إيمان في جامعة ولا حتى عشرين إيمان في جامعة ولو يكون ينخرط الجبه الإسلامي إنقاذ الإنقاذ تعمل كما يقول أي هيئة علامية تقول نحن متبرين هذا الكلام وطنك ما شيء رسمي نحن متبرين هذا أمر واضح في السياسة الأمر نقطة نحن نقول هكذلك نعم ولو نسلم جدلا على هذا كما قال أخ عبد الرحمن إنه منحقه وصح منحقه منحقه يعمل مسيرات والديمقراطية والقانون والبستوري يعني يسمح له إنه يعمل هذا الشيء لكن في البلدان الديمقراطية رأنا كي تكون صراعات سياسية هكاو وين تحتكمل الصندوق هل صراع هل صراع وين كانت وين فاس حزق ولا فاس يعني صندوق هذرت والطرف الآخر وين يخرج يقول لا لا لماذا وين مفيدة أنك تخرج يعني تقول سألغي هذا القانون تعد ديمقراطية أنا لا أريد التحكم إلى الصندوق كما مفروض تكون مع أول قال يا أخوة من مدوش الاعتماد الحزب كما هكا يطرف أما أنك تقبل اللعبة السياسية وبعدتك كما تمتلك اللعبة تقول لا 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 هذا هذا شغل فالطوضة يعني بالمفروض أنا بالنسبة لي كان خطأ كبير كان خطأ كبير وراح من بعد سنتي جديو راح يقعد معها دوم الناس يقول عليهم قالبة راح يقعد معهم ويقول إيه هاي سيدي نعود نولو لطب شكرا لطب شكرا لأخ سامير ردنا نعود ونرجع لبعض النقاط لأخ سليمان منوهران مرحبا بيك وعليكم السلام أخ سليمان الموضوع تعني الله يبرك فيك ربي أحفظك أخ سليمان الموضوع تعني اليوم وحول حسين أيت أحمد الله يرحمه أرى نتحدث في بعض الأمور السياسية التي تتعلق بالمسير نتعو فيها أشياء إيجابية وفيها أشياء اللي ربما لديها تحفظات نختلف معه نعم ويا مردين كنت نتنبع فيكم من البدايات في إذاعة وطبيق نعم إذن نضيف نقطة ولا توضيح على الشكل اللي قال في آخر فيما يخص آخر نقطة التي يحتوي عليها نعم المتعلقة لنوقف تاع الزعيم فوسين أيض رحمه الله فيما يخص النتائج تاع الانتخابات والمسيرة التي دارها في جنبي 92 لأن المسيرة دارت في بداية جنبي 92 نعم للشهادة والتاريخ نتكلم على زعيم وطني وإنسان توفى أولا زعيم حسين أيض تحمد مخرش للشارع بشي ينادي بوقف الانتخابات إنما المسيرة مضمها حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان على رأسهم مرحوم مهري رحمه الله وجبهة القيادة الاشتراكية وطالبوا فيها من القيادة السياسية للبلاد ومن الجيش أنهم يكملوا في الانتخابات ويوصلوا للدور التاني لا 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 مش هذا هو اللي نحن رأي نحكي وعليها هذه كراها زاد سراء زاد سراء اتصال بعد ما حدث فيه اتصال بين حشاني وأيتحمد ومهري فيما بعد أيتحمد ربما تبدلت النظر أن تعوي لما أحكى مع حشاني وعرفوا باللي رأوا إنسان ابن مجاهد وكذا ربما تبدل لك النظر تعوي أنا رأي نعم الحمد لله ركو نطلع للخيفيات حقيقة تلاقى مع حشاني ومهري وصرات أمور بينهم وتفاهموا لكي يكملوا عن لكي يخرجوا للشارع من أجل مطالبة بالاستمرار في الانتخابات شخص كما الزعيم الحسين آي أيتحمد رحمه الله شخصية فده إنسان الذي كرس الحياة التاعه للدفاع عن الجزائر عرض فعليه السلطة كما قلتون في 92 وارفضها لأنه إنسان لم يكن يحوص على السلطة من أجل السلطة كما الأغلبية تعلن المسائل تعلن حاليا الحسين آي أيتحمد رحمه الله كان إنسان الذي حوص الهدف الأسمى هو أن الجزائر تصل بشتكو الدولة الديمقراطية بأتم معنى الكلمة والفيصل الوحيد ما بين الأحزاب سياسية وصندوق هذه النظر وكذلك لم يكن عندها هذه النظر ربما كان قبل المنصب رئيس دولة التي عرضها عليه خالد بن الزار في البداية 98 خلفا للرئيش شيد بن جديد رحمه الله نسمع نعم من يسمع فيك هذا ما علي ما نقول في هذه المطاورة في الاستماع معجل نعم شكرا أخي سليمان الميكروفون فقط المهم أعتقد هو أنه كان فيه مقطع نقدر نسمعه مع بعض أنا ما نقول باللي كان مع الإنقلاب بالعكس هو كان ضد الإنقلاب ولكن ربما الموقف انتاع وانتاع المسيرة في السراء على أساس أنه أعطى الفرصة لهذك الناس هو أعطى لهم الفرصة على جلب بشهما يديروا الإنقلاب يعني نقدر نسمع كين مقطع هو راه منشور لأنه فسر الموقف انتاع لكن فيه ناس استغلوه استغلوا هذاك الحدث مثل ما راهم يستغلوا المواقف الآن راها الجنازة انتاع وراها تستغل را نشوف باللي راها شخصيات اللي كانوا في وقت من الأوقات في وسائل الإعلام المختلفة كانوا يعتبروه باللي خائن وكانوا يعتبروه باللي كذا راهم الآن يعني يستغلوا في الموقف هذا من أجل على جلب اللي قال باللي هذا الناس راهم مهم نحن را نشوف فيها نقدر الآن نشوف كين مقطع المهم الإخوة والأخوات نحن على المباشر ربما نشوف كين مقطع راهم نشوف نحن نحن دعو نحن نحن لانسى الانستان بارد الفيس لانسى مال موبا جارة Il a rèunioni. Il nous indique simplement que nous serons informés en temps utile. Avec l'annulation officielle des élections hier soir le Front islamique du salut semble pris au piège. Rive d'une victoire légitime par un coup d'État constitutionnel. Sa marche de manœuvre est désormais restreinte. Celui-ci, je vous sois très important. C'était unbreakable à l'un des élections. C'est peut-être que c'est ce qui se déclare dans le pull. Le 시 professionnel. C'est ce qui a été fait. اللي هو جاء مباشرة انتع المسيرة المسيرة انتع الجبهة القوى الاشتراكية رح موجود موجود يعني تقدروا تبحثوا عليه في اليوتيوب والله في الديلي موسيون ممكن كشما واحد من الاخوة يذكرنا به يعني من الاخوة اللي رحوا يتابعوا وكان فيه تسجيل وانه كان فيه اه شعارات يعني روفي عتلة لدولة طالبان يعني هذا المسألة ما رانيش نقول فيها من رأسي لا لدولة ايران في المسألة واضحة المهم احنا فقط على جل باش نذكره ببعض المحطات ما رانيش احنا نقوله من اجل باش نشوهه تاريخ انتع وسمه ايت حمد بالعكس نطرحمه عليه هو واحد من الناس المناظلين وواحد من الناس اللي يشاركوا في تحرير انتع الجزائر ولكن هذه المحطات على جل نذكره فيها بعيدا عن الاعلام هذا كنتع تضليل هذا كنتع تحرير اننا نحكيه في حقائق نحكيه في حقائق اه وهذه فرصة على جل باش نبعثوا رسائل للناس اللي رام في السلطة للمعارضين على جل باش ما تعودش تتكرر هذا المهازل اللي وقعت في وقت سابق بكم نشوفوا احنا اه بعد ما وقع اللي وقع في اه سنة الف وتسعمية واثنين وتسعين بعد ما داروا الانقلاب راحوا جابوا اه بوظيف وقبل ما يروحوا ليها عرضوا الرئاسة على ايت حمد وارفظ وراكم اه اذا تبعتوا الحوارة في انتعنا فيه واحد من اه اللي شارك معنا في الحوار في اله بالضبط في الحوار اللي درناه مع ناصر اه ولد بوظيف وين انو قال باللي انا كنت حاضر هذاك محمد معايز هذا رها بلسان ورها موثقة قال باللي كنت حاضر في وزارة الدفاع الوطني عايط لهم خالد نزار وقال لهم على ايت حمد باللي انطنك هو راه وثما ما يوقفش في السلطة ما يكونش رئيس لي انهم عرضوا عليه وارفظها اعرفنا في من خلال الشهادة انتاع اه ناصر ولد بوظيف اذا كان راو يتبع فينا نجه له تحية اه شفنا من انو راح ليه هذاك اه علي هارون وارضوا عليه علاج البشيجي كانت البداية في التسعين قابل الانتخابات الشرعية المهم راحوا جابوه جابو بوظيف وحادث ما حادث قتلوه راكم كلكم تعرفوا القصة انتاع بوظيف كيفاش قتلوه ربما كان بعض التفاصيل راه يجي الوقت انتاحا وراها تزيد تتضح للرأي العام من خلال الشهادات ان شاء الله اللي رانا نشره فيها المهم الشي اللي يحدث بعد الانقلاب هو انو ايتحمد خرج خرج عاود ارجاع لسويسرا عاود ارجاع لسويسرا الشي اللي يحدث بعد ثنين وتسعين هو انو كان من الناس اللي دعاوه على جل باش تكون مصالحة وهذي اشياء تحسب له في التاريخ انتاعو راكم شفتو كي كنا احنا انتحت تذرك على ربما بعض المسائل ربما كي الناس يقول لك بالله هذي هذي ما مو مش هرانا نحكيه احنا على الاشياء اللي ايجابية راها تحسب له والاشياء السلبية والله الاخطاء هذي كرب ان شاء الله يتجوز عليه هو وباقي السياسيين اللي راهم اخطاؤوا في حق الجزائر اذن هو من الناس اللي كانوا يدعيوا للمصالحة من الناس اللي اقترحوا على جل باش يكون هناك حوار وايضا شارك في العقد انتاع سنتي جيديو هو من الناس اللي كانوا فاعلين في العقد انتاع سنتي جيديو لأجريا في روما سنة 1995 الاخ عبدالقادر من كندا مرحبا بك شكرا لك تحياتي لك والاخوة المشاهدين جرام عنا والمستمعين والمستمعات من الجزائر واخر الجزائر قبل انتكلمت الموضوع هذا اولا نعزي بعضنا بعض ونعزي عائلة حسين ربي رحمه ونعزي كل الجزائريين والجزائريات في مصابنا هذا ونقول ان لله وانا اليه راجعون ونقول ستبقى رمزا يا حسين اي تحمد من رموزنا ونموذجا من نماذج النضال لكل الجزائريين والجزائريات ولكل المناظلين والمناظلات على المستوى الجزائري وعلى المستوى المغاربي وعلى المستوى العالم وسيخلدك التاريخ في الظاكرة بانك من القلائل من الرجال القلائل الذين قدموا كل شيء من اجل المبدأ ومن اجل تحرير الجزائر والجزائريين ان لله وانا اليه راجعون هذه المقدمة اللي حبيت نقولها اما في القضية وهي النقد او نظراتنا للماذا حدث في 92 فهنا لازم الانسان نتجرد من العاطفة يعني ننظر الى الموضوع كما هو بدون التأثر ولا بدون الحب الدبي هذا الانسان يحبه واحد حتى يقتله ننظر الى الموضوع بموضوعية ما وننقد الامر برجوعنا الى هذا الجو اللي كان سائد بين الدورين الدور الاول والدور الثاني الانتخابات التشريعية اللي حدثت في الجزائر ننظن وكنت في الجزائر العاصمة انا ذاك وكنت في الجامعة انا ذاك وكنت من الناشطين انا ذاك ومتابعين كذلك المسيرة اللي دعا الها الداحوسين ربي رحمه تعتبر خطأ قاتل خطأ هذاك خطأ استراتيجي ويعتبر انشاك بلون سك ابيض مدوا النظار والجماعة الانقلابيين باش ينقلبوا على المسال الانتخابي ربما هو داروا بحسن نية ولكن احنا ما ننظرش الى النية نشوفو الى الفعل وما حدث بعد هذه المسيرة يعني اعطالهم مبرر اخي عبد قادر سامحني نقاطعك برك على جيل باش النثري والحوار برك ماش قاضية انتعنية ولا سؤنية قاضية وما فيها مثلا في فرنسا دولة اللي راه فيها الديمقراطية راه فيها الحزب هذا حزب متطرف اللي راه من الفرنسيين اللي راه من ضده يعني في الاغلبية الفرنسيين هما ضده ذرك انتا لما مثلا تدير انتا مسيرة ضد الفرنسيونال هذا وراك رايح انتا تمنعوه على جيل باشوه ما يحققش تقدم اراناش فينا هذوق مثلا في الانتخابات الاخيرة لكن انتا راك في الجزائر راه البداية هو انه والدولة انتع الحق وانتع القانون والدولة انتع العدل ما زال متأسدش تفضل الاخ عبد القادر هل تسمعوني اخ عبد القادر يال اخ عبد القادر شغل الميكروفون ربا ما رك تفيته اخ عبد القادر هل تسمعوني اخ عبد القادر هل تسمعوني هايو اتفضل ولكن لما ننقد هذه المراحل لازم ننقدها بموضوعية باش ما نستفيل من الاخطاء باش ما نعودوش نوقعوه في نفس الاخطاء وما تكونش عندنا هذيك المشيخة هذيك الحب للزعان لان الجزائر الرايفة في اللعبة يعني لان الناس ماتت مئتين وخمسين ألف اكثر ومأساة وكذا فهذاك المسيرة تعتبر صب الزيت على النار يعني الامر كان فراجيل كان فراجيل الانتخابات من المفروض تهديئة الخواطر وتهديئة الجو والدفع الى استمرارية الانتخابات المسار ولكن نعرف بأن النظام يشيطن المعارضة ويستغل أي واحد من أجل ضرب الطرف الثاني ويعتبر هذه المسيرة ويجب ننقضها ونرجع إلى هذا الاطار نرجع إلى هذا الجو الذي يحدث فيه فأنا نرى مثل سذاجة الإسلاميين سذاجة الخطاب الذي كان يؤدي إلى الخوف وإلى تخوف الشعب من الطرف الإسلاميين كثيرا كنا نسمعوا الجهاد كذلك هذه المسيرة ما خدمتش الجزائر هذه المسيرة تعتبر غرقة بيضاء أعطاها حسين أيتحمد رحمه الله والحزب تعلم ففاس للنظام كتبرير كتبرير كمبرر باش راحوا للإنقلاب وهو ما كانوا يستنوا فيها وخدموا وخدموا كذلك من خلالها خدموا كنا في العاصمة دخلوا ناس في وسط المسيرة ونعرفوا المسيرات هذه ف لأسف هذا تاريخ ولكن باش نستفيد منه في المستقبل باش ما يحدث لا تحدث هذه الأمور في المستقبل يعني الإنسان يكون يشوف القضية من كل الزوايا لما يدير عمل يشوفه ويقلبوا من كل الزوايا وما ينظروا إلا في زاوية واحدة هذا وانا كنت شاهد على هذه المسيرة ونشوفه النتائج اللي كانت بعد هذه المسيرة يعني إذا حبينا نعرف الصحة القضية نشوفه 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 واش صاب بعد المسيرة الآن الأخ عبدالقادر نحن نمر على هذه المسألة هذه ربما نتحطه في القضية هذه نتاعب غذياف إذا كان ربما كش ما تحكي فيها لا اسمحي يا أخ ناردين قدرا نتكلم في هذه المسيرة شوية برك لا حتى نسمحي الأخ ناردين طيام نوزع الوقت من فضلك الأخ ناردين مع اعترام نعم شكرا أصبر شوية برك ذوق نجيليكم بالواحد شاء الله تفضل تفضل راشيد نعم نعم أخي أفضل ناردين ربما ربما يبارك فيك ويبارك تحسر ربي وطني يعني سمحني على الانفعال هو باش في انفعال لا 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 أخوة العزيز يكون لديك وعا وقا 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 لك وتسجل لديك ليس توقفني حتى إذا انتركون النقاش بارك الله وغيتك الأخ الكريم أسمح لي، الأخ راشيد شوف، نحن نحاولون نستفاده من بعضنا البعض لم نرى ليس هنا في مناظرة نحاولون نستفاده من بعضنا البعض الحوارات هذه هي إذاعة الوطنية ليس كما الحوارات التي رأيها تجرى في القنوات الفضائية أو في الإذاعات نحن نحاول نستفاده من بعضنا للبعض كي نكون في مجموعة صغيرة في ثلاثة في ربعة في خمسة مرات هو أنه كان إنسان نخليها أنا يتحدث مدام رأه هو يفيد في الناس نخليها أنا يتحدث مرات هو أنه إنسان يثير لك يثير لك بعض المسائل هكذا أنا مضطر على جل باش نوقفوا على جل باش الإخوة اللي راهما يتابعوا فينا باش نفيدهم لما نوقفوا من خلال طرح التساؤلات هذيك ومن خلال إثر أنت عن نقاش هذك على جل باش هذوك الإخوة اللي راهما يتابعوا فينا يستفادوا مننا موش مع أنت أنه لما ذوك مثلا واحد ما نوقفوش مع أنت باللي راني معاه والله واحد لما نوقفه راني ضده لا بالعكس مرات هو أنه مثلا واحد أنا نوقفه عدة مرات لماذا؟ لأنه على جل باش نفيده بعضنا للبعض لما نوقفك أنا ذوك مثلا تتثير نقطة النقطة ذيك أنا ما رانيش درج هنا في الأسئلة نتاعي تتثيرها ترك أثرة فكرة الفكرة هذيك هي تخدم النقاش على جل باش نثريو النقاش باش نزيدو لقحو هذيك الأفكار ندخل معاك أنا في نقاش كاين اللي هو راه وذرك هو ما عندوش وش يجيب لي أفكار راه هو يتكلم في بعض الأشياء نخليها أنا يتكلم أرجوه هو أن نلمس ألا راه هتوضحت لك الأخر شيء أما قاضية نتاع الوقت هذا الوقت هذا موش قانون قال ذوك مثلا عندك خمس دقائق وقل وش حبيت نو احنا ذوك راه وعندنا منهجية نتاعي حوار احنا ذوك رانا في المرحلة نتاعي التسعينات ما تعودش ترجعلي انت ذوك للستينات وتقول لي عليش توقفني رانا في التسعينات ذوك إذا كان أشياء احنا ما قلنا هاش نتاعي زيدها زيد فكرنا بعض الأشياء زيد وجهنا لبعض الأشياء مع لبليشنا اطرح ملاحظات اطرح أفكار جديدة احنا ذوك رانا مثلا في المسألة نتاعي المسيرة هذه احنا رانا تحدثنا على المسيرة فيما بعد بعد المسيرة هو أنه صارى الانقلاب الأففاس معروف وأيتحمد معروف باللي راه هو الموقف نتاعي الصاريح الفاصيح بأنه كان ضد الانقلاب كان ضد على جلبش يجي بوذياف بوذياف راهم قتله من بعد كان أيتحمد من الناس اللي كانوا يدعيوا على جلبش هو أنه يكون هناك حوار وطني هذه مسائل راها موثقة فيما بعد شارك في الندوان تحسنتي جديو اللي شارك فيها الفيس شارك فيها بن بلا شارك فيها الوزاح النون شارك فيها جبلة شارك فيها بن محمد شارك فيها يحياء عبد النور شارك فيها ناس آخرين فيما بعد بعد الانتخابات انتاع خمسة وتسعين هو ما شاركش في الانتخابات اللي داروها زروال وكان فيها ايتحق واسمه نحناح مباشرة في الانتخابات انتاع سبعة وتسعين أعتقد شارك في الانتخابات البرلمانية لماذا؟ تفضل الأخر شيء تفضل الأشياء تفضل الأشياء من أجل التنظيم وليس من أجل التنظير يعني نحترم على كل حال كل الكلام اللي قلته وهذا رجعني خاصة إلى نقاط اللي مذكرنا هاش لأنه في بعض الأحيان الأخبار دينا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة في معالجة موضوع وننساو نقاط حساسة في موضوع نقول لأخويا سامي أنه كان هذا في دشرة ما كان في تسعة وثمهين أو في تسعين كان في تسعة وثمهين كان في تسعة وثمهين هذه نقطة النقطة الثانية التي تتعلق اليوم نتكلم عن المرحوم ايتحمد المرحوم ايتحمد هذه يعني نقاط فقط في الأربعينات يا أخي الفاضل لما وقعت هذه المشكلة الأمازيغية أنه في المذكرة قال أنا مكنش ضد ثقافة الجزائر أنها إسلامية جزائرية عربية لكنه انسحب بتحفظاته على أن الأمازيغية لم تذكر أصلا وهذا يعني جعم في حق تاريخ الجزائر الحاجة الثانية كنت قلت أنت الأخ نوع الدين في التدخل الأول يعني في التدخل التيعك أن القاعدة الخفية هي يعني كانت تقوم بوجبها الوطني ونعم كانت وحتى الآن في جميع الدول يعني التي تكون طائرة ضد الظلم والجور والديكتاتورية يعني لازمها قاعدة خلفية أنا ما ليش ضد القاعدة الخلفية ولكن الشيء اللي أنا ضده أنه واحد بالرصاص وبالبازوكا والناطال وكل فيه في جزائر ويموت من أجل البلد والجزائر ومن بعد يأتي واحد كان كما تقول انتهى أخوان عزيز في الحصص الكثيرة وتجبني الكلمة هذه كان يعني كان يتغدى في وجدة وفي طنجة وفي صفاقس وفي تونس وبعد يأتي أحب يحكم الحكم أنا أشوف فيها ظلم جائع ضد العسكريين اللي كانوا داخل الجزائر هذي نقاط الأخ نورديم منش حب يعني كما يقول نعقد الأمور أما نرجى الآن التسعينات فقط التسعينات يا الأخ أحمد يا الأخ أحمد أيد أحمد حسين الله يرحمك راني كما يقول نتكلم ونتكلم بعاطفة والعاطفة يعني ما تجعلنيش أن يتخليني يعني نتغنى بالوطنية هذه الزائفة لا العاطفة تاعي تعطيني الشحن أن نقول السيد حسين أيد أحمد الله يرحمه برحمته الواسعة كما قلبه مدين الله يرحمه برحمته الواسعة نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة أنا نقول في يومنا وفي عادي وطني أنا معك يد الحسين والله يرحمك أنا معك ظالم أو مظلوم الأخ أيت أحمد الحسين لما فترة التسعينات دخلنا في التسعينات الآن دخلنا في جزائر الديمقراطية في جزائر التحددية وهذه جزائر التحددية كان يحلم بها المرحوم كان يحلم بها منذ صباه ودافع من أجلها وناضل من أجلها وقال كلمة الحق في المحافلة الدولية من أجل زائر مستقلة وحتى في المؤتمرات وحتى في التأسيس للحكومة المؤقتة كان هو واحد من المؤسسين لنا المؤسسين من الحكومة المؤقتة كان الله يرحم حسين آيد حمد لماذا لا تكلموا هذا؟ المرحوم حسين آيد حمد اتكلم عليها مثل ما قلت في باندونغ في عاصمة برمانيا تكلم من الخمسينات كان يتكلم عن الجزائر لماذا نجعلوا نحطيها ونحصروها في حصار أنه لما جاءت الديمقراطية في الجزائر في التسعينات أنه أعمل المسيرة المسيرة حتى أذكركم وأذكر كل الجزائريين مسيرة الدوليك حسين آيد حمد الله يرحمه كانت من أجل الجزائر وفقت وكانت في إطار القانون ولما هو اختار هذا العام لأنه شاهد أن الجزائر جاء في تفتح دي مقاطي اللي كان هو يحلم ديه لما كان صغير كثير ستين ما تحققش قال لك يا الله جاء الوقت رجع للبلد الحبيب الذي ناضل من أجله كل حياته منذ شبابه ليس منذ عشرين سنة كان يناضل الأخ المحترم الله يرحمه يا ربي يرحمه برحمتك الواسعة منذ سن الخمستاش وعنش ننكو هذه الأشياء من سن الخمستاش كان يحيار من أجل الجزائر أصبرني برك أصبرني برك أصبرني 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 يا الأخ رشيد السيد حسين أيد حمد لما خرج في هذه المسيرة نخرج ضد الجبهة الإسلامية في حد ذاتها ولكن خرج بشعار لا لهذم الطالبان نعم من أجل حماية الجمهورية وهذا طبعا عنده اندفاع خلقي حميد لأنه كان يتمكن في دراسته أنه لازم تكون جزائر تسير نحو تطور باسم دولة جمقراطية في إطار العدلة الاجتماعية حسين أيد الحمد لله يرحمه ما خرج ضد الجبهة يعني كأنها حزب خرج ضد حسين أيد الحمد في ذلك العام كنت في الخارج ورجعت للجزائر وكنت شاب يعني سرير كان حسين أيد الحمد يقول أنا لست ضد الإسلاميين أنا ضد التوجهة تحهم اللي راح يحطم الجمهورية في حد ذاتها ولذلك الخروج كان من أجل حماية الجمهورية وسامح لي أردنا انفعال سامح لي عن انفعال لأنه فيها محطات تاريخية نحن فقط نتغنيه بالوطنية ونقولوا أنه غلط غلط أنا عندي هنا يا الأخ الكريم أخ راشيد أخ راشيد أخ راشيد أخ راشيد أخ راشيد أخ راشيد شوف لا يجب أن تقوم بها في شروق أو في النهار أو في شروق أو في ما لا يجب أن تتكلم أراك في إذاعة وطنية رأى عندك الوقت الكافي على جلبه تتكلم وإذا كانت تعقب على واحد من الإخوة اللي رأى تدخل من قبلك ورأى قال مثل كلام خاطئ والله هذا الوسمو ما هو أنتع مواجهة هو أنك أنا رأى أن نتضد ومش مشكلة هو أنه تكون الأفكار أنها هي ليش هي نحن رأى أن نكملوا في بعضنا البعض لكلام من تالي الآن رأى كنت تقول فيه رأى من الإخوة رأى كانوا يتبعوا فينا من بداية البرنامج هالكلام من تالي قلت تكون تقول فيه أنت رأى هو ظلم في حق إخوانك اللي رأى معاك ظلم لماذا؟ لأنه إحنا أسكوا رأى نكررنا التاريخ أي تحمد أسكوا رأى حبينا نغطيه على التاريخ إحنا رأى منذ البداية قلنا من أنه منأذ مستفسد من الساعة الأولى وقلنا من أن هذه الأشياء التراك كنت أنت ستحكي فيها رأى أنه يتحكيناها لم أكن أنت تتتبع في البرنامج ولا أكن أتتبع فيها رأى أننا تحكيناها ذقنا لما يحكي أصبرني أنتما أنتم أنتم يالأخنا ودينا وظلمتوهم وَالله يظلمتوه عليه القذ والله يظلمتوه وَالله يظلمتوه لحكي لهم لا تكلم ألا رأى هك نحن لدينا الشجاعة الكافية لنردو عليك ونردو علي أي إنسان تحدث على المباشر والناس تسمع ناس راهم يتبعوا فينا ذلك لا راك جيت تناقش وجيت على جل باش تفيد الجزائريين والجزائريات بمعلومات العاطفة انتعك هذيك دورها في صاشي وخليها في كاش قهوة وليك كان جيت على جل أخي العزيز العاطفة انتعك باسم العربة دورها في كاش شكرة وطيشها كاكوبار لأنه الأخ هذا الحسين ايتحمد نقطة تتسعة وربعين هو ما كانش ضد العربي والإسلام وحتك المبكرة تتعون نريد الجزائر تكون جزائر عربية ولا تكون فرنسية نجيهم فقط نذكروا أشياء هذيك تنبهراجة تتغني وننزح الموس في المرحوم المرحوم هذه يا رجل اتق الله يا رجل اتق الله راهم الناس اعتقد راهم عندهم مستويات وراهم الناس يسمعوه وما اعتقدوا أنه تنطالع عليهم مثل هالأمور أنا قادر نقول لك كلام ولكن نراني احنا نفي حوار رانا في حوار احنا نراني على جل باش نفيدوا بعضنا البعض إذا وذكرنا بعض المحطات اشكوه قلت انا بالكمية هو راه كان ضد الفيس اشكوه قلت انا بالكمية هي ضد Link نحن قلنا راه ضد العربس احنا من ان هذا المسألة تاهم موسيقى الامازيغيه اهل من انو هذه المسألة تق الناس لا يرى 여러분 Rebel لا يرى أحصلنا لها ما Application عينات وهذه رأيها مسائل تاريخية ما رانيش نوسيفها من رؤوسنا ولما تحدثنا حنا على المسيرة هذه انتعى الجبل الإسلامية في سنة 1992 هذه رأيها حقيقة تاريخية احنا ذكرنا ما ناش نقوله باللي رأيه هو قال باللي رأيه ضد الفيس ولا ضد الإسلام ولا ضد الإسلاميين قلنا من أنه هذا الموقف انتعه هو السياسي رأيه يعطى الفرصة لهذا الانقلابيين على جلبه يمسحوا الموس فيه هو والدليل في ذلك لو كان جاء هو رأيه ضد هذا الكلام لما يجي هو للخمسة وتسعين ويلتقيه هو بأنورها الدام يلتقي به هو في روما ويتناقشه وبنبلة يتناقشه من أجل إيجاد مخرج للجزائر وين رأيه الكلام اللي رأيه متناقض احنا فين وين رأيه المتناقض احنا رأينا نحكيه في أمور محطات تاريخية رأينا نمر عليها نقطة بنقطة كينا بعض الأشياء اللي تحسب له ضد هو المشاركة انتعه في هذا العقد انتعه ما ليه ماذا رأيه على جلبش يشرب معهم قهوة رأيه من أجل إلى جلبش هو يطرح بعض الأفكار من أجل إيجاد مخرج للجزائر هذا موقف يحسب له كي الناس اللي رأيهمهم في المرحلة هذيك تهموه بالخيانة وتهموه بكذا رأيهم منهم ذرك الآن مثلا نعطيك اسم أنا ما عنديش إحراج في ذكر الأسماء مثلا نعطيك اسم أحمد عطاف هذا اللي كان في ذلك الوقت هو وزير خارجية في تلك المرحلة في الخمسة وتسعين هو قلب اللي لا حدث عن اللي قادة في اللي دروه في السنتي جيديو الآن في 2015 رأيهم داخلين في هذه التنسيقية ويحوسوا على المخرج اللي الناس هضرت عليه في الخمسة وتسعين ورهوا التناقضان تانا ورهوا احنا رأينا نحكيه في أشياء حقيقية ورأينا نحكيه في وقائع تاريخية ولكن بعيدة العاطفة احنا رأينا نحكيه بالمنطق وبالعقل اذا كان رأينا نحكيه وغيره على العاطفة حاجة أخرى ناقشنا في هذا الموضوع ناقشنا في هذا النقاط حاولوا أنك انت تثري النقاش ببعض الأفكار فهمت أما على جلباش احنا نوليه نهاجمه في بعضنا البعضانة ماهيش طريقة لتخدم الحوار أنا لو كان جي تراني عيني أنا باش نمر في أشياء كنت قادر من دخلكش معايا خلاص وعليش نخليك أنا تتكلم قادر أنا نطفي عليك الميكروفون ونتهى الأمر ونتكلم وحدي علاش رأينا دير ناس أنا ونتناقشهم مع بعضنا لو كان عيني أنا نتكلم وحدي ندير تسجيل فيديو وراه وكين عندي صفحة نتاعي في اليوتيوب رأي منشوفوها الملايين ندير أنا فيديو علاش أنا نتكلم معاك وعليش أنا نتكلم مع الأخاب قادر وكذا احنا رأينا نفتحنا النقاش للمباشر على جال باش ناس ما تعرفش باللي رأينا نمثلو رأينا نتناقشوا على المباشر نقشوا في بعض المحطات والكلام انتعنا كلام رأيه اجتهاد يقدر يكون يصيب ويقدر يخطأ ودائما في نهاية البرنامج دائما أنا نقول إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان ما أعتقد شو أنه رأينا تا فقط اللي ركن فعلت والإنفعال تاعك رأيه خارج الإطار تفضل تحب تعلق عن كلام تاعي تفضل سمحني سمحني أقولك حاجة الانفعال تاعي يكون خارج الإطار من حيث تنظيم البرنامج أنا عني معاك 100% أيضا أنت قلت كلمة نريحة اجتهاد وما قال لك أن أيد أحمد رحمه الله هو لم يكن يجتهد عندما قال وخارج في هذه المسيرة أنا ما سميهاش مسيرة ضد أنه الجبهة الإسلامية للإنقاذ ربحت سميتها وقاله بعظمة لساني قال أني أنا ما كنت ضد الجبهة الإسلامية قال أني أنا كنت من أجل حماية الجمهورية لأنه عرف أنه كان الناس في الجبهة الإسلامية كانين رحين يهدموا الجمهورية يعني يستعملوا الديمقراطية بش يربحوا الحكم بعدين يهدموا الجمهورية هذا هو فقط على الكلام تاعي لكن لما نغوصوا في الموضوع يا أخي الفاضل أنا معاك حتى لو جيت نشك في راديو وطني ما كنتش نجيل راديو وطني لو جيت نشك في الأخنار دي خذابة ما كنتش نتكلم معها أصلا في راديو وطني يعني إحنا القضية الأخنار دي في التاريخ فيها محطات حساسة وأنا ألومكم وألوم نفسي ولكن الشيء اللي أحدث يا الأخ راشيد إحنا ذكرنا في 2015 رأنا إلى حد الآن رأنا ما خرجنا شيء من الأزمة ذلك اللي كانوا نقولوا مثلا ذلك هذه المسيرة راهو اللي دارها أيتحمد هو أنه عدلت النتائج قال مثلا في الدور الثاني قال مثلا إذا كان دات الجبهة الإسلامية 188 مقعد قال كانت متقدمة على مستوى 188 مقعد قال فيما بعد في الدور الثاني دات غرفة قطة 150 والبرلمان فيه مثلا 500 قال رأها زادت دات جبهة التحرير مقاعد وزادت دات جبهة القوى الاشتراكية مقاعد وزادوا خرجوا الأحرار وخرجت النهضة وخرجت حماس ورأها الجبهة الإسلامية مدتش الأغلبية نتاع المقاعد ورأها ندرت الانتخابات بشكل شفاف وتأست الجمهورية والآن إحنا رأنا في الجزائر رأنا في الجزائر نديره في حوار هذا ورأنا نحكيه على التاريخ متاع يتحمد تاريخ واحد أخر ونقوله 2015 الآن أنا رأني نتحدث ذيك وأنا رأني يلاجئ وانت رأك في كندا ولا خر رأه في بريطانيا ولا خر رأه في كذا والجزائر رأه فيها أكثر من 250 ألف قاتل رأه فيها أكثر من 20 ألف مختطف رأها فيها وفيها 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 رأه هنا بعض الاجتهاد اجتهادوا أخطأ مش غير هو ما كانش الإنسان اللي رأوا بارفي فيها أشياء اللي وفقوا فيها ربي فيها أشياء اللي تحسبلوا في التاريخ متاعه وفيها بعض النقاط احنا نسألوا الله على جل باش ربي يجوز عليه هو وغيره أتمنى هو أن نرع المسألة توضحت لك لا بارك الله فيك أخي نعو دين لا لا المسألة واضحة شوف أنا نعو دين نعم أخ نعو دين سمعني نعم أسبر الأخي عبقادر نجيلك من شاء الله تفضل الأخي راشيد أعلي جل باش نمر الإخوة الآخرين من فضلك يعني يعطوني دقيقتين دقيقتين وأنهي إن شاء الله لأنه مثل ما قلت لما تكون الأمر مشاعبة أنا أقول دقيقتين لما تكون الأمر واضحة أقول أعطوني ثواني أخي الفاضل أنا الأطروحة يعني يعني إحنا كي نجي ندرسون تاريخ تع أمة طبعا كلهم أخطأوا أنا لا أقول أنا لم أقول في حياتي أو في التكرة الآن أنه المرحوم حسين أيد حمد لم يخطأ لا 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 مش هالي أنا أقول المسار السياسي منتع الجزائر هو الخاطر والمرحوم أيد حمد والمرحوم بومديين والمرحوم كذا والمرحوم بوضياب هذوك حتى لو يكونوا أخطأوا إحنا بكوننا كشعب جزائري نحبوا الحرية لأنها ما ذوك الناس ناروا من إجل الحرية إحنا نقولوا بهذاك القلب الحنين تعنا لا هذا ما غلطوش لا ما غلطوش الغلطة فينا إحنا يا أخوين وردين ما 62 ديوننا هذا الغلطة فينا وما طالش على خلطي فقط نقول كلمة واحدة أنه السيد الحسين أدى أيد حمد أدى الحسين أيد حمد والله يا أخي الفاضل والله لم يغلطي حق الجزائر قد غلطت مثلين في المسار السياسي التي عود هذه حاجة كتغلط في المسار السياسي إنتعك مش معناها أنك أنت ظلمت خلطك الجزائريين أدى الحسين تبقى ستين أو ستين بعد الاستقلال رفع سلاح نعم رفع سلاح هل هو تسبب بومدين وجيش الحدود تسببوا في قتل الجزائريين نعم تسببوا لكن يا أخي النية والنية والنية نية حسين أيد حمد ما كانش من أجل قتل الجزائريين نية بومدين ما كانش من أجل قتل الجزائريين نية بوذياف ما كانش من أجل قتل الجزائريين نية هم كلها كانت من أجل بناء دول الجزائر لكن في بناء دول الجزائر الناس اختلفوا قالت واحد منه طريقة عربية إسلامية قالت واحد منه طريقة أمازيغية إسلامية عربية قالت واحد منه الطريقة ديمقراطية وفقط وهنا المشكلة نعم شكرا للأخ راشيد نعود نرجع لك الأخ سامي ثم بعد نجي لك الأخ عبد الرحمن أتمنى هو أن نورك صلحت الخط انتائك الأخ عبد الرحمن الأخ سامي ايه انا باش برك نجوزو هذه النقطة يعني لا 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 نمشيوا ان شاء الله لقدام الأخسامي لأنه كان مجموعة من النقاط الأخرى مازال ما نقشناها شو على جل باش نمر للإخوة المهم كل واحد منكم يجتهد على جل باش يخوذ خمس دقائق حتى باش يكون فيه توزيع انتع الكلمات توزيع عادل كل واحد يشوف الوقت رأوا عندكم الوقت كل واحد يشوف الوقت انتاعه الاخسامي الآن نرى في التسعينات داروا العقد هذا كنتجي ديو منتاع الخمسة وتسعين فيما بعد دخلت الأفافاس الاعتقد في الانتخابات في السبعة وتسعين صح لي إذا كان نراني غلط دخلت في الانتخابات المهم من بعد صارت الانتخابات منتاع التسعين منتاع الانتخابات الرئاسية علش اولا تدخل ايت حمد في السبعة وتسعين في الانتخابات الشريعية وعلش ترشح في الانتخابات منتاع التسعين وتسعين وفيما بعد انسحب لماذا؟ فيما يخص يعني الافافاس بعد الف وتعمية وتنين وتعين اولا كانت المرحلة وين ايت حمد راح من الجزائر علش خرج من الجزائر انا في هذك المرحلات على خمسة وتسعين وستة وتسعين وستة وتسعين وتما كلي اقتربت يعني من الافافاس اقتربت منه بصح ما دخلتش ندخلش له يعني في حق تلمره ولكني كنت ننشط في جمعية وبالتالي كنت نتابعي الاحداث يعني كنشط في الميدان فهو بعد مباشرة بعد قتل بودياف يعني راح الخرج من الجزائر وتقريب ما زادش عودوله فلماذا؟ لسبب بسيط لان هذه المرحلة ما كانت مرحلة ما فيها ما كنت قادر تنشط حقا يعني في الجزائر فخروجه يعني كان سمح انه ينشط بكل حرية هذا من جه لكن من جه واحد اخرى كان بعيد يعني عن الحزب وبعيد عن الواقع ففي هذه المرحلة صرى يعني وش اسموه الاجتماع وطني تعال الافافاس وبعد 92 يعني اخذ الموقف وهو عدم المشاركة في اي نوع من الانتخابات جمع الانتخابات اللي صارت قبل 96 على ما اظن إذا كانت رفضها الاجتماعات اللي صارت جاء لو اضحكوا عليه وو اسموه ايت بويكوت لانه كان يبويكوتي كان يرفض انو يدخل في الانتخابات اللي كان يرشوفها مزورة ومعدة مسبقة في 1996 على ما أظن تصرى هناك اجتماع وطني لحضره الدحمد كان فيزيرال بايدا كان ذاكرة انجليحة وين تصرى نوع من الاندبا حول كيفية يعني المعارضة في إطار التغييرات الجديدة وبالتالي ناس كثير يعني في قيمة مرحلة يعني عدم المشاركة في الانتخابات المناظرين تعالى الففس ووصلوا يعني النتيجة ان النظام راهي عتم عليهم هناك يعني ضغط راهيب على هذا الحزب ووصل حتى القتل بعض المناظرين هناك يعني إشكالية حتى في إيجاد يعني قاعد سينما إلى آخرين بحيث أن الضغط اللي داروا يعني النظام حول هذا الحزب أصبح مجمد أصبح تقريب باراليزي مقدرش حتى يتحرك فوصلوا إلى أن الأحسن واسمه حل هو المشاركة في البرلمان لماذا؟ لأن البرلمان راح يكون يعني ما هوش لتصويت على قوانين إلى آخرين لكن راح يكون منبر لهم هما لأن في هذا الوقت البرلمان كان مباشر في الانتفي يعني يعني كانت الضوارات تاع البرلمان كانت مباشرة في القناة الوحيدة اللي كانت القناة الوطنية وقروا أنهم يدخلوا ويستخدموها كمنبر يعني لتعبير على وسمه على الشعب وعلى المشاكل اللي كانت في هذا الوقت وحقيقة هم قدروا أنهم يديروا عن جروب يعني بارلومنتار وقدروا أنهم يثيروا كثير من القضايا اللي كانت محرمة في هذا الوقت يعني هذا هو سبب يعني المشاركة في الانتخابات في الانتخابات البرلمانية وفي الانتخابات أيضا البلدية في الانتخابات البلدية قروا أنهم يعني يستخدموها كمنابر لعطاء يعني التنفس على الحزب اللي تقريب يعني جمد يعني مقدرش ملقاش يعني إطار عكذا إطار ووين يعبر على نفسه نعم نعم شكرا الأخ سام عبد الرحمن نفس السؤال فيما يتعلق بالانتخابات الشرعية أنتع 97 وانتخابات إنتع 99 علاش آآ درك هذل الهزب هذَا وأيت حمد اللي كان على رأس انتاعه شاركوه في الانتخابات إنتع 97 مع أنه ضق النظام راهوي يخي هو النظام اللي انقلب في 92 هو أه اللي راهو كان هو علاش هما شاركوه في الانتخابات البرلمانية يالطراء علاش وعلاش شاركوه في الانتخابات إنتع 99 وفيما بعد نسحب نعم أخي ما رضي فيما يخص مشاركة البرحوم أي تحمل الانتخابات الرئاسية التي أجرية سنة 1999 هو أقال بأن رئيس بقليل من زوان رسالة إليه بأن يشارك بأن يدخل في جزائر وأن يكون من قبل المشاركة الانتخابات الرئاسية وقال بلي أنه أعطى ضماناتي لغارية الانتخابات وبالفعل لم يكن واحدة من المشاركة كان فرسان ستة لكن بينام دكتور حمطان الإباريلي في حين تبيانة بأن الإدارة والنظام لم يكن من المشاركة المشاركة الخاصة من خارج جزائر ولهذا انسحب الانتخابات الأخرى التي أجلقت في المباد لا ننسى بأن النظام عمل على كسر أخي نورد لا يواد فضل والصوت تقول أن أنت في بير نعم قلت بأن النظام عمل على كسر الشوكة الحزب التقديدي الحزب القاوي في قصة في المنطقة القضائل هو الحزب جبهة الأشتراكية المهمة الأخوة اشعرت هنا فيما بعد حزب جبهة الأشتراكية التي اشعرت من ذلك المهمة الإخوة والأخوة التي تتبع فيها معذرة إذا كان راه الصوت مو شنقي والله آسف جدا تفضل الأخ عبد الرحمن نعم قلت بأن بأن قضية العرش التي جعلت حزب جبهة القوى الاشتراكية يعني يعيد حساباته لأنه في تلك الفترة تعرض لعزات قوية يعني في ذلك الفترة يعني هذا الجماعة عزمان عرش مو قاتل قبل أن يكشف أمام يعني سحبوا شوية يعني يعني الشعبية من حزاب تقريبية يعني الفرقاسو من الاسيدي في المنطقة لهذا يعني فكر الحزب بطريقة أخرى نعم يعني المحافظة هنا يعني الموجود تاروي يعني في المنطقة أو دخول يعني مطارك الانتخابات يعني التشميل نعم نعم الانتخابات شعية الفين عشرات آخرى يعني كان فيها صفقة ما يعني بين النظام بين الصفقة يعني يعني الحزب خاصة يعني 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 آآ يعني آآ الجمهور يتخل مسيحة يعني الحزب باستيقال يعني الترك يعني تلك المجال يعني يعني القيادات يعني الجديدة يعني كان أولاك يعني اتفاق سريبت بعض المعلومات عنه المهم طرف السلطة اعتراق يعني بالضحايا يعني الآفاس التاريخيين تعافة سمير بدوستين ويدراجهم في قائمة يعني الشهداء ودعو الحضب سألت نعم شكرا لأخ عبد الرحمن سمير لما نتكلم نايا يخاف الميكروفون على باك لما يكون الصوت رايح خلاص أنا نتكلم وهو يتعدل شوية ومن بعد نسكت وهو يعود يروح المهم آسف جدا لكل إخوة والأخوات اللي راكم متابعوا فينا كين مرات هو أنه الظاهر وأنه يكون ربما ضعف الخط الانترنت الأخ سامير نحن الآن في 97 99 ومن بعد نمر لبعض المواقف تا سيد آيد حمد تفضل الأخ سامير سامير نعم الأخ ناردين ما ما عندما نقول فهذا الكلام نعم تفضل الأخ عبد القادر فيما يتعلق النقطة هذه الانتخابات 97 و29 يعني يدرك هذا النظام هذا الذي نحن يشوف من أنه الموقف كان ضد الإنقلاب راه نفسه هذا النظام هل راه أنه بعد زروال غير النظر لأنه يعتبر أنه زروال إنسان وطني ما هو من الزار و بالتالي بد التعامل مع السلطة شاف من أنه زروال إنسان وطني ربما كانت فيه اتصالات بين وشاف من أنه قال مثلا حتى تكون انتخابات عندها نوع من المصدقية لابد من إدخال جبهة القوى الاشتراكية سيما هو أنه أحمد معروف إليه من أنه معارض للنظام ولكن فيما بعد ربما شفنا النتائج النتائج هو أنه ما زوروش الأففاس لأنه الأففاس معروف من أنه موجود على مستوى 48 وليا موجود ولكن ما عندوش قاعدة شعبية على مستوى 48 وليا هذه حقيقة في المناطق اللي رأى هو متوجد فيها بكثرة قل مثلا في بجاية البويرة تيزيوزو بمرداس بعض المناطق في العاصمة خلوه المواقع اللي وسموه هو ما الدو هدو هكذا هو في 92 ادى في 91 ادى 25 مقعد في 97 اعطوله 19 مقعد شاف هو أنه باللي مرحلة لابد هو أنه يشارك ما يخليش يعني الأمر تسيب تروح الذع بالتالي هو دخل من أجل إعطاء ديناميكية واحدة جديدة للدول الجزائرية شاف من أنه فيه مجموعة وطنيين اللي كان يمثلهم زروال بالتالي دخل هو وعلاش نتائج لما تشوفها التصوير شوف 99 كيف كيف عيطول أنا شفنا في تصريح هو أنه يقول بلي عيطله زروال وتكلم معاه ولكن تخل وشفنا النتائج من أنه بوت فلقة ورانا شفنا الآن درك راه لففاس راه ودخل معاهم درك يعني كيف تفسر هذه المفارقة والله هذه التناقضات اللي موجودة والله أشياء ما نعرف هاش حناية تفضل أخي نوردين يعني في القضية هذه نظن يعني ما معطيات يعني معطيات حقيقية ولا مناش من مفروض خاوتنا تعال اللي رغم في جبال القوى الاشتراكية وما اللي ينظرون بهذا القضية يعني لأن السياسة رجب منها ممارسة لأن يكون ما تمارس ما تعرف الأمور الداخلية تعال النظام وتعال الإجراءات الانتخابية إلى غير ذلك فنظن كين صح مواقف مبدائية لدى حسين ربي رحمه مواقف مبدائية من قضية حقوق الإنسان من قضية التعددية السياسية من ناحية الديمقراطية إلى غير ذلك ولكن من ناحية الإجرائية كان عنده تكتيك فأحيانا يدخل لكي يرى شكاين الداخل ويمارس ويرى العوائق ويرى الأمور من الداخل أحيانا يعارض أما لكي السبب لا أعلم لأن أنا لا أعلم إلى الجبعة الإشتراكية أنا ملاحظ من الخارج ونحب الحسين أي تحمد ونجل ونقضر وربي رحمه ولكن نرى بصدد دراسة مراحل سياسية وسلوكات سياسية ما نجرح فيه ما نقص من قيمته حاشا ولله يعني قيمة زعيم أي تحمد يعني ربي سبحانه أعطاله القيمة هذه والشعب الجزائري مقدره ولكن نرى نرى في إطار دراسة المسيرة السياسية من حسين ربي رحمه ولذلك نقول باللي ما لدي معلطيات هذه أمور تكتيكية يعني أحيانا تشوف توازن المصلحة والمفسادة وتوازن لتدخل تتعلم تمارس تكشف النظام تفضح النظام من الداخل تفهم الأمور كيف رايز تصير من الداخل من أعجي ذلك أخي عبد القادر أنا أعلى شطرحت السؤال هذا المتعلق بالانتخاب سؤال مهم سؤال مهم سؤال مهم ذرك إذا كان فيه بعض من الناس هو أنه يعيبون على حماس المشاركة في السلطة يعني إذا كان أنت تقول من أنه لابد من استمرارية الدولة ولابد من استمرارية أنت عليك أنتوع للناس الأخرين ما عليش نقبلوها منطق لكن لما تكون أنت تعيب مثلا على بعض المسائل على المعارضين أنتوعك والناس اللي خلفوك الرأي وفيما بعد أنت تتوبع عن نفسك هنا تولي مسألة عليها علامة استفهم أنا طرحت نجيلك الأخسام يصبر يكمل أخ عبد القادر ومن بعد نعود نجي للرشيد ومن بعد نعود الأخ عبد القادر في هذه النقطة هذه إشكالية من الإشكالية هذه إشكالية نعاني منها في الجزائر والجزائرين نعاني منها يعني أنا وش ندير ندير تبرير الروحي والغير أو غالط يعني أوتوماتيكم وغالط ما نقول باللي ممكن يكون صحيح يعني أنا درد سلوك سياسي ولا موقف سياسي يحتمل الصواب يحتمل الخطأ والغير انتاعي كذلك يحتمل الصواب يحتمل الخطأ هنا الإشكالية في الجزائر لأننا لدينا تجربة سياسية فاتية في الجزائر ولذلك مليئ هذه الحوارات نتحاور فيما بيننا ونرى عندما حسين رحمه 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 وتحاور فيما بعض وسمعه بعض بعض ونرى خرج عقد وطني في المستوى كان عنده يحل مشاكل الدولة ويعطاها كان في المستوى المطلوب ولكن من المفروض يكون كذلك إشراق السلطة لأن السلطة يجيها فقلت لما نتحاوى في مبينتنا ولما نقعد في مبينتنا سيكون النتيجة أحسن للجميع للجزائر أما إذا نقعد في هذه النظرة كما رأي قلت أنت مشاركة غير مش مليحة مشاركة أنا مليحة هذا نظن هذا ناتج عن التجربة مازال لازم التجربة والممارسة وكذا مع الوقت نحن نوصول هذه الدرجة الإيجابية يعني الفوزيتيويت ونخلي أخي سامير شكرا شكرا الكلمة لك راشيد راشيد ومبعد أنجليك سامير السلام عليكم وعليكم السلام متفضل أولا كان شكرا الآن نحن في النقطة نتع هش إجزاكت يعني سبعة وتعين وتعين نعم إذا عندك معلومات حولها اللهم برك إذا لا عندك معلومات ممكن نمر للنقطة اللي بعد بكل صدق خلي أنا نتحدث بعض الأشياء هي كتذكيرة فقط للإخوة اللي رهم يتابعوا فينا كينا أنا بعض الأشياء اللي استقيدها من عند أحمد طالب بحكم هو أنه زميل وبيحكم هو أنه كان موجود معه في السجن في الفطرة تال الاستعمار وبحكم أنه أيضا كان من الناس اللي ترشحوا في الانتخابات 99 لا شك هو أنه نحن نأخذ التصريحات أو هو يتحمد وين أنه يقول باللي عايطلو زروال عايطلو كانت نية عند زروال عنده نية شخصية نية عنده هو علاج الباش هو يدير انتخابات واللي ادهدها لكن فيما بعد هما لما دخلوا شفوا الهيجان الشعبي بدايت فيما بعد شافوا باللي وش كانوا كانوا يعتقدوا ربما كانوا يعتقدوا من أنه يستعملوا هذه المسألة عن القبائل يستعملوا مسائل من أجل قطع الطريق أمام أي تحمدوا يخرج بوتفلقة لكن لما شافوا هذاك التحرك الشعبي بحيث هو أنه صاروا عند أنصار عند أحمد طالب الإبراهيمي وكانت ماشية الأمور هكذاك كانوا واللي رح يكون الرئيس من بعد هما ما عندهم مش طريقة واحد أخرى إلا دفعهم يا إما أنه ينساحبوا وإما أنه يصر ما يصر المعلومات اللي كانت عندنا هو أنه بداية عملية التصوير بدأت بدأت من خلال إخراج الناس من المدارس ومن المصانع ومن المؤسسات اللي المشاركة في التجمعات اللي كانوا نشطها اللي فائدة تبوت في اليقاء كان فيه انحياز من طرف الإدارة ومن طرف الناس اللي يخدموا في النظام انحياز ما كانش فيه تعتكى الفرص لا في وسائل الإعلام ولا في الوسائل اللي انتعى للدولة بالتالي هذا المرشحين يعني كان في ذلك الوقت كان يوسف الخطيب راه مجاهد مش إنسان قال كما راه ما يسميهم ذوك الأرنب راه مجاهد وإنسان كان قائد ناحية وإنسان متاريخي أيضا وكذا وكان أحمد كان أحمد طلب الإبراهيمي كان مقداد سيفي وكان جاب الله وحمروش ذرك هما اجتمعوا شافوا من خلال المعطيات انتعهم حمروش موش إنسان قال ثاني من هب ودب راه إنسان ابن النظام وإنسان يعرف وعنده ناس اللي راههم داخل النظام وبالتالي هما ذوك اقتنعوا من أنه المسألة راههم فصلوا فيها الجهاز تاع المخابرات فصلوا فيها لصالح بوت في اللقاء هما محبوش يزكي والتصوير وانسحبوا كاين بعض من الناس اللي ربما مفهموش الموقف هذا في تلك المرحلة نظرا للعاطفة لأنه كانت الناس تحوس على التغيير وكانت الناس عيانة من الأزمة وعيانة من الفتنة لأنه فتنة ثقيلة وأرواح أرواح بالألف هما اقتنعوا على جلب ينسحبوا على جلب ما يزيدوش يسبوا يسيدي صار إحباط وما صارت شما جازر واحد أخرى وكانت هذيك ضربة للنظام حتى باش هو يعود يراجع الحسابات وربما هذيك الضربة تاع 99 هي اللي فيما بعد دفعة بوت في اللقاء على جلب هوا يدير هذك ما يسمى بالوئام واللي فيما بعد ما نقولوش حنا باللي راها تحقت المصالحة ولكن على الأقل خفف الفتورة تاع أرواح هذي باختصار يعني مدخلا تاعي فيما يتعلق بهذا النقطة ذرك الأخ رشيد أخرك راهو أيت حمد انسحب من جبهة القوى الاشتراكية والآن راهو توفاء الله يرحمه حبينا نتحدث في الوفاة تاع حبيت نتحدث نتحدث الاخ نعطيك الكلمة رشيد يكمل لنعود نرجع لك الاخ سامي سجل الملاحظة تاع وتحدث رانا ان شاء الله نقترب من نهاية البرنامج حتى لا نطول على الاخوة التي تبع فينا وتحدث بالمطلق الحرية تاع رشيد الآن بعد ما توفاء يتحمد الله يرحمه علاش يعني ما ما يدفنوش في المقبرة انتاع العالية بحكم هو انه راه شخصية وطنية يدفن في المنطقة انتاعه ومن حقه ذلك يعني من حقه ذلك على جلبه هو يدفن في المنطقة انتاعه ولكن كونه انه شخصية وطنية مناظل تاريخي سياسي علاش ما يدفنش في المنطقة انتاعه يدفن في المنطقة في المقبرة العالية يدفن في المنطقة ولماذا تم التأخير لأول جنفي لماذا؟ وش هي المناسبة؟ علاش ما دفنوش؟ نحن ذكرنا سمعنا باللي الوفاة انتاعو كانت مطابقة للميلاد انتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لها ما دفنوش يعني بعد نهار والله يومين خلو حتى البرومي جنفي بش يدفنوه لماذا؟ تفضل الأخ راشد ولكن شكرا خير فاضل الأخ نعودي خبابا شوف هذه المسألة يا أخي العزيز حتى نكونوا بنو الإنسان بنو آدم حتى ما نخرجوش من أجل هذاك الخطبات السياسية ونقول للناس وقتاش تزدفنو وقتاش ما تزدفنوش نحن الآن بصدد يعني راح علينا واحد من أعز من أعز خلق الله بالجزائر أنا نقولها والله نقولها وبصوت عالي والله فقدنا واحد من أهم أبطال الجزائر من أهم أبطال الجزائر وهذا إنسان إنسان شريف بطبع حتى الطبوع تاعه لما سألوا عليه الناس في قرية تاعه وفي العاصمة لما كانت ثانوية والله كان قمة في الأدب قمة في الذكاء قمة يعني في الوطنية قمة في النضال قمة في الطموح من أجل بناء دول الجزائر المستقلة الحرة الله يرحمك يا حسين أيت حمد لماذا يا أخي العزيز يعني كما يقول ما يدوهش المقبرة العالية وما يدوه يدفنوه في الدوار أو الدشرة انتاعه هذا لسبب بسيط يا أخي ما يلزمش علينا عقد الأمور طبعا فيها جهات سياسية تحب التلاعب برموزنا الوطنية والمرحوم أيد حمد الحسين الله يرحمه واحد من عموز الوطن واحد من الرجال الذين قالوا نعم للحق لا للباطن لا للإستعمار نعم للحرية لا للعسكر نعم للتعددية السياسية في إطار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية حتى في إطار الاجتماعي الإسلامي كان معه وناضل من إجل الجزائر مستقلة الله يرحمه علش الدر حسين خلوصية يا أخي العزيز كثير من الجزائرين الله يعفو خلوصية وللعائلة نحن الآن كجزائريين كلنا نتمنى أنه الدر حسين الله يرحمه لازم يتدفن مع الشهادة الجزائر لكن الدر حسين الله يرحمه هو حتى في النظام كان يشوف أنه كانين ناس ما عندهم حتى علاقة بالنظام وبالشهادة وبالوطن في حد ذاته أنهم مدفونين في مقبة العالية هل نشوف أنه در حسين لما أخطأ أنه يدفن بطريقة بسيطة في الدوار منتاعه في الدشعة منتاعه هذه رسالة رسالة إلى المتجبرين على وطن الجزائر رسالة إلى بني ديكتاتور رسالة إلى بني القوة العسكرية يقول أنا جزائري بسيط نظرت من إجل بلادي وكيمت أدوني للدشعة تاعي ودفنوني فيها وما تجيبوني في طائرات خاصة باسم الجمهورية الخراطية الشغابية يعني هذه رسالة رسالة من المرحوم يقول ما تدفنوني أيضا مع يعني الأبناء الوطنتي اللي هم أعدائي اللي هم حربوني اللي هم كانوا ضد التحددية الديمقراطية اللي هم كانوا ضد العادلة الاجتماعية ما تدفنوني مع ناس سجنوني ما تدفنوني مع ناس حبوا يقتلوني أدفنوني في أرض الطابي وفي الدوار المتاعي هذه أنا أيضا شخصيا هو قول نفسي أنا لما نموت طبعا نتمنى في الدوار تاعة ولا في المدينة تاعة ونزد هذه ما فيهاش على ما فيهاش يعني ما فيهاش سياسة ما فيهاش توحد يجي يعطينا الدروس الوطنية لأنه حتى هذا الدناصرات هذه التنسيح هذه التنسيح دكتاتوريين الجزائريين اللي يخرجونينا في الإضاءة الوطنية وفي كنال كنال ألجيري وكذا ويبكونا ونبكي الشهيد ما بكوش عليه كي كان يعاني اليوم لما يموتوا الشهداء لما يموتوا المجاهدين الحقيقيين يجيونا في التلفاز ويحطوا هذه ما لابريش ويحطوا تحت عيونهم ويجيبوا ورقا ويقولوا نبكيك يا شهيد للحبيب الملاغر والمجاهد السيد الحسين أيد حمد كتبها وصية وله الحق في ذلك وعائلاته أيضا لها الحق في ذلك لكن يا أخي الجزائر أيضا لها الحق لأن الجزائر تقول هذا ابن منبار هذا ابن الذي ناضل من أجل الجزائر المستقلة يجب عليه أن يدفن مع الشهداء لكن أخ حسين أيد حمد في المذاكرات تاعه قال أنه كانين ناس متهنين في العالية ومستهلوش يدفنوها في العالية إذن هذه قضية إليولوجية قضية تاريخية قضية هوية قضية نظام قضية جزائر نعم شكرا شكرا من أخر شيء لا أخ نعطي هو يعني 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 الأخ حسين أيد حمد رحمة الله عليه وهنا جميع الشهداء يعني يعني هذه تمن يتفنوها في الدوار وليتفنوها في العالية هذه عندها زوج معاني عندها معنى الانكماء وعندها معنى من ينتميش في الخوانة السلام عليكم ورحمة الله شكرا وقال ما تتفنونيش مع الخوانة هذا هو القصص نعم شكرا للأخ راشيد تفضل الأخ سامي شكرا ما أحبت نقوله حول المعلومات التي مديتها حول المشاركة تعل الففس في انتخاب 97 هذه معلومات رسمية لما ذلك لأن في هذا الوقت أنا كنت نشط تانين عرف ها يعني بدقة فبعد 92 هذه الحزب داروا عليها ضغط رهيب ضغط ما تقدر ش حتى تصور فكانت الإطارات كانوا يقتلوهم في الحواجز المزيفة قتلوا له أمين وطني قتلوا له أمين وطني الغد من ذاك داروا لفطوا التاعوا باسم أحد آخر في الجرمان تعلوا ريزون قالوا له غلطنا لكن كان رسالة واضحة الحزب فكان ضغط رهيب وضيف إلى ذلك الحزب لم يكن لديه حتى الأموال لكي يقع سينما ماليا تمها ريح يموت الحزب في سنة التسعين وكانت أحد أسباب عديدة نعشتها من الداخل أسباب عديدة أنه لم يخرج من منطقة القبائل كانت أحد هذه الأسباب لأنه جمت تقريبا مخلوة يكريقا كيف رايح الحزب يتحرك يعني في المؤتمر الوطني الذي داروا في 96 المناظرين تكلموا قال هل نكملوا في هذه طريقة إذا كمنا في هذه طريقة سننضثر كحزب لم يكن من على شعوام خلاص معنا لم ورد ماليا منا قدر مظلوم منا قدر فتفهموا أنهم يشاركوا في الانتخابات البرلمانية هكذا راح يكون عندهم أولا موارد مالية تدخل الحزب ثانيا لكن أهم شي هو أن هذا البرلمان يكون وكأنه منبر المشاكل تا الجزائريين قدرين يتكلموا فيه لأنهم راح يستخدموا بطريقة ذكية البرلمان وراح يستخدموا الوسم الوان تيفي التلفزيون الوطني اللي كان ممنوع أي صوت معارض فيه يعني في بعض الأحيان كان الناس كان قادر تتكلم في الصحف لكن الإسم وهم في هذا الوقت الإعلام الثقيل اللي هو التلفز والإذاعة كان ممنوع منع تام لجميع المعارضين أن يتكلموا ويدخلوا فيه ولا أن يتكلموا فيه وبالتالي هذه الاستراتيجية اللي يستخدموها مع خط أحمر وهو عدم المشاركة في الحكومة فلنتم قلتوا على شراه يعيب على الحماس حماس شاركت في الحكومة وزير هناك مبدأ تعتضامن يعني لازم احتيله كان وزير سياحة يقبل بالسياسة اللي يديرها وزير الدفاع يقبل بالسياسة اللي يديرها وزير وزير الداخلية ما هو وزير هكذا وحده يقول أنا حكم سياحة وبالتالي دالوا استراتيجية هذه المشاركة في البرلمان مع خط أحمر عدم المشاركة في الحكومة ورغم أن وعروا عليهم يعني فيما يخص انتخابات 99 وهذه أيضا ناس يعني مقربين منه اللي قالوا هالي هو أن أي تحمد ما كانش ما كانش يظن أن في 99 رح يديروا انتخابات حرة ونازية كان على باله أيضا وكان مقتنع أن الانتخابات رح تكون مزورة وبالتالي هو أصلا مقبل ما يشارك فيها دار وسمه السيناريو رقم 2 في حالة في حالة وسمه أنهم يظوروها رح ينسحبوا من الانتخابات وبالتالي استخدم أيضا نفس الشيء استخدم الإمكانية اللي تمدت له يعني بشي دير الحملة الانتخابية أنه يتنقل عبر طراب الوطني أنه أنهم مجبارين على أنهم يجوزوه في الوان تيفي وشي اللي توقعه هو شي اللي حدث هو أنهم بدوا يزوروا يعني قبل قبل احتمط صرا يعني الانتخابات لأن قبل الانتخابات هناك يعني الانتخابات قوات الأمن وفي قوات الأمن دي جاد بدوا يزوروا يعني في الانتخابات وبالتالي في المقر تعل الافافاس اللي كان زناتي في هذا الوقت يتفهموا أنهم ينسحبوا من الانتخابات وكانت ضربة كبيرة يعني للنظام لأن عروه قدام القنوات الخارجية وتبين أن هذا النظام هو نظام ديكتاتوري أنه ما هوش نظام أن الانتخابات هذيك هي انتخابات مزورة انتخابات ع 99 تعبود فليقة نعم وبالتالي النظام في هذا الوقت جنة جنونه يعني في الضربة هذه اللي داروها يعني المرشحين الآخرين ضد الانتخابات 99 نعم فيما بعد فيما بعد أي تحمض مرض والناس اللي كانوا يعني حكم الافافاس دخلوا يعني في لعبات على النظام دخلوا في لعبة قادرة وانا اللي خانوه ناس لأنهم دخلوا هما أيضا في لعبة هذه القادرة تعال النظام ووسخوا الحزب نعم زيد زيد سجلك شما بعض النقاط وعود رجع لهم فيما بعد شكرا أخي سامي أنا أنا خلص هنا بركي لأن رايح نتكلم عن الموت تعوب نعم ونحبس شكرا أخي سامي نعود نرجع لك الأخ سامير سامير بقونا النقاط الأخيرة هذه المتعلقة بالوفاة يا رحمو على شبالك يعني هل ترى هي مسألة وطنية هو ذوق من المفترض هو أنه شخصية وطنية من المفترض هو أنه يدفن كشخصية وطنية معروف هو أنه شخصية الوطنية التي يتم دفنها تدفن في المقبرة النداء العالية ويدلولها الموكب الجنائز بطريقة رسمية يعني لماذا هو والله هذي الناس هذي اللي رحم معاها أولا راني نشوف وذوق باللي الجنازة خذت طابع حزبي يعني مقر تعلق الففس بطبيعة الحال إحنا من حقنا من حقنا باش نتحتو لأنه راهو جزائري حبينا ولا كرهنا واحد من خوت هنا واحد من المناضلين واحد من السياسيين اللي رحم يطمحوا على جلباش تكون هناك حريات في الجزائر وتكون هناك عدل اجتماعية وإحنا راني نتحدث لأنه هذه المسألة تخص الجزائريين والجزائريات ما راني نحكي على واحد راهو جاي في الموزنبيق هذا راهو جزائري علاش علاش يعني أعطية هذا السبغ الحزبية للوفاة تنتاعه بحيث راني نشوف وضق في الوفود راهو تمشي للمقر تنتاع الحزب ومن حقهم ذلك ولكن علاش يعني اخذت هذا الطابع الحزبي هذا ويعني اخذت هذا الطابع انتاع انه يروحوا يدفنوه في القرية انتاعه ولماذا لم يدفن في مقبرة اللي انتاع العالية لمقبرة وانه موجودين يعني شخصيات وطنية من بينهم الأمير عبدالقادر يعني اللي جابوه من ثم ومن بينهم شخصيات أخرى اللي حتى جابوهم قال مثل كم عميروش كما شخصيات واحد أخرى اللي جابوهم حتى إذا كان ما دفنوهم شنهار لول ثم ولكن جابوهم ودفنوهم ثم كان شخصيات مثل بوضياف مثل بمبلة يعني لماذا حبوهم حبوهم على جيل باش يدفنوها في المنطقة يا هلطارا حبوهم على جيل باش يعطيو طابعا الجهوية للجناز نتاعو يا هلطارا حبو يستغلوها سياسيا لماذا خلاو الجناز نتاعو تقعد البروميجون فيه لماذا ما دفنوه يعني البارح اليوم غضوة عليش خلاوها حتى البروميجون ما هو الهدف من اختيار البروميجون فيه فضل الأخ سماء نعم يا فنر دين بارك الله وفيك على كل حال يعني المعلومات حقيقة ما نعرفو ما نجال شكون خلال القرار هل يعني العائلة التي هي اللي خلال هذا القرار أو هو أنه مصد يعني ما ما نعرفو كل إخداء هالشي أو أن الدولة السلطة هي اللي اللي أحبت تعمل كما يقول الجنزة تاعو هي اللي تبرمجها وهي اللي ترسمها وهي اللي توجد لها وهي اللي تدير كل اسم يعني نوافق أن لو تكون الإيرادة تاعو هذا يعني يزيد كما يقول يخلي بصمة أنه راجل لو تكون الإيرادة تاعو أنه ما يتدفنش في العالية راح يزيد يبصم على أنه هو راجل أخ سامير سبرني برك سامي لا نعرف السؤال برك صح للمعلومة لكن راني غالط سامي نعم من فضلك فقط المنطقة القبائلة لا 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 هذا تاع البروميجون فيه هو عبارة مهما هم لخيرها لماذا أنا هذه معلومات مؤكدة لا 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 حبي أن سأل برك البروميجون فيك ما كان حادث في المنطقة قبائل قال مثلا عادة تندير في المنطقة القبائل حادث تاريخي حادث ما كان انسيمبول هكذا بالمناسبة تاع البروميجون فيه ولا يوم عادي لا ما كان حتى شي لأنا يناير هو ستنطر كالندريا كان يناير بصحة كالندريا وحد أخر لكن فيما يخص الأول جنغير لأنا فهم فوليميك على شحب على شما تندفن بعد ما مات هذه معلومات مؤكدة لأس قراب من الأففاس أولا هي عبارة عن وصية ثانيا بعد طائرة رسمية من رأس ورفضوها سامير أخ سامير أعود نرجع لك أن أعطيك كلمة سخصيتك فقط على المنطقة هذا مكان هذا المنطقة كالندريا لا كالندريا من المنطقة أو كالندريا أو المنسبة الدنيا لا كان مناسبة شكرا أخ سامير تفضل سامير حتى لما تكون تحلل والله تكون تتحدث ربما تكون معلومة تعكي صحيحة نعم على كل حال لم حتى يا أخ نوردين حتى لو يكون جاوب الأقسام أو الواقع يقول مثلا أنه 1 جنو قرب الميكروفون لك مثلا يقول 1 جنو هو عيد البربر مثلا ولو يكون هذا هو ما يعبر عن إرادة حسين أيد أحمد الله يرحمه كما قلت أنت الناس يستغلوا الناس تتعلق الآن راهي فرصة كبيرة فرصة كبيرة للناس أنها تستثمر قبل ما يحبط تحت الترب تستثمر وتطلع على الكتاب فرصة كبيرة لا نعرف إرادة أو أحد أخرين أو العائلة أو لا نعلم بل نحن نضم صوت لأخر الذي قال أن الناس الخاينين عند الحق لا يتفن مع الناس الخاينين حتى الأمير عبد قال أن نرجع للروح يخضر يقول أن اخرجوني مع الجبار لا يتفن فيها ناس قتل وتزيريين ناس تحنن في التعذيب ناس يقول أن خرجوني من هورموني في أي جبان لا يوجد حتى واحد مع ليش فكما قلت أن الأخ نور الدين أحزاب تتعلق على هذا الشخصية التاريخية باش تبهان كأن ه بارق كما الناس يدير لموضة الآن الستايل أن يعمل سيلفي مع واحد ستار ولا واحد إيضال يعمل معه سيلفي هو حي ويقعد فرحانين هذا النس لم يحشموش راهم كأن هم يعملوا السيلفي معه هو ميت بلا الإرادة تعود هكذا الأخ نور الدين فنجد أحزاب شياطن كانوا يحاربوا فيه وكانوا ضده وربما ما سقسوش عليه نجد سلطة نجد حتى ربما أعضاء من الأفافاس كما قال الأخ تفضل أخ سامي وقال أن يعني الناس خرجوا على نقروا النظام الذي كان يمشي عليه الأفافاس وبدلوا الرسالة هذو كذلك يتصوروا يحولوا البينار وحتهم باش يقولوا الأتباعة على الأفافاس أننا على النظام على الطريق السائرون ما زلنا باش يعودوا يدوا كما يقولوا شو يا بريق ف الناس كامل يحاولوا أنهم يتعلقوا يحاولوا أنهم يتعلقوا في المرحوم ربي رحموا وهذا وش نظن الأخمار لدينا لازم نعرف هل هي الإراغة نتاعه هو أكتب وصية مثلا ولا لا لا ولو يكون هو أعمل وصية ولا غيره يعني نحن مسلمين نعرف أننا نعجله واحد غير يتوفى واحد منا مسلم نعجله به هكذا وصلنا الرسول صلى الله وسلم ما ننسل وما ندير وعرس ما ندير وما نش عارف نشر على يعني مباشر على التلفاز ولازم نجي شخصيات ولبس لبسة وجيب وارض أعجل يا أخي عجل نحن مسلمين وهذا وش عندي الناس شكرا لأخ سامير الأخ عبد الرحمن فيما يتعلق بالنقطة هذه التعال الوفاة أنا أظن بأن المرحوم حوسين متعلق بمنطقته ومسط رحسي ولهذا كانت غربة أنه في منطقته ولماذا لم يدفن في مقبرة العالية هي مقبرة العالية هي رمز واجهة واجهة أخرى واجهة أخرى دعائية وإعلامية للنظام هذا رفض أن كل مقترحة نظام السعيد لماذا لا يمكن أن يقبل أن يقبل في المقبرة العالية هذا نعم شكرا لأخ عبد الرحمن الأخ عبد القادر عبد القادر فيما يتعلق بالنقطة هذه عن الوفاة عيد حمد لماذا في رأيك أنت اختاروا علاج البشيد في القرية التي ولم اختاروا علاج البشيد في مقبرة في العاصمة ويعني تقام له جنزة كيف ما الكبر كيف ما يقول شكرا أخ والله المرحوم ربي رحمه يعني حياته كانت معارضة والموت انتعوها أي ثاني معارضة يعني يعني يقلق في النظام يعني حياته كامل يعني يقلق السلطة يعني بين قوسين غير المشروعة هذه والشرعية والموت انتعو كذلك ولكن يعني هو من ناحية الدينية وخل وصية من ناحية الدينية ما عندها حتى حرج يعني أنك تطبق الوصية انتعو ولكن أنا لما ننظر ليها ليس من ناحية الدينية ولا من ناحية الوطنية من ناحية البعد الوطني أنا نشوب لي هذا خطأ هذا خطأ أنك تدفن في منطقتك لأنك انت تمثل كل جزائريين تنتمي إلى كل جزائريين نظرك من أجل الجزائر والجزائريين فمن المفروض ما تحصل شروحك في جهة إذا بمبو العيد ندفنه في المنطقة نتاع وبوضياف ندفنه في المنطقة وورا هذه اللحمة الوطنية من المفروض هذا الزعمة يجمع كل الجزائريين في حياتهم وفي موتهم فأنا نشوف هذا راية ممكن يكون خالص على كل حال من المفروض وكن طلعنا إلى من الدرجة من النظرة هذه الجهوية أو النظرة الضيقة إلى النظرة الوطنية ولما يدفن في العالية في مربع الشهداء راح يدفن مع الأمير عبد القادر ويدفن مع بمبو العيد ويدفن مع العربي بن مهيدي ويدفن مع كل شهداء يعني الأضريح أنتح موجود هنا في مربع العالية مع ذلك أنه رمز حقيقي يمثل كل الجزائريين يعني هو نقطة التقاء لكل الجزائريين أما لما يدفن في ولذلك الأمير عبد القادر جابه من سوريا إلى مقبرة العالية لأنه يمثل كل الجزائريين وإلا ندفنهم في معسكر ندفنه في معسكر لأنه من معسكر يعني يعني هذا وش نشوف لو مثلا هو الله يرحم هذه الوصية نتاعه ولي كل حال نحترم الوصية ونقدر الوصية ولكن لما ننظرها بالنظرة من الزاوية هذه أنا نشوف من المفروض الأحسن ولو كانت جنازة شعبية ما نحل النظام هو اللي يريك بيريها يعني يصيد فيها ويستغلها تكون جنازة شعبية في العاصمة ويدفن في العالية نعم هذا هو من المفروض يعني من المفروض يكون جنازة شعبية في العاصمة ويدفن في العالية لأنه يمثل كل الجزائريين ما يمثلش فقط الجهة اللي يزيد فيها هذا هذا رأي في الموضوع نعم شكرا لأخ عبدالقادر رشيد تكلمت انت في النقطة هذه انت على الوفاة عيسى وبعد نجليك سامير آآ سامي لانك ماتتحدثش لنقطة هذه تفضل الأخ عيسى من كندا عيسى راني انت حدثوا في النقطة انت على الوفاة في رأيك انت علش ما دفنوش في المنطقة هذي انت على العالية هذي ودفنوه يدفنوه في المنطقة هذي انت على القرية هذي انتعوه السلام عليكم السلام عليكم أقدم عزائي الخاص لكل الشعب الجزائري فرضا فرضا وكل من يحب الآية تحمل وإلى آية الفقيد وإن شاء الله يا رب يرحموه ويسع عليه وهو دار الواجب التعوى احنا اجدرنا هذا هو السؤال هو دار اللي عليه سواء أخطها أو أصاب هو دار اللي عليه قدم قدم من وقته من ماله تضحياته وكل قدمها من أجل جزائر نحن اللي مازلنا من دارنا وانا برك قبل ما نوصل عني واحد المقطة برك ما غي نقولها برك هالي بيعرفوا أجمع اللي تتاصل يجيوا الإداءة وطني ولا ليسموا في إداءة وطني نحن الناس الميرامية هنا نرى ما نبعى طرف لا ضد طرف نحوصوا نعرفوا الحقيقة كيف فهم ببعض الأحيان صح في انفعالات ببعض الناس وهكا شوية العاطفات الدينان نقولوا كلام هكا بصحة كيما بومدين عنده إيجابيات وعنده أخطاء كيما بنبله عنده إيجابيات وعنده أخطاء بحسين نفس الشيء الشاد لي حتى أبو تفليقه خضوة يموت رح يخرجوا لنا حواج الملاح نتوحوه وحواج الموش وهم احنا بحنا قبل نقاش الكاسرا انو كي شغرنا عدنا نحضروا بالجهوية احنا انا من الناس اللي نحاربوا الجهوية بغي نضموا الصف وبما يخص الدفينة نتع اي تحمد الله يرحموه احنا نتمنوا انو يدفل في المقبرة العالية لأنه إنسان وطني شخصية وطنية شخصية معروفة شخصية عندها عندها وزن في الجزائر من حقه ومن حق الجزائريين انو يدفل في في المقبرة العالية لأنه إنسان من الناس اللي شاركت في الثورة والناس اللي عطارف له برش نحن نعطوه له نضاله هو اللي ري يهدر عليها بالنسبة لانو يدفنوه في قريتو أنا نحوه ما نعرف نشوفها هيدا شفناها سياسية نحن خلقونا رمز رمزت على القبائل البرك بالذات نارنا الحارب في الجهوية تمنين أنه الموت هذا يضم كل الجزائريين يوحدهم اللي تكون عندهم بداية جديدة مع بعضهم لأنه الوطن هذا تعنا كل وكنا نتمنى أنه الوفاة تعوده قبلكوا تشوفي فيديو على فيسبوك أنه الوالد تعان تيزيوز وحاوزوه راح للقريات تعان وحاوزوه بمعنى أنه النظام ما همش قابلينه وأنه يدفنوا بس إحنا النظام هذا سواء مجرم أو أخطأ أو دار ما يشتاعوا الجزائر والمقبرة العلية ما يشتاع النظام راح ينتعنا كل والرجالة تعالجزاري كل متهونين فيها نحن نتمنى أنه هذه الحساسيات تروح من الشعب الجزائري سواء غضوة ثانية غضوة أنه كان يحكمنا فافاس غضوة غضوة يعود هو اللي حاكم يعود نظام بحزب يسمى واحد معارض من الاخر ما ينتدفنش لاختراش لفافاس حاكم النظام النظام يشتاع بابها الجزائر ولا انتع اخلاوها لهم ولا انتعنا كل ومن حق أي وطني وعنده عنده بصمة في هذه الجزائر عنده شيدة لها البلاد هذه من حقه أنه يدفن ويكرم ويدفن في في المقبرة العالية في هذه إذا كانت وسيطه ولا غير وسيطه ولا المهم كشخصية وطنية يعني بالله هو ملك لكل جزائر نعم 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 شكرا لأخ عيسى من فضلك سامي فيما يخص وين راح يتدفن هذه الوصية التعو الشخصية نعم فالعالية هذه ما هيش سنة يعني ما هي سنة لاي في الدين لاي في اله يتدفن وين يحب كل واحد فينا حر والله يلو كان حاب يتدفن في القطب الشمالي نعم أما في حياته شخصية يعني حاب يتدفن يعني في القرية التعو هي الوصية التعو ما هيش الحزب ما هوش قضية سياسية ما هيش هي الوصية التعوية اليرادة التعوية فهو يتدفن وين يحب ومنطقة القبائل هي من الجزائر ما هيش خرجة على الجزائر يعني لش راح تكون جهوية إذا كان حاب يتدفن في الجزائر يعني بنعم يراك في المريخة في الدشرة دياله وهو حر يتدفن وين يحب أما في قضية العرية هذه فقدرنا تكلموا عليها يعني مطولا يعني فدفنوا الكريم بالقسم أمام بومدين يعني القاتل والمقتول في نفس المضرب وزيد فوقه يعني زوج أطنان تعرفان وهذا تعال قبر تعلمسلمين هذا زوج أطنان تعرفان تعلمسيحيين مش حتى تعلمسلمين أما فيما يخص الوسم القصة دياله هو أنه حقيقة بعثوله يعني طيارة طيارة رسمية من طرف رئاس الجمهورية ورفضوها العائلة تعو رفضوها قالوا له قالوا له قالوا له إحنا الدولة ما هيش هي اللي راح تدفن إحنا إحنا لراح ندفنوه هذا الإنسان هذا طل حيته حركي حتى واسمه محكم عليه بالإعدام يعني شو تصمعت طل حيته والآن حاب يستخدموه سياسيا يدفنوه في العالية تلقاه ويحي سعيداني يبكي على المقبرة بتاعه فهذا الإنسان هو أولد الشعب والشعب هو اللي راح يدفنوه مش انتوما اللي راح يدفنوه أما فيما يخص يعني أول جنفي فننظن أن هذه عبارة عن هو الحظ هو اللي طيح اللي طيح اللي طيح اللي طيح اللي طيح لأنها عبارة عن يخلصوا يعني جميع واسمه اللي ديمرش دمينيستراتيف اللي كانين تم ومع لبلش ولا ربما تهيئة على القبر دعو ولا مع لبلش لكن واحد ما لازمش يدير قراءة يعني سياسية حتى في الموت دياله هذا ما كان والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شكرا أخي سامي المهم أنا ندير مدخلة فيما يتعلق بهذا النقطة نتاع الوفاة نتاع بطبيعة الحال نحن نترحم عليه في كل مرة وفي كل حين هو رأى واحد من خوتنا الجزائريين سواء كان مواطن ولا مناظل ولا سياسي ولا قائد ولا رئيس فيما يتعلق بالوفاة نتاعه وفيما يتعلق بالجنازة نتاعه فيما يتعلق بالجنازة نتاعه أي تأحمد موش ملك نفسه هذه لازم الناس تسطر عليها موش ملك نفسه لأنه هو لو كان ذكرها مثلا كان يناظل لمسألة شخصية قال اللهم بارك وموش ملك نفسه هذا رأى هو إنسان مناظل إنسان سياسي إنسان من الرعيل الأول اللي شاركوا في حزب الشعب من الرعيل الأول اللي هما شربونا هذيك الوطنية شربناها من هذا الحركة الوطنية بالتالي كان أشياء اللي هو يتمزل عليها هذي ميش مسألة شخصية الجزائر ميش مختصرة في بومدين الجزائر ميش مختصرة في بوتفليقة الجزائر ميش مختصرة في مجموعة انتاج جنرالات الجزائر ميش مختصرة في عصابة الجزائر أكبر من المرتزقة الجزائر أكبر من الخوانة الجزائر أكبر من الحركة الجزائر أكبر من كل النصابين وكل المحتالين الجزائر أكبر من كل الناس اللي صنعوا تاريخ مزير في المسألة هذه الدفينة حقيقة هو من حقه كجزائري اكتوا بنار الغربة هو أنه يدفن في القرية هذه مسألة لا غبرة عليها إنسان اكتوا بنار الغربة هذه مسألة لا حجر لا حجرته تتحرك لها إنسان احتارق فمتع إنسان يحن الوالديه يحن العائلة تعوي حجر لا حجرته تترتق على جالها هذه ولكن المسألة من شخصية هذا رأيه إنسان مناظل إنسان لهو حياته كامل وهو يناظل المفترض هو أنه العاطفة والله حتى السياسة حتى المبادئ هو أنه الإنسان يسمو فوقها لأنك في النهاية تدفن أنت كنت تتقول للأخ سامي ذوك من أنه آآ 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 راه هو ذوك القرية هذه اللي راه رايح يدفن فيها هي راه في الجزائر حقيقة وعلاش لما يدفن في المقبرة تعالى العالية مش في الجزائر هو راه رايح يدفن في أي قطعة وراه رايح الربي ما راهوش رايح البوتفليقة ولا رايح الجنرال توفيق راهو رايح الربي وربي كما قالهاش واحد راهو يفهم كل اللغات تحضر معاه بالقبيلية ولا تحضر معاه بالعبرية ولا بالعربية راهو رايح يفهمك ذرك أنا في رأيي هو لا شك هو أنه فيه سرع لا شك هو أنه فيه أحقاد لا شك هو أنه فيه ضغاء وأنا مين رأيي هو أنه لازمنا هذه إن شاء الله في المستقبل من خلال هذه النقاشات ومن خلال هذه الحوارات نبعثوا الرسائل إلى من بيدهم الأمر هو أنه هذه المسألة انتعد فينا يا سيدي نديرولها مؤسسة حتى باش ما تكونش خاضعة حتى تلجيها مؤسسة هي اللي تتصرف في مثل هذه المناسبات مؤسسة تشرف على هذه الجنازة نتاع الشخصيات يا سيدي راهو معارض راهو موجود في الخارج انت راك ذرك في البوفوار بصحتك وغدوارك وراح تنقلب عليك الأمور تصير معارض راهو أسيدي عندك الحق انتعد فينا في الجزائر راك شخصية وطنية اختلفت مع الناس في البوفوار اختلفت مع الناس اللي راهم في النظام مش مشكلة لكن لما يتعلق الأمر بالقضية انتع الموت الموت فوق التجارة وفوق السياسة وفوق كل شيء أنا مين رأيه هو أنه تكون فيه مؤسسة وهذه المؤسسة هي اللي تتكفل أولا واحد مثل ايت احمد لازم له طائرة شخصية يعني نشوفوا احنا ذوك مغنيين وناس ما عندهم حتى قيمة في المجتمع يعني يستقبلون في المطارات بالإعلام وبالورود ومثل الجزائر ومثل كذا والناس المفجرين انتع الثوراء يهانون هذا منطق هذا هذا عقل هذا هذه وطنية هذه اذا في المسألة هذه لازمنا نوضع عليها مجموعة من النقاط أنا مين رأيه هو أنه ايت احمد شخصية وطنية وبالتالي أنا نتفاهم العائلة انتعوا نتفاهم الانصار انتعوا نتفاهم المحبين انتعوا نتفاهم العاطف انتع الناس اللي تظلموا وتحقروا من هذا النظام الغدار هذا النظام الحقار هذا النظام المجرم نتفاهم العاطف انتعهم ولكن مع كل الاختلافات مع هذا النظام هذا المسألة المفترض هو أنه تكون فوق القرية وفوق الدشرة هذا رأيه شخصية وطنية المفترض هو أنه يدفن في العاصمة وإذا كان المقبرة نتاع العالية رأيها عادة كما يقولوا تحوي من هبة ودبة يا سيدي فكروا من هنا فصاعدا هو أنه تكون مقبرة أخرى وإلا يستبدل الاسم هذا نتاع العالية يديروها باسم واحدة أخر باسم حاجة اللي نلقوا فيها وأرواحنا الجزائريين كلنا هذا فيما يتعلق بالنقطة هذه الأخ منناع من أمريكا مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يبرك فيك الأخ منناع كان نقاش حول الدل حسين الله يرحمه برحمة الله ومراحين يدفنوه حسب ما صرحوا في وسائل الإعلام البرمير جونفي الإخوارها متفضلوا وتحطوا في مجموعة من نقاط إذا كانت تحبت تزيد الضيف بعض النقاط وإلا نمروا للنقطة الأخيرة اللي هي تتعلق بالحزب الأففاس هل ترى بعد الوفاة إنتاع أيت أحمد الله يرحمه إنتهى دورتها الأففاس ووش هي الرسالة اللي توجهها للأنصار والمحبين والناس اللي راهن في السلطة الجزائرية تفضل الأخ منناع السلام أنا بنسبة لي صاحب قضية دفن الحسينة أحمد الله رحمه يعني هي قضية عائلية وعنده وصية استمعت أنه عنده وصية وهذه الوصية التي تبقى أن تحترم فهو رفض لأنه هو جنرازة رسمية ورفض لأنه كان في العالي هذا هو رأي الخاص وإكرامه الميدي هو دفنه وبالتالي نحن لا يوجد الناس من الجزائق وعند نهاية العقلية من قول نعيش مع الزعامات ومع الزعامات ومع الزعامات أيت أحمد كان رجل قامت الضور وقع في امتحان في كل امتحان ونجح وعريت عليها الرئاسة ورفض هذا قليل من الناس يقبل هذا الشيء وبالتالي الآن مات تحطف العالي ورفض المكان الثانية هذا غير سمي وقل لك المهم رأيه هو يعني مقام بميته فاق هال سبع الآن قال عايز يدفن في البلاد رغم أنه من حوالي السنة أو السنة الثانية سمعت أنه كان طلب أن يدفن في المغرب مع أخته وإخواني لكن الحمد لله أنا صراحة أنه الحمد لله لأنه قبل يدفن في الجزائر وفتزو هذا شيء مشكل لكن الأهم هو ما بعد آياد حمد لنرحمه آياد حمد أدت دور تعب لم يشترى ولم يخن ورأيه كان دائما عصواب منذ الصغر الآن المشكلة أنه في الآفاس ونهار آي الخاطل أنه سمعت من حوالي يومين بطاطاش في الشروق أو في النهار سمعتوه بطاطاش لا من أجل الوطن ونجد من أجل الديمقرية وصراحة هو بطاطاش تكلم على الأمر الثاني هو أنه يعني بكلامه فقط الآفاس الآن هو يساني النظام وفي سياسة النظام وبالتالي دائما يحذر الجزائيين من نهيها الوطن يعني تقاتع شوه وش صار في سوريا وبطاطاش شاب هالأجلو قال شوف هذا الربيع العربي اللي وقع في الدولة العربية كيف شو قد وقع عليهم الآن يعني تقات نظام يعني كنت تقول لي الأخ منع من أنه هذا الوفاة خارج على يد بالأففاس أيضا معنى هذا معنى هذا يعني لا أفهم السؤالك أنت كنت تقول لي بالأففاس رح يمشي مع النظام كنا نسمعه في الأخ أعتقد سامي اللي قال باللي الوالي أنت أتي زي وزيار لثم تردوه يعني كيف تشوف أنت التناقض هذا شوف أنا أنا شوف أنا لأجب لفصل لأجب لفصل بين آية حمد ووقفه كلها يعني لو آية حمد لو آية حمد لو آية حمد الحالي مقل الحالي آية حمد كان في مكان آية حمد في 1992 قبل الرئاسة آية حمد عنده سياسة تختلف تماما عن آية حمد آية حمد آية حمد آية حمد قبل بالبرلمان وانا قل بقضة عشر هذا كان رئيس الحزب نظن بنحاوالي سيداني وقال كلام نحاول يوين في العظل في معاه أبو سلطاني وكان هو يعني يعني إذا كان فهمت من خلال الكلام تعك أتمنى هو أن نكون خاطئ يعني صح لي إذا كان رأني غلط إذا كان فهمت ملك لام تعك هو أن الآن الأفافاس يقوم بدور شي يجز عليه النظام في تحقيقه مثلا في المنطقة تعه الأفافاس رأه دارها الحالية يعني وقالها مشكلة كبيرة أفافاس لو خلوا الأمر لبسوا يكون دفروا في العاصمة ويكون عملون طائرة خاصة وأن حد أحمد قد نفر النقاش قال أن يبعطوا طائرة خاصة وكذا 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 العائية أيد حمد هيد هيدا لأنه عنده وسية يعني ما نفسره كثير يفتقد دفن آيد حمد آيد حمد يدفن بإذن الله في عز بوسيطه وهذا ليس مهم لأن الشخص عاش نظيف ومات نظيف مثل الرحمن العائد لا يجب أن نكبر الأشياء فلسط عاش تسعة وطنين سنة قدر الجزائيل وكل جزائيل يشكوا على شيء لكن يبقر آيد حمد يقول أن مات خلف الرماد الآفاس الذي خلق آيد حمد بعد ذفوته خلاص مع النظام قال أن حالي لا يفهم عن هذا الربيع العربي يجب أن تنسى أي شيء مثلا سوريا ما يحط سوريا ما يحط من النظام السابق في أي بلد النظام يقول إما أنا أو الطفان ومشكلة أن يفهم هذه اللغة لهذا قاوم النظام لا يريد أن نحن نغل نغل الدولة بعد نغل 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 يعني حاول الدولة ما هي الدولة ما هي في أي الدولة دون حرية يعني سبحان الله نظن كانوا أنجل وأبلغ وتطهين على الآفات دون نعم شكرا للأخ من أمريكا رشيد من كندا ومن بعد نهاية هذا البرنامج ما هي الرسالة التي توجهها للسلطة للأنصار أيت أحمد ويهل ترى على حسب الوجهة النظر أنت الأفافاس انتهى بوفاة أيت أحمد بارك الله فيك أخي الفاضل الأخ نعضي خبابا الأفافاس كأشخاص كجهاز هنا وهنا قد ينتهي في أي وقت لكن الإديولوجيا أنت الأفافاس نشوف فيها وهذا العلم لله هذا حسب الفكرة البسيطة الفكرة المتواضحة لو نرجع للأفافاس يا أخنا ونتمنى أن الإخوة يفهموا مغزة الكلام مغزة الكلام نبدوها بالأفافاس لأن الموضوع اليوم يتمثل في شخص المرحوم حسين آية الحمد المرحوم حسين آية الحمد يا أخي العزيز مثل ما قلت من قبل النظار وما بداش في عهد الباقي طلبوا التفريقية النظار وما بداش في وقت يعني هذه الدولة الجزائرية الظاهرة في وقت بوميليم مع احترام المرحوم بوميليم لأنه حتى في وقت بوميليم كان دولة الجزائر على كل حال من قلوش المسار كان كله يعني ناجح لكن في جله كان ناجح وحتى بشاهدات يعني المرحوم أي تحمد أنه قالك بعدا هو كان من خصوم بوميليم لكن اعترف أنه في وقت بوميليم كان كان دولة الآن نرجع للبداية أخي العزيز وما ليش حاب نرجع للتفاصيل كما يقول أخي العزيز أخي العردين أنا مش حاب نرجع للتفاصيل أنا حاب نرجع إلى نقاط البداية لأنه مثلا الآن نقول لك في عام 49 ما نيش راح نحكيك على كل الأربعينات أو نقول لك في عام 54 إلى 62 ما نيش حاب نقصد بها أني نضخم الأمور أو نعمل يعني إشكاليات أو يعني كما نقول نخبط الأمور في بعضها لا يا أخي العزيز أنا أقول كلمة وكلمة حق المحوم آية حسين آية حمد حسين قام بواجبه إبان الاستعمار وقام بواجبه أيضا أيام الاستقلال أيام الاستعمار كان توجهاته سياسية بحتة وأن أيام استقلال الجزائر كان توجهاته يعني تديرها الإديولوجية كان عندها بعث إديولوجي في أيام الاستعمار كان عندها بعث تحرري في أيام الاستقلال بعث إديولوجي وبعدين الجزائر دخلت في دوامة حكم العسكر شاء من شاء وكريا من كريا وهذه هي نقطة الارتكاز الذي كان وقف عليها الأخ رشيدة الله يبرك فيك وكل الإخوات ونحن رأينا الآن فتنة التحليل الرسالة التي توجهها للأنصار ما هي الرسالة التي توجهها لهم لكي نختم برنامج لكي ندور على الإخوات الرسالة التي توجهها للأنصار ومتع المرحوم قدر حسين أيد حمد رمز من رمز طاعة الجزائر أنه قلكم لازم تمشيوا في نفس الخطط أي أنصار القوى الاشتراكية لازمتم تمشيوا في الطريق الذي يمشى فيه المرحوم ما تجيوش مع طيارات تلعب بيكم هنا وهناك ونعرفوكم أنكم كنتم من قبل وإلى يومنا هذا رغم التقلبات أنكم ما زلتم ضد هذا النظام سؤال الثاني الأخ رعدي السلطة الرسالة التي توجهها للسلطة الرسالة التي أوجهها إلى السلطة سواء كانت مركزية في ألجي أو سلطة عموية أو سلطة يعني في بعض التحفظات يقولوا كان واحد السلطة يا أخي العزيز هذا الكلام قالوا السيد ملود حمروش منحييه على كل أحد وهو ابن الوطن حمروش قال في كلمة يعني كلمت يعني هذه الكلمة أو قالها مؤخرا قبل شهرين وثلاثة قال كلمة ثقيلة يا أخي والله كلمة ثقيلة وهذه الكلمة أوجعتني كثيرا لست لأني أنا أفكر أو أني جزائري غير على وطني وإنما لأنني جزائري عندي تحفظات على بعض الإديولوجيات ما ندخلش في الإديولوجيا أنت المرحوم حسين أيد الحمد الآن حبيت أن تدخل لتصورات أنت أي حزب يا الأخ الكريم قلت لك الرسالة أنتك التي توجهها للسلطة الرسالة للسلطة قلت لكم لا تسمعوش يا أنصار أيد حمد يا أنصار الوطن يا أنصار الجزائر لا تسمعوش الكلام ثارغ جاف محتوى السفر ومن قاله هو مولود حمروش يقول يجب على الجيش حماية السلطة حماية الدولة وليس السلطة مولود حمروش يعني عفص على الخط الأحمر اللي كانت بناته جبهة القوى الاشتراكية المثلة السيد أيد أحمد والله يحمل مولود حمروش قال يجب على الجيش حماية السلطة حماية الدولة ولا ليس حماية السلطة يا أخي المجاهد ويا أخي الكريم مولود حمروش اللي أنت تغناننا بدولة الجزائر الحرة المستقلة ودولة الجيش يعني كأنه يحمي البلاد هذا الجيش يحمي السلطة ودولة الجزائر غائبة وغيبت بفضل أشخاص مثلكم لا تقول للشعب الجزائري وتستحمينا وتستدججنا وتستنعجنا وتقول لنا أنه العسكر هو حان البلاد منذ 62 إلى من هذا يا أخي الفضل نوردي خبابة اسمح لي نقول كلمة واختني ثوانية فقط مولود حمروش قال كلمة خطيرة جدا قال كلمة يعني تأيهان الشعب أهاننا والله أهاننا كشعب لما يقول الجيش لازم يكون في حماية الدولة وليس السلطة يا أخي أحمد حمروش من هي السلطة نعم شكرا شكرا لا خليك من أخي يا الأخي الكريم من فضلك من فضلك على بلك باللي وسلطة العسكر هي التي تعدد على حقوق المعحوم حسين أي تحمد شكرا لأخ رشيد تفضل الأخ سامير دير مداخلة أخرى بيش نختموا البرناجج سامير نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام بارك الله وفقك الأخ مرديننا قبل مجهة رسالة ودعا في قولت الكلمة فقط رأينا في الموضوع أننا لا تقللوش جبانة العالية كأنها إتيكات التي لا تدفن فيها وطني أو التي تدفن فيها وطني أشمتها تهيبني وأخير بالله يستمه أعرف بزرع كامل أرض تدفن في الله يرحمه الله يرحمه. الله يرحمه. يبقى أنه مات كمامة رسول الله. مات كمامة الناس كامل. يبقى أن العمل تعوه إن شاء الله نخرجه رجال كما هو ثبتين. وإن شاء الله أحسن منه وعلى شلاله. يبسوا المصر تعوه ويحسنوا. ما خير ما خير. هذا وش حبيتم قول على قضية دفينة تعوه. ربي رحمه وش مبلغ صعيد تدفنت فيها. ويقول أن العليم لا تجعلها إتكات لأنه ستتشرى. يقول لي ما يتشرى فيه. ويقول لي ما يتدفن تدفن زعمة وطنية. يقول لي. يقول لي. بلغ غضوة واحد. لا. هي طابعة رمزي برك معي. ايوه. ينحيها. لو تأخذ هذا الإتكات. يقول لي غضوة واحد يأخذ السلطة يقول لسنا. هذا تدفن تدفن تدفنه. ويحفره. يحفره. يبدل له بلاسة. يحفره في جهة وحدة وخرى. هذا التمسخير هذا. كما قال الأخسامي. يتدفن ويتدفن وخلاص. وينجاره في تزاير. مرحبا بها. إن شاء الله خرجت هذيك. الله لا نعرف. أسمتها بدشرة هذه. خرجتها راجل واسمه حسين أيد حمد. الجهة عوارة نحن خرجها راجل قناة. يكون في كل بلاسة في تزايره يكون راجل إن شاء الله. ورجاء بإبن الله يرفضوا البلاد هذي ويحرهوها ونعيشوا كامل خاوة. هذي حبيت نقول. والرسالة اللي نوجدها لأففاس لي ما نعرف فيهم حتى واحد غير الأخسامي. أخسامي يعني عرفته هنا عبر إذاعة وطني. إنسان الله يبارك ما شاء الله. نتمنى لك أن يكونوا جماعة أففاس كما الأخسامي هكاظ. إنسان حقانيين ما يتعصبوش للحزب يتعصبو للحق ويخدمو على قضية. قضية تزاير. إن شاء الله يخدموا البلاد إن شاء الله يخدموا البلاد. نقول لهم يا جماعة الأففاس. عظم الله أجركم. واحدة عزيزة عليكم مات. نقول لهم كذلك حاولوا حاولوا أنكم وإنتما رأكم تخدموا لصالح البلاد. حاولوا تخرجوا راجل أو زوج أو ثلاثة أو عشرين كما حسين أيد حمد الله رحمه. ومشوا على المصار تعو. ومشوا على الأهدف اللي كان دايما نناظل عليها. حاولوا يعني ما تزيغوش. ما تزيغوش عليها. حاولوا تحسنوها. حاولوا ترقوها. حاولوا تتماشاوا مع متطلبة الوطن هذا. وش تحتاجت زائب. حاولوا تحتكوا مع بعضكم البعض. نقصد الأحزاب كامل. كل الأحزاب اللي رفع نفس المشعل. إنها ترفع البلاد فقط بإديولوجيات واحدة أخرى. حاولوا تكونوا وطنيين كامل. كامل. باش البلد هذه تستفاد منكم. تستفاد منكم كأفافاس تستفاد من الأحزاب الأخرى كذلك. كل ما معارضة الأخرى. ورون معارضة صحيحة. نحوسوا على معارضة. ورون معارضة تبني. هذه هي رسالة للسلطة. خلاص لي القادل لما نقدرش نكتب رسالة للسلطة. ونقول العائلة. عظم الله أجركم. هذا ما كان نخلص. شكرا لأخ سامير الأخ عبد الرحمن دير مدخلة آخرى. نعم أخي مردين. أنا أقول بأن الرجل أقضى إلى ربه رحمه الله تعالى. وطيئ بطاره. ونرجو الله تعالى أن يفرغه ويتجاوز عنه. وأن يلحقها بصالحه وشرده. وهذه الموت حق على كل حي. في جنوة عبرة. عبرة لمن يعملوا صالحا ولمن يعملوا غير ذلك. نعم. في الأخيرة. في الأخيرة. كما يقولون. أن آخرتها موت. وعلى كل الذين يعني غرتم صدقة وغرتم الله. غرتم قوة والغطرسة. يعتبروا أن يعملوا لمدة هذه اليوم. نعم. لأن التاريخ لا يرحم أحدا. نعم. ولأن الشعب يعترف لمن يدافر عنه بالجانيد. ولا ينسى من خانه هو من ظلمه. وهذا هو. السلام عليكم. نعم. شكرا للأخ عبد الرحمن. تفضل الأخ يصدر مدخلة آخرى. أعجبتني كلمة التي قالها. التي قالها راشيد تركها يستنعجونها. المهم. أنا الكلمة الآخرة تعي. هو. الناس هذه المجهدين. والشهداء. والناس كل قد نطلي عليها. نحن نجدرنا هذا. هذا هو السؤال. أنا هذا للجميع. سواء معنا. هني كنت نحكي بغير لعبناها جهوية. واني نحارب فيها من موقعي. سواء معنا من وسفل. موقعي، هذه الحرب غير هذه الملاحظة. groans موقعي، تإستمر لمقار وزوجهم من السuencia و hospitals. أعجب عددنا من السؤال، امامي من عليها. ما سمعت واحد يخون الاخر والله واحد يقول الاخر الفيدراليين مع اللي راح يقطع اسموه يقوله انت خاين وراح تخرج شون يسمعتها غير احنا عندنا هاد الجهوية المخطاعة هاد الجهوية مع مين منجات هذي بتاع كل واحد يحوش يقول انا بلادي خير بلادي وهنا كورونا عايشين في الجزائر هذي لازم تروح نعم نسبة الافافاسيين شخصيا نقولك صحة مستقبل حزب في اللي حاكمينه سواء يناضلوا بايدروجية جديدة ولا بطريقة جديدة ولا ذاك المهم هو لم الصف وتكون عندهم موجود في كل الجزائر هون شمانات معينة لازم يكونوا في كل الجزائر بالنسبة للسلطة اذا ما قدرواش يوصوا لهذا التكالف والتعدفن وهذا ما راح يحرموا الشعب الجزائري انه يبين لهذا الوطني هذا اللي غادر الجزائر مدى حبهم له ويحبوا المدعوه كل كمه مدعوه بوضياف بوضياف اخي هم اللي قتلوه وهو ما اللي اددوه فوق له مداخلة اخيرة يا عيسى مداخلة فوق المدفع ودهوا هدفنوه وبينوه باللي موضياف عنده شعبي جتيه موطنيته لانه واحد يمثل جيل الصورة حتى اي تحمد نفس الشي حتى هو يمثل شو علامه شو علامه شو علامة الصورة لازمنا نسمع نودعوه كل كجزائرية لي ما ودعوش الجزائر العاصمة يودعوه على طريق الشاشة على طريق التليفزيون يشوهوا تودع بتاعه هي رمزية هو وانت جفنه كما قالوا رديك بالها وراح الرب سبحانه وموش راح نبوت فريقة ولا راح الواحد اخر سندفينة هذه تكون وطنية لينا تجمعنا كل كناس يحبوه جزائر هذه ويحبوها عن طريق هذه الناس اللي شربونا الوطنية كيفا هم تلموا وداروا ثورة ونجحت ثورتهم لا اللي ماتوا اللي ماتوا ربي رحموا اللي قاعدوا وراحوا سنفراوا وتغربوا أنا اللي خافني اكل في حسيني تحمل رانك كل عايشين في غربة وما اصحب انك تموت في الغربة اكتشوف لضا التعوين والولاد الخمس يام والعشر يام بعد وفاته بايته هذه غربة مات مجاهد وناظر وكل شواء الله فاهم مات في الغربة مات بعيد على الوطن وهذا ما راح يمكنه في الوطن ما زلنا متتفقناش عليه نعم شكرا 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 أخي عيسى أخي عبد القادر دير مداخلة أخيرة وقصيرة باش نختم البرنامج شكرا أخي نوردين على هذا الوقفة شكرا شكرا رسالتي تكون قصيرة وهي الإخواني المناصرين تاع دا حسين ربي رحمه ومحبيه هو الاستفادة من التجربة الزعيم واللي يعتبر مدرسة في النضال هذا المدرسة عندها بعد الوطني بعد مغاربي بعد عالمي وقراءة الشخصية تاعه قراءة نقدية وليست قراءة تقديسية كذلك العمل على إيجاد مؤسسات لتخريج قيادات وطنية مثل قامة الحسين أي تحمد رحمه الله في حبه في نضاله في وعيه في تجرده في إخلاصه للجزائر والجزائريين وجعل موته عام الوحدة وعام التوافق بين كل جزائريين وليس عام الانتقام ولا عام التقسيم وكذلك أدعو إخواني في اللفافات والمقربين من أي تحمد رحمه الله ونشر مذكرات انتاعه إذا كانت عنده مذكرات خاصة اللي لم تنشر لأنها ملكية لجميع الجزائريين أما رسالتي للسلطة وخاصة بوتفليق والمحيطين به أقول لكم إنكم ستموتون إنكم ستموتون والبقاء لله فأدعو أدعوكم إلى التصالح مع الذات مع أبنائكم مع إطاراتكم والاستفادة من نظالاتها وكفاءتها وأدعو هذه السلطة إلى عدم التعامل مع أبنائها على أساس النفاق السياسي كي كان حي مش تقتمر وكي مات علقوا لعرجون أما رسالتي لهؤلاء المنافقين الذين كانوا يسبون أي تحمد رحمه الله والمعارضين وما زالوا يسبوا ليومنا هذا استفقوا من هذه الغفلة وهذا النفاق وما ينفع غير الصح وما يبقى غير الصح ثم أقول كفانة من الاستغلال السياسوي لهذا الحدث التاريخي وأنبئ النخب السياسية والشعب إلى عدم استغلاله استغلالا سياسوي رحمك الله وغفر الله لك وأسكنك الله في جناته ورزق أهلك ومحبيك وكل الجزائريين الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون سلام عليك في الخالدين سلام عليك في الشهداء والبقاء والخلود لشهداء الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن الإخوة والأخوات اللي كنت تتبعوا فينا على الإذاع أنتع وطني كان موضعتين اليوم هو حول حسين أيد أحمد الله يرحمه تحدثنا في بعض المحطات التاريخية أنتعو بطبيعة الحال حلما نقدروش نلم بالحياة أنتعو في خلال ساعة أو ساعتين حياة أنتعو أكثر من خمسين سنة يعني نختصرها في عدة ساعات يعني مش منطقي هذه الحياة أنتعو ربما تحتاج إلى مؤتمر تحتاج إلى وقفات حاولنا قدر الإمكان على جل باش نبعث رسائل مختلفة للناس اللي في السلطة للمناظلين اللي في الأفافاس للسياسيين بصفة عامة بطبيعة الحال يبقى ما قدمناه ومجرد اجتهاد من مناظلين ومن مواطنين جزائريين إن أصبنا فذلك بتوفيق من الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا حاولنا إن شاء الله على جل باش نتحدثوا بعيدا على الإعلام هذك نتعى التضليل بعيدا على الإعلام هذك اللي يستعمل في التوجيه المبطن بعيدا على الإعلام هذك اللي يحرف الحقائق بعيدا على الإعلام هذك اللي يستعمل في الدماغوجية ويستعمل مرات في بعض المسائل هكذا من أجل أغراض حتى تجارية حاولنا يعني مع الإخوة اللي شاركوا معنا في هذا البرنامج هو أننا نقدم يعني أضعف الإيمان هذا مناظل وسياسي وتاريخي يحتاج وقفة والكثير من السياسيين اللي ربما ما أعطت لهمش وسائل الإعلام الحجم نتاعهم وما أعطت لهمش الفرصة نحاول إن شاء الله من خلال إذا أنت وطني كل مرة هو أنه نديروا موضوع على شخصية معينة من شخصيات اللي يتهمشوا في وسائل الإعلام بطبيعة الحال هذا يحتاج إلى جهود ويحتاج أيضا إلى مشاركين كلمة نتاعي اللي نوجهها للسلطة للسلطة الحالية مختصرة في كلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا وش نقول لكم كلمة اللي نوجهها للمناظلين أنتوا على الأففاس بطبيعة الحال أيت أحمد هو ركن أساسي في هذا الحزب وما أعتقد هو أن الأففاس راه رايح يولد أيت أحمد ولا الشبيه انتاعه وإنما إذا كان هذا الحزب قائم على أفكار وقائم على مشروع راه رايح يستمر وإذا كان هذا الحزب راه قائم على شخص بمجرد هو أنه ينتفن أيت أحمد السلام على الأففاس هذه مسألة يعني مسلم بها الكلمة اللي نوجهها للناس الوطنيين والشرفاء هذه فرصة على جلبش كل واحد يشوف روحوا في المرآة يا سعدك يا فعل الخير أيت أحمد راه وتوفى ربي يرحمو أراكم تشوفوا من خلال الجماهير اللي أراكم رحين تشوفوها يوم الجنازة إحنا أنا ما زال ما حذرناش للجنازة لو كان جينا في الجزائر رحونا حذروا لها أراكم رحين تتفجأوا بهذيك الحشوت وهي رسالة لهذا الطغات كلمة تعي لنوجهها لكم أيها الشرفاء أينما كانت المواقع أنتاكم هو أنه تتوحدوا هو أنه تلموا بعثكم بعث هو أنه نقفوا بالجزائر وهو أنه على الأقل في مثل هذه المسائل قضية أنتع الوفاة مهما كانت الإخلافات أنتعنا حتى من هذا الناس المجرمين حتى مع هذا الناس اللي أجرموا في حق الشعب من ناحية الإنسانية هو أنه الإنسان اللي مات خلاص بينه وبين ربي حتى الناس هذو المجرمين والله العظيم لو كان بيدي قاسم بالله لما يموت واحد مجرم مجرم من الذين أجرموا في حق الشعب باسم الإنسانية واحتراماً للنفس البشرية واحتراماً للأهل انتعوا قاسم بالله نخصصه طيارة ويجيبوه في الجزائر إذا كان فعلاً حبين هو أنه تعود اللحمة وتعود الروح الوطنية وتعود الحماسة ويتوحدوا الجزائريين هذه فرصة على جلبش الجزائرين يتوحدوا هذه فرصة على جلبش نمسحوا الجراح انتع بعضنا البعض وعلى جلبش نحتضنوا بعضنا البعض صحيح هو أنه فيه ناس اللي راح تستغل في هذا المسائل صحيح هذا أمر مفرغ منه كيني الناس راح يخطبوا في الجنازة كيني الناس راح يبيعوا ويشريوا في الجنازة وإلى غير ذلك هذه مسائل راح موجودة حتى عند الشعب فما بالكم عن شخصية سياسية اللي حياتهم هما كل بوليتيك هذا أمر مفرغ منه ولكن نستغلوا هذه الفرصة استغلال مش استغلال سلبي والله استثمار سلبي نستثمروها من أجل علاجة تكون هناك لحمة وتكون هناك وحدة وطنية كيني الناس اللي يراهم هما يستغلوا في هذه المناسبات من أجل علاجة باشي يضروا بالوحدة الوطنية لازم نوقفوا حصن منيع على جل باش نفوتوا عليهم الفرص هذه الكلمة نتعب باختصار إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسي ومن شيطان نلتقي إن شاء الله في فرص وحدة أخرى إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة